بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا اليكم القسم الثاني من كتاب شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي وهذا هو الشريط الاول منه يقرأ الكتاب عليكم محمد السبيهين عنوان المبنيات المبني وتعريفه قوله المبني ما ناسب مبني الاصل او وقع غير مركب المبني اثمامر في حد المعرب ضربان اما مبني لفقدان موجب الاعراب الذي هو التركيب كالاسماء المعدودة نحو احد اثنان ثلاثة والف با تا ثا وزيد وعمر وبكر وان مبني لوجود المانع من الاعراب مع حصول موجبه وذلك المانع مشابهة الحرف او الماضي او الامر وهي التي سمالها مبني الاصل او كونه اسم فعل كما يجي قال ولا يفسد الحد بلفظة او لانها لمجرد احد الشيئين هاهنا لا للشك الذي ينافي تبيينا ماهية ولم اقل في حده ما لا يختلف اخره كسائر النحاة لان معرفة انتفاء الاختلاف فرع على تعقل ماهية المبني فلا يستقيم ان يجعل تعقل ماهية المبني فرعا على معرفة انتفاء الاختلاف فيؤدي الى الدور كما ذكر في الاعراب هذا كلامه وقد مر الكلام عليه في حد المعرب فلا نعيده وهذا الحد لا يصح الا لمن يعرف ماهية المبني على الاطلاق ولا يعرف الاسم المبني ولو لم يعرفها لكان تعريفا للمبني بالمبني لانه ذكر في حد المبني لفظ المبني قوله والقابه ضم وفتح وكسر ووقف اي القاب حركات اواخره وسكونها والضم والفتح والكسر القاب مطلق الحركات وحدها سواء كانت حركات المبني كقولك حيث مبني على الضم او حركات المعرب او حركات المعرب كقولك في زيد انه متحرك بالضم في حال الرفع اولا ولا هذا ولا ذاك كقولك في جيم رجل انه متحرك بالضم ولا تقع على حروف البناء فلا يقال ان يا زيدان مبني على الضم واما القاب الاعراب فانها كما تطلق على الحركات تطلق على الحروف ايضا فيقال في نحو جاءني زيد والزيدان والزيدون انها مرفوعة هذا على مذهب المصنف والذي يغلب في ظني ان المتقدمين لم يضعوا القاب الاعراب ايضا عن الرفع والنصب والجر الا للحركات المعينة فالرفع كالضم والنصب كالفتح والجر كالكسر ثم انهم يطلقون على الحروف لقيامها مقام حركات الاعراب اسماء الحركات مجازا فقولهم في نحو رأيت الزيدين ان الزيدين منصوب مجاز وكذلك اذا قام بعض الحركات ما قام بعض اطلقوا اسم المنوب على المائب مجازا فقالوا في السماوات واحمد في خلق الله السماوات وبأحمد ان الاول منصوب والثاني مجرور فأيش من المانع على هذا ان يطلق على الحروف القائمة مقام حركات البناء اسماء تلك الحركات مجازا فيقال في لا رجلين انه مفتوح وكذا في لا مسلمات عند من يكسر ويقال في يا زيدان ويا زيدون انهما مبنيان على الضم مجازا فلا يكون اذا لرد المصنف على النحات اطلاقهم ان يا زيدان مبني على الضم ولا رجليني على الفتح وجه هذا والتمييز بين القاب حركات الاعراب وحركات البناء وسكونهما في اصطلاح البصريين متقدميهم ومتأخريهم تقريبا على السامع وان الكوفيون فيذكرون القاب الاعراب في المبني وعلى العكس ولا يفرقون بينهما قوله وهي المدمرات واسماء الاشارة والموصولات والمركبات والكنايات واسماء الافعال والاصوات وبعض الظروف حصر جميع المبنيات جملة فليطلب لكل واحد منها علة البناء لان الاصل في الاسماء الاعراب كما مر في اول الكتاب وان كان مبنيا على الحركة فليطلب مع ذلك علتان اخريان احداثما للبناء على الحركة فان اصل البناء السكون لانه ضد الاعراب واصله الحركة واخرى للحركة المعينة لما اختيرت دون الباقيتين عنوان الضمائر علة بنائها انواعها قوله المدمر ما وضع لمتكلم او مخاطب او غائب تقدم ذكره لفظا او معنا او حكما اعلم ان المقصود من وضع المدمرات رفع الالتباس فان انا وانت لا يصلحان الا لمعينين وكذا ضمير الغائب نص في ان المراد هو المذكور بعينه في نحو جاءني زيد وياه اربت وفي المتصل يحصل مع رفع الالتباس الاختصار وليس كذا الاسماء الظاهرة فانه لو سم المتكلم او المخاطب بعلميهما فربما التبس ولو كرر لفظ المذكور مكان ضمير الغائب فربما توههم انه غير الاول وانما بنية المدمرات اما لشبهها بالحروف وضعا على ما قيل كالتائف ضربت والكاف في ضربك ثم اجريت بقية المدمرات نحو انا ونحن وانتما وهما مجراها طردا للباب وانما لشبهها بالحروف لاحتياجها الى المفسر اعني الحضور في المتكلم والمخاطب وتقدم الذكر في الغائب كاحتياج الحرف الى لفظ يفهم به معناه الافرابي وانما لعدم نوجب الاعراب فيها وذلك ان المقتضي لاعراب الاسماء توارد المعاني المختلفة على صيغة واحدة والمضمرات مستغنية باختلاف صيغها لاختلاف المعاني عن الاعراب الا ترى اترى ان كل واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور له ضمير خاص قوله ما وضع لمتكلم يخرج قول من اسمه زيد زيد ضرب وقولك لزيد يا زيد افعل كذا وقولك لزيد الغائب زيد فعل كذا فان لفظ زيد وان اطلق على المتكلم والمخاطب والغائب الا انه ليس موضوع للمتكلم ولا للمخاطب ولا للغائب المتقدم الذكر بل الاسماء الظاهرة كلها موضوعة للغيبة مطلقة لا باعتبار تقدم الذكر فمن ثم تقلت يا تنين كلهم نظرا الى اصل المنادى قبل النداء ولهذا يقول المسمى بزيد زيد ضرب ولا يقول زيد ضربت وكذا لا تقول للمسمى بزيد زيد ضربت لكنها ليست لغائب تقدم ذكره كهو وهي ونحوهما وانما جاز يا تنين كلكم لان يا دليل الخطاب وليس في زيد ضرب دليل المتكلم ويدخل في حده لفظ المتكلم والمخاطب الا ان يقال ما وضع لمتكلم به او المخاطب به اي للمتكلم بهذا اللفظ الموضوع والمخاطب به وكذا في حد اسماء الاشارة ينبغي ان يقيد فيقال ما وضع لمشار اليه به حتى لا يدخل لفظ المشار اليه قوله لفظا او معنا او حكما قسم التقدم اللفظي قسمين احدهما متقدم لفظا تحقيقا نحو ضرب زيد غلامه والاخر متقدم لفظا تقديرا نحو ضرب غلامه زيد اذ زيد متقدم في اللفظ تقديرا لكونه فاعلا وقسم ايضا التقدم المعنوي قسمين احدهما ان يكون قبل الضمير لفظ متضمن للمفسر بان يكون المفسر جزء مدلور ذلك اللفظ كقوله تعالى اعدل هو اقرب للتقوى اي العدل اقرب لان الفعل يدل على المصدر والزمان والثاني ان يدل سياق الكلام على المفسر التزاما لفظا منا كقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما لانه لما ساق الكلام قبل في ذكر الميراث لزم من ذلك السياق ان يكون ثم مورث فجرى الضمير عليه من حيث المعنى هذا تقرير كلامه رحمه الله تعالى وفيه مخالفة لطريقته المألوفة لان عادته جعل التقدير قسيم اللفظ لا قسمه كما قال في اول الكتاب في المعرب لاختلاف العوامل لفظا او تقديرا وقال بعيد التقدير فيما تعذر ثم قال واللفظي فيما عداه فجعل النحو ضرب غلامه زيد مما تقدم معنا او لا اذ هو متقدم معنا وتقديرا لا لفظا فاذا جاء سلب اللفظية عن هذا التقدم بان يقال ليس لفظ المفسر مذكورا قبل الضمير فكيف يكون التقدم لفظيا فان قلت اردت كأنه متقدم اللفظا من حيث التقدير قيل فعد نحو اعدلوه اقرب ايضا من هذا القسم لان المفسر فيه كأنه متقدم اللفظ ايضا في التقدير ولا فرق بينهما الا ان المفسر في نحو ضرب غلامه زيل ملفوظ به بخلاف المفسر في نحو اعدلو هو اقرب للتقوى والتقدم في كريهما ليس لفظيا بل هو تقديري وكلامنا في التقدم اللفظي لا في المفسر الملفوظ به او المقدر وقد قرر على الصواب في باد الفاعل وهو قوله في ضرب غلامه زيد لا بد من متقدم يرجع اليه هذا الضمير تقدما لفظيا او معنويا وهو راجع الى زيد وهو متأخر اللفظا فلولا انه متقدم من حيث المعنى لم يجز فجعله من باب المتقدم معنا لا لفظا وهو الحق وعلى هذا فالحق ان يقول التقدم اللفظي ان يذكر المفسر قبل الضمير ذكرا صريحا سواء كان من حيث المعنى ايضا متقدما نحو ضرب زيد هلامه لان الفاعل من حيث المعنى مقدم على المفعول او كان من حيث المعنى متأخرا كقوله تعالى واذا ابتلى ابراهيم ربه لان المفعول من حيث المعنى متأخر عن الفاعل واعلم انه اذا تقدم مما يصلح للتفسير شيئان فصاعدا فالمفسر هو الاقرب لا غير نحو جاءني زيد وبكر فضربته اي ضربت بكرا ويجوز مع القرينة ان يكون للابعد نحو جاءني عالم وجاهل فاكرمته والتقدم المعنوي ان لا يكون المفسر مصرحا بتقديمه بل هناك شيء اخر غير ذلك الضمير يقتضي كون المفسر قبل موضع الضمير وذلك ضروب كمعنى كمعنى الفاعلية المقتضي كون الفاعل قبل المفعول رتبة كضرب غلامه زيد ومعنى الابتداء المقتضي لكون المبتدأ قبل الخبر نحو في داره زيد ومعنى المفعول الاول المقتضي تقدمه على الثاني نحو اعطيت درهمه زيدا وكذا نحو ضربت في داره زيدا وكلفظ الفعل المتضمن للمصدر المفسر لضمير ضمير متصل بذلك الفعل نحو هذا سراقة للقرآن يدرسه او منفصل عنه نحو قوله اعددوه اقرب للتقوى وقوله تعالى بل هو شر لهم وكذا الصفة كقوله اذا زجر السفيه جرى اليه اي الى السفة وكسياق الكلام المستلزم للمفسر استلزاما قريبا كقوله تعالى ولأبويه لان سياق ذكر الميراث دال على المورث دلالة التزامية او بعيدا كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب اذ العشي يدل على تواري الشمس وكقوله تعالى انا انزلناه في ليلة القدر اذ النزول في ليلة القدر التي هي في شهر رمضان دليل على ان المنزل هو القرآن في قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وكذا قوله تعالى ما توك على ظهرها من دابة فان ذكر الدابة مع ذكر على ظهرها دال على ان المراد ظهر الارض وكذا الفناء مع لفظة على في قوله تعالى كل من عليها فان وكذا قوله تعالى وان كانت واحدة اي ان كانت الوارثة واحدة اذ هو في بيان الوارث والتقدم الحكمي ان يكون المفسر مؤخرا لفظا وليس هناك ما يقتضي تقدمه على محل الضمير الا ذلك الضمير فنقول انه وان لم يكن متقدما على الضمير لا لفظا ولا معنى الا انه في حكم المتقدم نظرا الى وضع ضمير الغائب وان ما يقتضي ضمير الغائب تقدم المفسر عليه لانه وضعه الواضع معرفة لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه فان ذكرته ولم يتقدمه مفسره بقي مبحما منكرا لا يعرف المراد به حتى يأتي تفسيره بعده وتنكيره خلاف وضعه فان قلت فأيش الحامل لهم على مخالفة مقتضى وضعه بتأخير مفسره عنه قلت قصد التفخين والتعظيم في ذكر ذلك المفسر بان يذكروا اولا شيئا مبهما حتى تتشوق نفس السامع الى العثور على المراد به ثم يفسروه فيكون اوقع في النفس وايضا يكون ذلك المفسر مذكورا مرتين بالاجمال اولا والتفصيل ثانيا فيكون اكد فان قلت فهذا الضمير الذي هذا حاله يبقى على وضعه معرفا ان يصير نكرة لعدم شرط التعريف اعني تقدم المفسر كنت الذي ارى انه نكرة كما يجيء في باب المعرفة وعند النحار يبقى معرفا لكن تعريفه انقص مما كان في الاول لان التفسير يحصل بعد ذكره مبهما فقبل الوصول الى التفسير فيه الابهام الذي في النكرات ولهذا جاء دخول رب عليه مع اختصاصها بالنكرات وانما حكموا ببقائه على وضعه مع التعريف لانه حصل جبران ما فاته بذكر المفسر بعده بلا فصل فهو كالمضاف الذي يكتسي التعريف مع المضاف اليه اما الجبران فيه ربه رجلا وبئس رجلا ونعم رجلا وساء مثلا فظاهر لان الاسم المميز المنصوب لم يؤت به الا لغرض التمييز والتفسير فنصبه على التمييز مع عدم انفصاله عن الضمير قائم مقام المفسر المتقدم فالجبران في مثله في غاية الظهور وقريب منه ضمير يبدل منه مفسره نحو مررت به زيد اذ لم يؤتب البدل الا للتفسير واما في ضمير الشأن والقصة فالجملة بعده وان لم تأتي كالتمييز المذكور لمجرد التفسير الا ان قصدهم لتفخيم الشأن بذكره مجملا ثم وفصلا مع اتصال الخبر المفسر بالمبتدأ سحر الاتيان به مبهما فهذا التفسير دون الاول واما واما تأخر المفسر في باب التنازع نحو ضربني وضربت زيدا على مذهب البصريين فالحق انه بعيد لانه مجوز تأخير المفسر لفظا ومعنى قصد تفخيم المفسر مع الاتيان به لمجرد التفسير بلا فصل كما في نعم رجلا زيدا وقصد التفخيم مع اتصال المفسر كما في ضمير الشأن والثلاثة في ضمير التنازع معدومة اعني قصد التفخيم والمجيء بالمفسر لمجرد التفسير واتصاله بالمضمر فضعفا فمن ثم حذف الكسائي الفاعل في مثله مع ان فيه محذورا ايضا وما اجازه المبرد والاخفش من نحو ضرب غلامه زيدا اعني اتصال ضمير المفعول المؤخر بالفاعل المقدم ليس باضعف مما ارتكبه البصرية لان الاتصال الذي بين الفاعل والمفعول اذا كان لعامل اكثر من الاتصال بين الضمير ومفسره على ما ذكره البصرية في باب التنازع قال المصنف اردت بالتقدم الحكمي انك قصدت الابهام للتفخيم فتعقلت المفسر في ذهنك ولم تسرح به للابهام على المخاطب واعدت الضمير الى ذلك المتعقل فكأنه راجع الى المذكور قبله فذلك المتعقل في حكم المفسر المتقدم ولا يستمر ما ذكر في باب بالتنازع اذ لا يقصد هناك التفخيم عنوان المتصل والمنفصل من الضمائر قوله وهو متصل ومنفصل فالمنفصل المستقل بنفسه والمتصل غير المستقل يعني بالمستقل بنفسه انه لا يحتاج الى كلمة اخرى قبله يكون كالتكمة لها بل هو كالظاهر سواء انفصل عن عامله نحو ان لا تعبد الا اياه وما ضربت الا اياك او اتصل نحو ما انت قائما عند الحجازية وذلك لانه يجوز استقلاله بنفسه وفصله عن عامله نحو ما اليوم انت قائما فليس كالجزء مما قبله وان لا لم يجز انفصاله عما قبله والمتصل ما يتصل بعامله الذي قبله ويكون كالتتمة لذلك العامل وكبعض حروفه فالضمائر المستثرة في نحو زيد ضرب ويضرب وهند تضرب وضربت واضرب امرا واضرب واضرب ونضرب وتضرب في خطاب المذكر وفي الصفات نحو زيد ضارب والزيدان ضاربان الى اخر تصاريفها كلها متصلة كما يجيء تحقيقها وليس المستثر فيها ما يبرز في نحو زيد ضرب هو وعمر واسكن انت وزوجك الجنة وهند زيد ضاربته هي بل البارز في الجميع تأكيد للفاعل لا فاعل كما يجيء شرحه وهو منفصل بدليل قولك زيد ضرب اليوم هو وعمر واسكن اليوم انت وزوجك وهند زيد ضاربته اليوم هي عنوان تقسيم الضمائر من حيث الاعراب قوله وهو مرفوع ومنصوب ومجرور فالمرفوع والمنصوب متصل ومنفصل والمجرور متصل فذلك خمسة انواع الاول ضربت وضربت الى ضربنا وضربنا والثاني انا الى هن والثالث ضربني الى ضربهن والرابع ايايا الى اياهن والخامس غلامي ولي الى غلامهن ولهن اعلم اعلم ان الضمير انما كان مرفوعا ومنصوبا ومجرورا لان الضمير كما قلنا قائم مقام الظاهر لرفع الالتباس وحده اوله وللاختصار فيكون كالظاهر مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وانما لم يكن المجرور الا متصل لان المتصل كما ذكرنا هو الذي كالجزء الاخير لعامله بحيث لا يمكن الفصل بينهما والمجرور كذلك فان قيل اليس الفصل جائزا بين المضاف والمضاف اليه في الشعر قلت ذلك مع الظاهر قبيح فلم يلتفت اليه وكل واحد من هذه الانواع الخمسة يكون لثمانية عشر معنى لان كل واحد منها اما ان يكون لمتكلم او مخاطب او غائب وكل واحد من هذه الثلاثة اما ان يكون لمفرد او مثنن او مجموع صارت تسعة وكل واحد من التسعة اما ان يكون لمذكر او مؤنث فصار للمتكلم ستة وللمخاطب ستة وللغائب ستة وضعوا للمتكلم منها لفظين يدلان على ستة المعاني المذكورة كضربت وضربنا فضربت مشترك بين الواحد المذكر والمؤنث وضربنا بين الاربعة المثن المذكر والمثن المؤنث والمجموع المذكر والمجموع المؤنث وانما شركوا في المتكلم بين المذكر والمؤنث مفردا كان او غيره لقلة الالتباس في المتكلم وانما ارتجل المثنى المتكلم وجمعه صيغة وهي نا وكذا قولك نحن ولم يزيد للمثنى الفا وللجمع واوى كما فعلوا في المثنى المخاطب وجمعه والغائب وجمعه لان المثنى هما اسم انضم اليه لفظ اخر مثله بدليل انك اذا قيل لك فصل انتما قلت انت يا زيد وانت يا عمر وهذه حقيقة المثنى كما يجي وكذا في الجمع اذا قيل فصل انتم قلت انت يا زيد وانت يا عمر وانت يا خالد وانما اذا قلت نحن واردت المثنى فقيل لك فصل قلت انا زيد او انا وانت أو أنا وهو وتقول في الجمع أنا وزيد وعمر وليس كل أفراده أنا فلما لم يكن شرط المثنى والمجموع وهو اتفاق الإسمين والأسماء في اللفظ حاصلا لم يمكنهم إجراء تثنيته وجمعه على وفق ما أجري عليه سائر التثاني والجموع فارتجلوا للمثنى صيغة وشركوا معه الجمع فيها للأمن من اللبس بسيب القراء وكثيرا ما يجيء في غير هذا الباب أيضا المثنى بصيغة الجمع نحو قوله تعالى فقد صغت قلوبكما وقد يقول المعظم فعلنا ونحن وإيانا عدا لنفسه كالجماعة ووضعوا منها للمخاطب خمسة ألفاظ أربعة منها نصوص وهي ضربت وضربت وضربتم وضربتنا وواحد مشترك بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث وهو ضربتما وحكم الغائب حكم المخاطب في النصوصية والاشتراك نحو ضرب Saints وضربت وضربا وضربت وضرب وضربنا والضمير هو الألف المشترك بين المثنىين والتاء حرف تأنيث ويجب أن يكون المقدر في ضربة وضربة متغايرين كما في البارز نحو هو وهي هذا وضطية الأنواع الخمسة جارية هذا المجرى أعني أن للمتكلم لفظين وللمخاطب خمسة وللغائب خمسة فصار المجموع ثمتي عشرة كلمة لثمانية عشر معنا عنوان التدرج في وضع الضمائر واعلم أن أول ما ابتدأ بوضعه من الأنواع الخمسة ضمير المرفوع المتصل لأن المرفوع مقدم على غيره والمتصل مقدم على المنفصل لكونه أخسر فنقول إنما ضم التاء في المتكلم لمناسبة الضمة لحركة الفاعل وخص المتكلم بها لأن القياس وضع المتكلم أولا ثم المخاطب ثم الغائب وفتحوا للمخاطب فرقا بين المتكلم وبينه وتخفيفا وكسروا للمخاطبة فرقا ولم يعكس الأمر بكسرها للمخاطب وفتحها للمخاطبة لأن خطاب المذكر أكثر فالتخفيف به أولى وأيضا هو مقدم على المؤنث فخص للفرق بالتخفيف فلم يبقى للمؤنث إلا الكسر انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل امتراءه تحت عنوان التدرج في وضع الضمائر وزاد الميم قبل ألف المثنى في تما وقبل واو الجمع في توم لأن لا يلتبس المثنى بالمخاطب إذا أشبعت فتحته للإطلاق والجمع بالمتكلم المشبع ضمته كان أولى الحروف بالزيادة الميم لأن حروف العلة مستقلة قبل الألف والواو والميم أقرب الحروف الصحيحة إلى حروف العلة لغنتها ولكونها من مخرج الواو أي شفوية ولذلك ضم ما قبلها كما يضم ما قبل الواو وحذف واو الجمع مع إسكان الميم إن لم يلها ضمير أشهر من إثبات الواو مضموما ما قبلها وذلك لأنهم لما فنوا الضمائر وجمعوها والقصد بوضع متصرها التخفيف كما قلنا لم يأتوا بميني المثنى والمجموع بعد الألف والواو كما أتوا بهما في هذان والذان والذين فوقع الواو في الجمع في الآخر مضموما ما قبلها وهو مستقيم حسا كما مر في الترخيم فحدثوا الواو وسكنوا ميم التي ضموها لأجله للأمن من الالتباس بالمثنى بثبوت الأله فيه دون الجمع ومن أثبت الواو مضموما ما قبلها فلأن ذلك مستقل في اسم المعرب كما يجيء في التصريف وأما في المثنى فقد جاء وإن كان نادرا وأما إن ولو ميم الجمع ضمير محو ضربتموه وجب في الأعرف رجوع الضم والواو لأن الضمير لاتصاله صار كبعد حروف الكلمة فكأن الواو لم يقع طرفا وجوز يونس حذف الواو وتسكين المين مع الضمير أيضا ولم يثبت ما ذهب إليه وإذا بطي ميم الجمع ساكر بعدها ضمت المين ردا لها إلى أصلها وقد تكسر كما يجيء وزيدت للمؤنث نون مشددة لتكون بإزاء المين والواو في المذكر وإننا اختار النون لمشابهته بسبب الغنة للمين والواو معن مع كون الثلاثة من حروف الزيادة واستثر ضمير الغائب والغائبة لأنه لما كان مفسر الغائب لفظا متقدما في الأصل بخلاف المتكلم والمخاطب أرادوا أن تكون ضمائر الغيب أخصر من ضميريهما فابتدأوا في المفردون بغاية التخفيف وهي التقدير من دون أن يتلفر بشيء منه واقتصروا في المثنى مذكره ومؤنثه على الألف الذي هو علامة التثنية في كل مثنى وعلى الواو في جمع المذكر وقد يستغنى بالضمة عن الواو في الضرورة قال فلو أن الأطباء كان حولي وكان مع الأطباء الأسات استثقالا للواو المضمون ما قبلها في الأخير واقتصروا على نون واحدة في مقابلة الواو إذا كانت واحدة وقول النحاة إن الفاعل في نحو زيد ضربة وحند ضربت وهو تدريس لضيق العبارة عليهم لأنه لم يضع لهذين الضميرين لفظا فعبروا عنهما بلفظ المرفوع المنفصل لكونه مرفوعا مثل ذلك المقدر لأن المقدر هو ذلك المصرح به وكيف ذا ويجوذ الفصل بين الفعل وهذا المصرح به نحو ما ضرب إلا هو فإن قلت بل المفصول المصرح به غير المتصل فهو يتحكم وإلى هذا نظر من قال من النحاة إن المقدر في ضربة وضربة ينبغي أن يكون أقل من الألف نصفه أو ثلثه وذلك لأن ضمير المفرد ينبغي أن يكون أقل من ضمير المثنى وأن التاء في ضربة بل في ضربة وضربتا فهي حرف للتأنيث لا ضمير بدليل ضربت هند وقل جعل الألف والوا والمين حروفا كتاء التأنيث كما يجيء في آخر الكتاب نحو قام أخوات وأكلوني البراغيث ويعصرنا السليط أقاربه هذا كله في الماضي وأما في المضارع والأمر فلم يبرز الضمير في أفعل ونفعل لإشعار حرفي المضارعة بالفاعل لأن أفعل مشعر لأن فاعله أنا ونفعل مشعر بنحن الحمزة بالحمزة والمون بالمون وكذا يفعل نص في المفرد وكذا يفعل نص في المفرد الغائب فلم يحتاجوا له إلى ضمير بارز وأما تفعل فإنه وإن كان محتملا للمخاضب والغائبة لكونهم لم يبرزوا يبرزوا ضميره إجراءا للمفردات المبارع مجرا واحدا في عدم إبراز ضميرها ولعل هذا هو الذي حمل الأخفش على أن قال ألواء في تدريبين ليس بضمير بل حرف تأنيث كما قيل في هالي والضمير لازم الاستار أو أنه استنكر الحكم بكي ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى مع أن القياس يقتضي أن يكون أخف وأن نفعل أمرا ولا تفعل نهيا فحكمهما حكم تفعل للمخاطب لأن الأمر والنهي مأخوذان من المضارع كما يجيء في قسم الأفعال ومذهب المازني أن الحروف الأربعة في المضارع والأمر أعني الألف في المثنيات والواو في جمعي المذكر والياء في المخاطبة والنون في جمعي المؤنث علامات كألف الصفات وواوها في نحو ضاربان وحسنون وهي كلها حروف والفاعل مستكم عنده ولعل ذلك حملا للمضارع على اسم الفاعل واستنكارا لوقوع الفاعل بين الكلمة وإعرابها أي النون وأما الضمائر المرفوعة في الصفات أعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فلم يبرزوها لأنها غير عريقة في اقتباء الفاعل بل اقتباؤها له لمشابهة الفعل فلم يظهر فيها ضمير الفاعل وكذا أسماء الأفعال والظروف على ما يجيء بعد وأيضا الألف والواو في مثنيات الأسماء وجموعها الجامدة كالزيدان والزيدون حروف زيرت علامة للمثنى والمجموع بلا ريب فجعلت مثنيات الصفات وجموعها على نفج مثنيات الجامدة وجموعها لأن الصفات فروع الجامدة لتقدم الذوات على صفاتها فصارت الألف علامة المثنى والواو علامة الجمع فلم يمكن أن يوصل ألف الضمير ووهود المثنى والمجموع لألا يجتمع ألفان وواوان فاستكن الضميران الألف في المثنى والواو في المجموع والضريب على أن الألف والواو والظاهرين ليس بضميرين انقلابهما بالعوامل نحو لقيت ضاربين وضاربين والفاعل لا يتغير بالعوامل الداخلة على عامله نحو قولك جاءني زيد راكبا غلامه فلم يعمل جاءني في غلامه وكذا استكن النون في ضاربات ومضروبات تبعا لاستار الضمير في جمع المذكر إذ هو الأصل وإذا استتر في المثنى والمجموع فالاستتار في مفرداتهما أجدر فلزم الاستتار في الكل فلا ترى الفاعل ضميرا بارزا في الصفات إلا في نحو أقائم هما وما قائم أنتما وأن في نحو زيد عمر ضاربه هو فالمنفصل ليس بفاعل بل هو تأكيد له لما سيجيء ثم لما فرغوا من وضع المرفوع المتصد في الأفعال والصفات أخذوا في وضع المرفوع المنفصل فقالوا أنا للمتكلم المذكر والمؤنث وقد تبدل همزتها هاء نحو هنا وقد تمد همزته نحو آنا فعلت وقد تسكن نونه في الوصل وهو عند البصريين همزة ومون مفتوحة والألف يؤتى بها بعد المون في حالة الوقف لبيان الفتح لأنه لونا الألف لسقطت الفتحة للوقف فكان يلتبس بأني الحرفية لسكون النون فلذا يكتب بالألف لأن الخط مبني على الوقف والابتداء وقد يوقف على نونها ساكنة وقد يبين فتحها وقفا بها السكت قال حات هكذا فزدي أنا وقال إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط أني من أنا وبنوا تنين يثبتون الألف في الوصل أيضا في الساعة وغيرهم لا يثبتونها في الوصل إلا ضرورة كقوله أنا سيف العشيرة فعرفوني حميدا قد تذريت السلامة وجاء في قراءة نافع إثبات الألف إذا كان قبل همزة مفتوحة أو مضمومة دون المكسورة قال أبو علي لا أعرف فرقا بين الهمزة وغيرها فالأولى أن لا يثبت الألف وصلا في موضع ومذهب الكوفيين أن الألف بعد النون من نفس الكلمة وسقوطه في الوصل في الأغلب مع فتح النون أو سكونه ومعاقبتها السكت له وقفا دللان على زيادته وكونه لبيان الحركة وقفا ونحن للمتكل مع غيره مثل ما في المرفوع المتصل في صلاحيته المثنى والمجموع والعبة كالعبة وتحريكه الساكنين وضمه إما لكونه ضميرا مرفوعا وإما للدلالة على المجموع الذي حقه الواو وأما أنت إلى أنتن فالضمير عند البصريين أنا وأصلها أنا وكأن أنا عنده ضمير صالح لجميع المخاطبين والمتكلم فابتدأوا بالمتكلم وكان القياس أن يبينوه بالتاء المضمومة نحو أنت إلا أن المتكلم لما كان أصلا جعلوه جعلوا ترك العلامة له علامة وبين المخاطبون بتاء حرفية بعد أن كالاسمية في اللفظ وفي التصرف ومذهب الفراء أن أنت بكمال اسم والتاء من نفس الكلمة وقال بعضهم إن الضمير المرفوع هو التاء المتصرفة فكانت مرفوعة متصلة فلما أراد انتصالها دعموها بأن لتستقل لفظا كما هو مذهب بعض الكوفيين وابن كيسان في إياك وأخواته وهو أن الكوف المتصرفة كانت متصلة فأرادوا استقلالها لفظا لتصير منفصلة فضعلوا إيا عمادا لها فالضمائر هي التي تلو إيا وإيا عماد لها وما أرى هذا القول بعيدا من الصواب في الموضعين وقالوا في الغالب بل في الغائب هو وهما وهم وهي وهما وهما فالواو واليا في هو وهي عند البصريين من أصل الكلمة وعند الكوفيين للإشباع والضمير هو الهاء وحدها بدلول التثنية والجمع فإنك تحذفهما فيهما والأول هو الوجه لأن حرف الإشباع لا يتحرك وأيضا حرف الإشباع لا يثبت إلا ضرورة وإنما حركت الواو والواو لتصير الكلمة بالفتحة مستقلة حتى يصح كونها ضميرا منفصلا إذ لو للحركة لكانتا كأنهما للإشباع على ما ظن الكوفيون ألا ترى أنك إذا أردت عدم استقبالهما سكنت الواو والياء نحو إنه وبه وكان قياس المثنى والجمع على مذهب البصريون هو ما وهي ما وهو وهين فخفظه بحذف الواو والياء والكلام في زيادة المين وحذف الواو في جمع الملكر وزيادة المونين في جمع المؤنث على ما ذكرنا في المتصل سواء وهذه الضمائر المرفوعة منفصلة يشترك فيه الماضي والمضارع والأمر والصفات وليست كالمرفوعة المتصلة فإنه لا شركة بين الماضي والمضارع فيها إلا في الألف والواو والنون كما ذكرنا تقول ما ضرب إلا هو وما يضرب إلا أنا وأضارب هما وتسكنها هو وهي بعد الواو والفا ولا من ابتداء جائز كما يجيء في التصريف وقد يسكن بعد كاف الجر أيضا شاذا وقد تحذف الواو والواو اضطرارا كقوله فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل أخو الملاط نجيب وقوله دار لسعداء ذه من هواكا ويسكن ذماء قيس وأسد ويشدده أهمدان قال وإن لساني شهدت مشتفى بها وهو على من صده الله علقهم ثم لما فرغوا من وضع المرفوع وشرعوا في وضع المنصوب لأن نصب علامة الفضلات بلا واسطة والذر علامتها بواسطة فابتدأوا بمتصل المنصوب لتقدمهم على منفصله وشركوا بينه وبين المجرور كما يجيء بعيده فوضعوا لمتكلمه ماياء إما ساكنة أو مفتوحة كما ذكرنا في داب الإضافة وناء المتكلم مع غيره كما كان في متصل المرفوع والكاف المخاطب مثل التاء في التصرف نحو ك كما ك كما كنا وبعض العرب ينشق بكاف المذكر إذا اتصلت بهاء الضمير ألفا وبكاف المؤنث ياء حكى سيبوي أعطيت كاه وأعطيت كيه تشبيها للكاف بالها نحو أعطيت هاه وأعطيته قال أبو علي وقد تلحق الوا تاء المؤنث مع الها قال رميتيه فأقصدتي وما أخطأت الرمية وربما كسرت الكاه في التثنية والجمعين بعد ياء ساكنة أو كسرة تشبيها لها بالها نحو بكما وبكم وبكنا وعليكما وعليكم وعليكنا والكلام في الحلف وعليكم وإسكان المين كما مضى في نحو ضربتم ولما أرادوا وضع المنصوب المتصل الغائد مع هذا القسم اختسروا مفرديه مع المرفوع المنفصل الغائب فحذفوا حركة الوا ولياء من هو وهي وقلبوا يا أهي ألفا فصارها لأن دمير المذكر إذا ولي الكسر تقلب واوه لأن نحو به لما نذكره فخافوا انتباس المؤنث بالمذكر وحركتها المذكر ضمه إلا أن يكون قبلها ياء أو كسره فإن كان قبلها أحدهم فأهل الحجاز يبقون ضمتها ويقولون به ولديه وغيرهم يكسرونها وإلته أن الهاء حرف خفيف فهو إذا حادث غير حصين فكأن الواوى الساكنة وليت الكسرة أولياء وليت الكسرة أولياء فقلبت ياء وكسرت الهاء لأجل الهاء بعدها وإن كان الساكن غير الوا فضموا الهاء متفق عليه إلا ما حكى أبو علي أن ناسا من بكر ابن وائل يكسرونها في الواحد والمثنى والجمعين نحو منه ومنهما ومنه ومنهما إتباعا للكسر وهذا هو الكلام في حركتها وأما الكلام في إشباع حركتها وتركه فنقول ننظر في هاء المذكر فإن وليت المتحرك أشبعت حركتها نحو به وبه وله وضربه وولامه فيتولد من الضم واو ومن الكسرياء وضمع قول وكلاب يجوزون حذف الوصل أي الواو والياء بعد المتحرك اختيارا مع إبقاء ضمة الهاء وكسرتها نحو به وغلامه ويجوزون تسكين الهاء أيضا كقوله فبت لدى البيت العتيق أريغه ومطواي مشتاقان له أريطان وغيرهم يجوزونها أي اختلاس الحركة وحذفها لبرورة الشعر لاختيارا وإن وليتها الضمير ساكنا حرفا نور كان الساكن كعليه أو غيره كمنه فالمختار اختلاس الحركة أي ترك الوصل لأن الهاء حرف خفي كما قلنا فكأنه انتقى ساكنا وابن كثير يصل مطلقا نحو عليه ومنه ونحوهما فعلى هذا تبيع فيهاء المذكر الذي بعد الكسر أولياء باعتبار ضمها وكسرها واختلاسها ووصلها أربع روات والكسر أكثر وأشهر الأولى كسر الهاء من غير وصل بياء وهي بعد الياء أكثر منه بعد الكسر لأن في الأول شبه التقاء الساكنين والثانية كسرها مع وصل هابياء نحو به وعليه وهو بعد الكسر أشهر منه بعد الياء لما ذكرنا الثالثة ضم الهاء بلا واو نحو عليه وبه الرابعة ضم الهاء مع الواو نحو عليه وبه ويجيء فيما إذا كانت بعد الكسرة لغة خامسة وهي إشمام كسر الهاء شيئا من الضمة بلا وصل وإن حدف قبل هاء المذكر حرف رين جزم نحو يربه ونصله أو وقفا نحو فألقه وغزه جاز إشباع حركة الهاء اعتبارا بالمتحرك قبلها في اللف وجاز اختلاسها اعتبارا بالساكن المحذوف قبلها حذثا عارضا وجاز إسكان الهاء جراءا من الوصل مجرى الوقف وقد قرئ بها كلها في الكتاب العزيز وأما الهاء في المثنى والجمعين فإن كان قبلها فتحة أو ضم فهي مضمومة لا غير نحو لهما وغلامهم وإن كان ألف أو واو أو ساكن صحيح فكذلك إلا ما حكى أبو علي من نحو منهما منهم وادربهما وادربهم على ما مضى للإتباع وعد الحاجز غير حصين لسكونه وإن كان قبلها كسرة أو ياء فمن قال في الواحد به وعليه وهم أثر الحجاز قال في المثنى والجمعين أيضا بضم الهاء نحو إن غلاميهما وغلاميهم وغلاميهما وبغلامها وبغلامهم وبغلامهما وحمزة يخص بالضم في جمع المذكر ثلاثة كلمات عليهم وإليهم ولديهم بل عليهم وإليهم ولديهم قيل ذلك لكون ياء فيها بدلا من ألف فأعطي ليها حكم أصلها وقد جاء علىه وإله ولداه على الأصل وكان يجب على هذا التعليل أن يقرأ في الواحد والمثنى وجمع المؤنث عليه عليهم ولم يقرأ ولعل ذلك لاتباع الأثر وغير أهل الحجاز يكسرون الهاء في المثنى والجمعين مطلقا كما في الواحد وهو الأشهر هذا كله لحركة الهاء وأما من الجمع التي بعد الهاء المكسورة فلا يخلو من أن تقف عليها أو لا فإن وقفت عليها فلا بد من تسكين الميم بعد حذف صلتها وكذلك جميع الضمائر تحذف صلاتها في الوقف نخو ضربه وبه وبكن إلا الألف في ضربتها وبها وإن لم تقف عليها فلا يخلو من أن يكون بعدها متحرك أو ساكن فإن كان بعدها ساكن فكسر الميم لإتباعي كسر الهاء والالتقاء الساكنين أقيس نحو من دونهم المرأتين وعليهم الذلة على قراءة أبي عمر وداق القراء على ضمن الميم إبرا إلى الأصل وإن كان بعدها متحرك فالإسكان أشهر نحو عليهم غير المغضوب عليهم وبعضهم يشبع ضمن الميم نحو عليهم غير المغضوب عليهم كطراءة ابن كثير وإشباع الكسر في مثله أقيس للإتباع فصار للميم بعد الهاء المكسورة خمسة أحوال حالتان قبل الساكن الكسر والضم كلاهما مع اختلاس أي ترك الوصل وثلاث قبل المتحرك السكون وإشباع الضم وإشباع الكسر وكذا إن كان الميم بعد الهاء المضمومة في نحو بهم وعليهم في لغة أهل الحجاز وفي نحو ولامهم ولهم وقفاهم على ما هو مقفق عليه وفي نحو منهم على الأشهر وكذا في أنتم وضربتم وولامكم فلها أيضا خمسة أحوال حالتان قبل الساكن الضم وهو الأقيس والأشهر لإتباع والنبل إلى الأصل والكسر نظرا إلى الساكنين وهو في غاية القلة ومنعه أبو علي وثلاثا قبل المتحرك الأولى الإسكان وهو الأشهر الثانية ضمنها ووصلها بيوا الثالثة وهي مختصة من ميم قبل هائها كسرة أو ياء كسر الميم ووصله بياء نحو عليهم ودهم فكسر الميم لمجانسة الباع أو الكسر قبل الهاء وقلبوا وعوياء لأجل كسر الميم ومنعها أيضا أبو علي ثم لما فرغوا من وضع المنصور المتصل أخذوا أخذوا في وضع المنصور المنفصل فجاءوا بيئيا متلوا بصيط دمير المنصور المتصل واختلف النحات فيه فقال سيبويه والخلول والأخفش والمازني وأبو علي إن الاسم المضمر هو إيا إلا أن سيبويه قال ما يتصل به بعده حرف يدل على أحوال المرجوع إليه من التكلم والخطار والغوبة لما كان إيا مشتركا كما هو مذهب البصريين في التاء التي بعد أن في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا وقد مضى وقال الخريب والأخفش والمازني ما يتصل به أسماء أضيف إيا إليها لقولهم فإياه وإيا الشواب وهو ضعيف لأن الضمائر لا تضاف وقال الزدد والسيافي إيا اسم ظاهر مضاف إلى المضمرات كان إياك بمعنى نفسك وقال قوم من الكوفيين إياك وإياه وإياي أسماء بكمالها وهو ضعيف إذ ليس في الأسماء الظاهرة ولا المدمرة ما يختلف آخره كافا وهاء ويا وقال وقال بعض الكوفيين وابن كيسان من البصريون إن الضمائر هي اللاحقة بإيا وإيا دعامة لها لتصير بسببها منفصلة وليس هذا القول ببعيد من الصواب كما قدمنا في أنت وقد تفتح همزة إيا وقد تبدل الهمزة مفتوحة أو مكسورة ها ثم حملوا دمير المجرور على المنصوب لأن المجرور مفعول لكن بواسطة وحمله على نفض المنصوب المتصل لوجود كون المجرور المتصل على ما مضى فدمير المجرور مثل دمير المنصوب المتصل سواء قوله والمرفوع المتصل خاصة يستثر في الماضي للغائد والغائبة وفي المضارع للمتكل مطلقة والمخاطب والغائد وفي الصفة مطلقة اعلم أنه لا يستر من المدمرات إلا المرفوع لأن المنصوب والمجرور فضله لأنهما مفعولان والمرفوع فاعل وهو كجزء الفعل فجوزوا في باب الضمائر المتصلة التي وضعوها لاختصار استثار الفاعل لأن الفاعل وخاصة من الضمير المتصل كجزء الفعل فاكتفوا بلفظ الفعل عنه كما يحلق في آخر الكلمة المشتهرة شيء ويكون فيما أبطي ذلول على ما أمغي كما مضى في الترخيم وإلة استثاره فيما يستثير فيه قد مضت ولا يظهر أصلا الضمير المتصل في غائب الماضي وغائبته وفي المضارع في أفعل ونفعل ويفعل وتفعل مخاطبا وغائبة وأفعل وفي جميع الصفات وأسماء الأفعال والظروف وفي خمسة منها لا يظهر الفاعل لا ظاهرا ولا مغمرا وهي أفعل ونفعل وتفعل مخاطبا وفعل أمرا واسم فعل الأمر مطلقا أي في الواحد والمثنى والمجموع وما يظهر في نحو أسكن أنت وزوجك الجنة تأكيد للمستر لا فاعل بدريب أنك لا تقول لا أفعل إلا أنا ولا تفعل إلا أنت وفي فعل وفعلت ويفعل وتفعل للغائبة يظهر الفاعل المظهر والضمير المنفصل نحو ضرب زيد وما ضربت إلا هي وتضرب هند وما يضرب إلا هي وكذا في الصفة المفردة نحو أقائم الزيدان وما قائم هما وكذا في الظرف عند أبي علي إذا اعتمد نحو في الدار زيد وما في الدار هو وكذا في اسم الفان إذا كان خبرا يظهر الفاعل الظاهر نحو هيهات زيد والمذمر نحو هيهات هما ارتهي الشريط الأول من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية وللكتاب البقية على الشريط الثاني الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو شريط الثاني من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي عنوان لا فصل مع إمكان الوصل قوله ولا يسور المنفصل إلا لتعذر المتصل وذلك بالتقديم على عامله وبالفصل لغرض أو بالحذف أو بكون العامل معنويا أو حرفا والضمير مرفوع أو بكونه مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له نحو إياك وربت وما ضربك إلا أنا وإياك والشر وأنا وزيد وما أنت قائما وهند زيد ضاربته هي اعلم أن أصل الضمائر المتصل المستثر لأنه أخصر ثم المتصل البارز عند خوف اللبس باستثار لكونه أخصر من المنفصل ثم المنفصل عند تعذر الاتصال فلا يقال ضرب أنا لأن ضربت مثله مثله معنا وأخصر منه لفظا أقول الضمير المرفوع والضمير المنصوب يصلحان كما مر لأن يكون متصلين منفصلين دون الضمير المجرور فلنذكر مواقعهما فنقول إن الأصل في الضمير المرفوع والمنصوب أن يتصل بالفعل لأن المتصل كما مر كالجزء الأخير من الكلمة التي يليها وكون الشيء كجزء كلمة إنما يتم إذا كانت مقتضية لها بالأصالة ومن حيث الطبع والذات والفعل مقتض للمرفوع كذلك ومن ثمة لا يخلو فعل منه فصح أن يجعل الضمير المرفوع كالجزء الأخير منه وأما سائر ما يرفع فهو إن ابتداء عند البصريين ولا يصح اتصال المرفوع به لأن المتصل كالجزء من الكلمة المتقدمة والابتداء معنا وليس بكلمة وإن مبتداء وخبر كما اخترناه في أول الكتاب والمبتداء اسم وليس الاسم في اقتضاء المرفوع كالفعل إذ ليس كل اسم رفعا والخبر إن اسم وإن جملة وليس المرفوع أيضا من لوازم أحدهما وأما ما الحجازية فليست أيضا كالفعل في طلب المرفوع إذ هو حرف نفي ودخوله على الفعل أولى ومن ثم تكان النصب في نحو ما زيدا ضربته أولى من الرفع وأيضا عملها للرفع بالمشابهة لا بالأصالة وأما إن وأخواتها فالاسم المرفوع بها لا يجوز اتصاله بها نحو إن زيدا أنت لما عرفت فلم يكن الضمير المرفوع بهذه الأشياء إذن إلا منفصلا وأما اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو المصدر أو اسم الفعل أو الظرف أو الجار والمجرور فهي أيضا لا ترفع بالذات بل بالحمل على الفعل ويتصب المرفوع من هذه الأشياء بغير المصدر لكن بشرط الستار كما يجي وكذا تقول الفعل هو المختضي للمنصوب بالأصالة وسائر ما ينصب الضمائر وهو إن وأخواتها وما الحجازية نحو ما زيد إياك واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم الفعل إنما تنصب بمشابهة الفعل والحمل عليه وكان حق المنصوب أيضا أن لا يتصل إلا بالفعل أو الأسماء المشبهة له كالمرفوع لطلب الفعل له بالذات والبواقي بالحمل عليه لكنه لكنه لما جاز في الأصل أي الفعل أن يتصل به مع استغنائه عنه لكونه فضله جاز اتصاله بغير الفعل أيضا إذا شابهه كما يجي فإذا تقرر هذا قلنا الضمير المرفوع والمنصوب إما أن يعمل فيهم الفعل أو غيره وفي الأول يجب اتصاله بآمره إلا في ثلاثة مواضع الأول إذا تقدم على عامله ولا يكون إلا منصوبا نحو إياك نعبد الثاني إذا كان العامل محذوفا نحو قولك إن إياه ضربته وإن أنت ضربت ونحو إياه لمن قال من أضرب وقد مر في باب التحذير أن إياك والأسد من باب تقدم المفعول على ناصبه وإنما لزم الانفصال في الموضعين لأن الضمير المتصل ما يكون كالجزء الأخير من عامله فإذا لم يكن قبله عامل بل كان مؤخرا أو محذوفا فكيف يكون كالجزء الأخير من عامله الثالث الثالث إذا فصل عن عامله لغرض لا يتم إلا بالفصل وذلك في مواضع منها أن يكون تابعا إما تأكيدا نحو أسكن أنت وزوجك ولقيتك إياك أو بدلا كقولك بعد ذكر لفظ أخيك لقيت زيدا إياه أو عطف نسق نحو جاءني زيد وأنت ولا يقع الضمير وصفا كما تقدم ومنها أن يقع بعد إلا نحو ما ضربت إلا إياك وما ضرب إلا أنا وأما قوله وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار فشاذ لا يقاس عليه وكذا إذا وقع بعد معنا إلا كقوله كأن يوم قر إنما نقتل إيانا ومنها أن يلي إما نحو جاءني إما أنت أو زيد ورأيت إما إياك أو عمرا والغرض منها إفادة الشك من أول الأمر ومنها أن يكون ثاني مفعول علمت أو أعطيت ويورث اتصال الضمير التباسه بالمفعول الأول كما إذا أخبرت عن المفعول الثاني في علمت زيد إياك وأعطيت زيدا عمرا قلت الذي علمت زيدا إياه أبوك والذي أعطيت زيدا إياه عمر ولا يجوز أن تقول الذي علمته زيدا ولا الذي أعطيته زيدا لأنه يلتبس بمفعول الثاني بل يلتبس المفعول الثاني بالأول فأما إن لم يلتوز فالاتصال في باب أعطيت أو لا والانفصال في باب علمت كما إذا أخبرت عن المفعول الثاني في أعطيت زيدا درهم فقولك الذي أعطيته زيدا درهم أو لا من قولك الذي أعطيت زيدا إياه درهم لأنك تقول على المتصل بلا مانع من فساد اللفظ والمعنى ومن جوز المنفصل فتوطئة لإزالة اللبس في المفعولين الذين يحصل فيهم اللبس بالاتصال نحو أعطيت زيدا عمرا وإذا أخبرت عن الثاني في أعلمت زيدا قائما فقولك الذي علمت زيدا إياه قائم أو لا من قولك الذي علمته زيدا قائم وذلك للتوطئة المذكورة أو لرعاية أصل المفعول الثاني إذ العامل فيه في الأصل ما يجب انفصاله عنه كما في كنت إياه على ما يجي وإن كان الضمير من غير الفعل فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا فالمرفوع لا يكون إلا منفصلا إذا كان مبتدأ أو خبرا أو خبر إن وآخواتها أو اسم ما لما مر وأما إذا ارتفع باسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبهة أو اسم الفعل أو الظرف أو الجار والمجرور فإن فصل عن عامله لغرض لا يتم إلا بالفصل كما ذكرنا في الفعل وجب انفصاله نحو زيد قائم أخوه وأنت وضارب إما هو أو أخوك وهيهات زيد وأنت ومررت برجل في الدار أخوه وأنت ومثله الضمير البارز بعد الصفة إذا جرت على غير ما هي له فإنه تأكيد للضمير المستكن فيها لا فاعلها كما في أسكن أنت وزوجك وذلك لأنك تقول مضطردا نحو الزيدون ضاربوه نحن والزيدان الهندان ضارباهما هما وقد عرفت ضعف نحو جاءني رجل قاعدون غلمانه وقال الزمخشري في أحاجيه بل نقول ضاربهم نحن وضارباهما فإن ثبت ذلك فهو فاعل كما قيل وكذا يجب انفصال الضمير المرفوع بالصفة والظرف إذا كان مع المرفوعين جملتين وذلك إذا اعتمد على همزة الاستفهام أو حرف النفي نحو ما قائم أنتما وأقدامك هما وأفدار أنتما عند أبي علي وذلك لأنه يعرض لهما إذن كونهما مع مرفوعهما جملتين فاعتني بالمرفوع لكونه أحد جزئي الجملة فأظهر إذن إلى اللفظ فرقا بينه كائنا أحد جزئي الجملة وبينه إذا لم يكن كذلك بخلاف اسم الفعل فإن الضمير المرفوع به أحد جزئي الجملة أبدا فلم يحتج إلى الفرق فاضطرد استكنان الضمير فيه على ما هو حق ما شابه الفعل كما يجي فإن لم يفصل الضمير عن عامله ولم يرتفع بالصفة والظرف المعتمدين على ما مر وجب اتصال المرفوع بها لكون اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم الفعل والظرف وأخيه سادة مسد الأفعال من غير حاجة إلى ضميمه كما احتاج المصدر في تقديره بالفعل إلى أن لكن لا يكون هذا المتصل بهذه الأشياء إلا مستكنا لكونها أضعف من الفعل في اقتضاء المرفوع بإذ هي فروع عليه في ذلك فلم يجعل المرفوع بها كجزء من أجزائها في الظاهر كما جعل في الأصل الذي هو الفعل كذلك وأما المدمر المرفوع بالمصدر فلا يكون إلا منفصلا وإن وليه بلا فصل لأنه لا يقدر بالفعل إلا مع ضميمه أن تقول أعجبني ضرب أنت زيدا إذا لم تضف والإضافة أكثر لأن الكلام بها أخف وأعجبني الضرب أنت زيدا هذا كله الضمير المرفوع مع غير الفعل وأما الضمير المنصوب فكان حقه أيضا أن لا يتصل إلا بالفعل كالمرفوع لطلب الفعل له الذات والبواقي بالحمل عليه لكنه لما جاز في الأصل أي الفعل أن يتصل به مع استغنائه عنه لكومه فضلة جاز اتصاله بغير الفعل أيضا إذا شابهه فإذا كان مع غير الفعل فإن كان العامل مما وجب انفصاله عن المنصوب وضعا كما الحجازية نحو ما زيد إياك أو فصل بينهما لغرض لا يتم إلا بالفصل وجب انفصاله كما ذكرنا في ضمير الفعل نحو ما أنا ضارب إلا إياك وأنا ضارب إما إياك وإما زيدا وأنا ضاربك إياك وإن لم يكن كذلك فلا يخلو من أن يكون الناصب حرفا أو اسم فعل أو مصدرا أو صفة فالحرف يجب اتصال الضمير به نحو إنك قائم وإنك في الدار وليتك قاعد ولا تقول إن في الدار إياك وذلك لأن الحروف غير مستقل فالاتصال به واجب مع الإمكان وكذا يجب الاتصال باسم الفعل كقوله تراكها من إبل تراكها وتقول رويده وحيه له وحكى يونس عليكني وإنما وجب الاتصال في القسمين لما ذكرنا من أن المنفصل لا يجيء إلا عند تعذل المتصل وجاز أيضا الانفصال فيما اتصل به الكاف من أسماء الأفعال نحو رويدكه وارويدك إياه وعليكه وعليك إياه تشبيها بنحو أعطاك إياه كما يجيء وإن لم يكن الكاف ذلك الكاف وأما المصدر فإن كان منونا لم يتصل المنصوب مع التنوين للتضاد بين التنوين الدال على تمام الكلمة والضمير المتصل الدال على عدم تمامها مع ضعف مشابهة المصدر للفعل فيجب أن تقول أعجبني ضرب إياك إن لم تضف والإضافة أكثر ولا ينتنع على ما هو مذهب الأخفش في نحو ضاربك وضارباك وضاربوك أن يكون حذف التنوين في ضربك أيضا للمعاقبة لا للإضافة فيكون الضمير منصوبا كما مر في باب الإضافة وإن كان المصدر ذالان فالأشهر انفصال الضمير بعده نحو أعجبني الضرب إياك لمعاقبة الألف واللام للتنوين في تمام الكلمة به وجوز الأخفش الضرب والضمير منصوب وأما اسم الفاعل اسمها الفاعل والمفعول ففي اتصال الضمير المنصوب بهما منونين كان أولى خلاف كما مضى في باب الإضافة واتصاله بهما أولى من اتصاله بالمصدر لكون مشابهتهما للفعل أكثر من مشابهة المصدر له تقول ضاربك وضارب إياك والضارب والضارب إياك والمعطي إياك والمعطاك ومعطن إياك ومعطاك وأما الظرف والجر والمجرور فلكونهما قائمين مقام الفعل اللازم لا يجيء بعدهما ضمير منصوب بهما والنعود إلى شرح ما يحتاج إلى شرح من كلام المصنف قوله أو بالفصل لغرب احتراز عن نحو ضرب زيد إياك فإنه لا يجوز ذلك مع وجود الفصل وذلك لا غرب فيه إذ قولك ضربك زيد بمعناه فإن قلت أليس ذكر الفاعل قبل المفعول مفيدا إن ذكر المفعول ليس بأهم ولو ذكرت المفعول قبل الفاعل أفاد أن ذكر المفعول أهم قلت تقديم المفعول على الفاعل لا يفيد ذلك بل قد يكون ذلك لاتساع الكلام بل قيل إن تقديم المفعول على الفعل يفيد كونه على الفاعل أهم والأولى أن يقال إنه يفيد القصر كقوله تعالى بل الله فاعبد أي لا تعبد إلا الله وكذا تقول في المفعول المطلق ضربته زيدا أي ضربت زيدا ضربا ولا تقول ضربت زيدا إياه وأما نحو قوله ضمنت إياه الأرض فضرورة قوله أو بكونه مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له قد ذكرنا أنه ليس بالمسند إليه الصفة بل هو تأكيد للمسند إليه ثم نقول إننا أبرز هذا الضمير تأكيدا إذا جرت الصفة على غير ما هي له ونعني بالصفة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونعني بالجري أن تكون نعتا نحو مرت هند برجل ضاربته هي أو حالا نحو جئتماني وجاءني زيد ضاربيه أنتما وصلة نحو الضاربه أنت زيدا وخبرا نحو زيد هند ضاربها هو فنقول إذا اختلف ما جرى عليه متحمل الضمير المؤكد وما هو له في الإفراد أو فرعيه أعني التثنية والجمع في التذكير أو فرعه أي التأنيث فلا لبس سواء كان المتحمل للضمير صفة أو فعلا نحو زيد هند ضاربها هو أو يضربها هو فلو فلو لم يأتي فلو لم يأتي بالضمير في ضاربها أيضا لعلم أن الضارب لزيد أو لهند وإن اتفق في الإفراد أو فرعيه وفي التذكير أو فرعه فإن اتفق في الغيبة أيضا فاللبس حاصل فعلا كان المتحمل أو صفة ولا يرتفع ذاك اللبس بالإتيان بالمنفصل نحو زيد عمر ضاربه هو أو ضربه هو والزيدان العمران ضاربهما هما أو يضربان هما وكذا في المؤنث والجمعين وإن اختلف في الغيبة والخطاب والتكلم فاللبس منتف في جميع الأفعال نحو أنا زيد ضابته أو أضربه والزيدان نحن ضربان أو يضرباننا وهند أنا ضربتني أو تضربني إلا في غائبة المضارع مع المخاطب وفي غائبتيه مع المخاطبين نحو أنت هند تضربها وهند أنت تضربك وأنتما الهندان تضربانهما والهندان أنتما تضربانكما فإن اللبس حاصل هاهنا ويرتفع بإبراز الضمير وأما الصفة فاللبس حاصل في جميعها مع الاختلاف المذكور ويرتفع بالتأكيد بالضمير نحو أنا زيد ضاربه أنا ونحن الزيدان ضاربهما نحن والزيدون نحن ضاربونا هم وكقول المؤنث أنا هند ضاربتها أنا فلما رفع الإتيان بالمنفصل اللبس في هذه الصورة ترد الإتيان به عند الوصريين في صورة الصفة الثلاث أعني إذا كان لبس ويرتفع بالضمير وإذا كان لم يرتفع وإذا لم يكن وأما الكوفيون فأجازوا ترك التأكيد بالمنفصل في الصفة إن أمن اللبس نحو هند ضاربته قال وإن أمرأ أسرى إليك ودونه من الأرض مومات وبيداء سملق لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق وكذا إذا لم يرتفع اللبس بالضمير ولا بعد في مذهبهم وأما الفعل فقد اتفقوا كلهم على أنه لا يجب تأكيد ضميره ألبس أو لم يلبس لأن التأكيد فيه لا يرفع اللبس إلا في أربعة مواضع فقط كما مر وهي أنت هند تضربها وأنتما الهندان تضربانهما وهند أنت تضربك والهندان أنتما تضربانكما بخلاف الصفة فإن رفع اللبس بالتأكيد حاصل فيها في كل موضع اختلف فيه من جرت عليه ومن هي له غيبة وخطاب وتكلم فإن قلت ضمير المفعول مع هذا الاختلاف رافع لللبس ففي نحو قولك أنا زيد ضاربه بالهاء يعرف أن ضارب مسند إلى أنا إذ لو كان مسندا إلى زيد لقلت أنا زيد ضاربي فلما لم يكتفوا به في رفع اللبس بهذا الضمير قلت لما كان هذا الضمير لم يؤت به لمجرد رفع اللبس وكان مما يجوز حذفه خيف الالتباس على تقدير حذفه فأتي بضمير لا يجوز حذفه لمجرد رفع اللبس قوله وإذا اجتمع ضميراني وليس أحدهما مرفوعا فإن كان أحدهما أعرفا وقدمته فلك الخيار في الثاني نحو أعطيتكه وضربيك وإلا فهو منفصل مثل أعطيته إياك وإياه إذا ولي ضميران عاملا فإن كان الثاني تابعا فلابد من اتصال الأول وانفصال الثاني نحو أسكن أنت ورأيتك إياك لأن التابع ليس من مطلوبات الفعل حتى يتصل به ويكون كأحد أجزائه وإن لم يكن فإن كان أحدهما مرفوعا متصلا فالواجب تقدمه على المنصوب لما تقرر من كون المتصل المرفوع متوغلا في الاتصال وكائنا كجزء الفعل حتى سكن له لعم الكلمة وكل ضمير ولي ذلك المرفوع فلابد من كونه متصلا سواء كان أعرف من ذلك المرفوع نحو ضربتني أو لا نحو ضربتك وقد عرفت أن الأعرف هو المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب وإنما وجب اتصال الثاني لكونه كالمتصل بنفس العامل لأن المرفوع المتصل كالجزء من رافعه على ما مر وإن ولي العامل المذكور منصوب متصل بلا مرفوع قبله نحو أعطاك زيد أو جاء المنصوب المتصل بعد ضمير مرفوع نحو أعطيتك فالضمير الذي يلي ذلك المنصوب إما أن يكون أنقص مرتبة منه في التعريف أو أعرف أو مساوية فالأول يجب اتصاله عند سيبويه وغير سيبويه جوز الاتصال والانفصال نحو أعطاكه زيد وأعطاك إياه زيد وأعطيتكه وأعطيتك إياه وكذا خلتكه وخلتك إياه وجه اتصاله أن المتصل الأول أشرف منه بسبب كونه أعرف فلا غضابة على الثاني بتعلقه بما هو أشرف منه وصيرورته من جملته ووجه انفصاله أن المتصل الأول فضله ليس اتصاله كاتصال المرفوع والانفصال في باب خلت أو لا منه في باب أعطيت لأن المفعول الأول في باب أعطيت فاعل من حيث المعنى كما مضى في باب ما لم يسمى فاعله فكأن الثاني اتصل بضمير الفاعل وفي مفعول يخلت بعد رائحة الممتبأ والخبر الذين حقهما الانفصال وجب اتصال أولهما لقربه من الفعل فالأولى في الثاني الانفصال رعاية للأصل والثاني أعني الأعرف يجب انفصاله عند سيبويه وحكى سيبويه عن النحات تجويز الاتصال أيضا نحو أعطاهوك وأعطاهاني قال إنما هو شيء قاسوه ولم يتكلم به العرب فوضع الحروف غير موضعها والسجاد المبرد مذهب النحا وإنما لم يجئ في الثاني لاتصالها هنا سماعا لأن الثاني أشرف من الأول بكونه أعرف فيأنف من كونه متعلقا بما هو أدنى منه والذي جوز ذلك قياسا لا سماعا نظر إلى مجرد كون الأول متصلا وأما الثالث أعني المساوية للمتصل المنصوب فنقول إن كان غائبين نحو أعطاها وأعطاهوها قال سيبويه جاز الاتصال وهو عربي لكنه ليس بالكثير في كلامهم بل الأكثر الانفصال وإن لم يكون غائبين فالمبرد يجوز اتصال الثاني ويستحسنه قياسا على الغائبين ومنعه سيبويه وألزم النحات القائلين بجواز أعطاهوك وأعطاهاني تجويز من احتميني أي من احتمي نفسي وهذا دليل على أنهم لا يقولون به وإنما كان الانفصالها هنا أيضا المشهور لأنه يأنف الثاني من أن يتعلق بما هو مثله ويصير من تتمته وذيوله وإنما جاز ذلك في الغائبين لعود كل واحد منهما إلى غير ما عاد إليه الآخر بخلاف المخاطبين والمتكلمين إذ يستقبح اجتماع المثلين لفظا ومعنى وإنما لن يجئ في التابع نحو ضربتهوه كما جاء أعطاهوه لأن طلب الفعل المتعدي للمفعول ضروري من حيث المعنى بخلاف طلبه للتأكيد فلما كان جذبه للمفعول أشد كان اتصاله أليق من اتصال التأكيد هذا كله في الضميرين بعد الفعل وأما إذا كان بعد الاسم والأول منهما مرفوع متصل ولا يكون إلا مستفرا كما مر نحو زيد ضاربك فقد ذكرنا قبل جواز اتصال الثاني وانفصاله أيضا نحو زيد ضارب إياك وإن كان الأول مجرورا فإن كان الثاني منصوبا فكما إذا كان بعد الفعل وكلاهما منصوب أي ينظر إلى الثاني هل هو أنقص تعريفا أو أزيد أو مساوين وتقول في الأنقص ضربكما وضربك إياها قال فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع وكل اسم الفاعل نحو معطيكها ومعطيك إياها فهو مثل أعطيتكه وأعطيتك إياه إلا أن الانفصال فيما ولي الضمير المجرور أولى من الانفصال فيما ولي الضمير المنصوب لأن الفعل أقعد في اتصال الضمير به من المصدر واسم الفاعل لأنه يطلب الفاعل والمفعول لذاته وهما لمشابهته وكذا يشد الاتصال في الثاني فيهما إذا كان أزيد أو مساويا نحو ضربهوك وضربهوه قال وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة لضغماهماه يقرع العظم نابها وإن كان بعد الضمير المجرور مرفوع فلا بد من كونه منفصل سواء كان أعرف من المجرور أو أنقص أو مساويا إذ البارز المرفوع المتصل لا يتصل إلا بالفعل كما ذكرنا نحو ضربك هو وضربك أنا وضربه هو ولا يكون الأول منهما منصوبا إلا عند هشام والأخفش كما مر في باب الإضافة في نحو ضاربك فحكم الضمير الذي يليه عندهما حكم الضمير الذي يلي المجرور كما مر قوله وليس أحدهما مرفوعا لأنه إن كان مرفوعا وجب تقديمه واتصال الثاني كما تقدم سواء كان الأول أعرف أو لا انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل الكراءة في موضوع اتصال الضمير وانفصاله قوله فإن كان أحدهما أعرف إنما كان ذلك لأنه إن لم يكن أحدهما أعرف ولم يكن أحدهما مرفوعا وجب انفصال الثاني نحو أعطاك إياك وضربي إياي قوله وقدمته أي قدمت الأعرف لأنه إذا كان أحدهما أعرف وأخرته وليس أحدهما مرفوعا وجب أيضا انفصال الثاني نحو أعطاه إياك فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة أحدها أن لا يكون أحدهما مرفوعا والثاني أن يكون أحدهما أعرف والثالث أن يكون الأعرف مقدما كان لك الخيار في الثاني وعلل جميع ذلك مفهومة مما قدمنا قوله وإلا فهو منفصل أي إن لم يكن أحدهما أعرف كأعطاك إياك أو إن كان أعرف لكن ليس بمقدم كأعطاك إياي وأعطاه إياك فالثاني منفصل كما رأيت قوله والمختار في خبر كان الانفصال والأكثر لولا أنت إلى آخرها وعسيت إلى آخرها وجاء لولاك وعساك إلى آخرهما إنما كان المختار في خبر كان وأخواتها الانفصال لأن اسمها في الحقيقة ليس فاعلا حتى يكون كالجزء من عامله بل الفاعل في الحقيقة مضمون الجملة لأن الكائن في قوله كان زيد قائما قيام زيد كما يجيء في الأفعال الناقصة قال عمر بن أبي ربيعة لإن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير وقال ليت هذا الليل شهر لا نرى فيه عريبا ليس إياي وإياك ولا نخشى رقيبا وقد جاء على ما حكى سبويه ليسني وكأنني قال عددت قومي كعبيد الطيسي إذ ذهب القوم الكرام ليسي وقيل لبعض العرب إن فلانا يريدك فقال عليه رجلا ليسني وقال أبو الأسود فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخرها غذته أمه بلبانها وجه الاتصال كون الاسم كالفاعل والخبر كالمفعول فكنته كبربته قوله والأكثر لولا أنت إلى آخرها يعني أن الأولى أن يجيء بعد لولا غير التحضيضية ضمير مرفوع منفصل لأنه إما مبتدأ أو فاعل فعل محذوف أو مرتفع بلولا على ما مر في باب المبتدأ فيجب على الأوجه الثلاثة الانفصال وقد يجيء بعدها الضمير المشترك بين النصب والجر إلا عند المبرد فإنه منعه وقال هو خطأ والصحيح وروده وإن كان قليلا كقوله لولاك هذا العام لم أحججي وقوله وكم موطن لولا يطحتك ما هوى بأجرامه من قلة نيق منهوي والضمير عند سبويه مجرور ولولا عنده حرف جر هاهنا خاصة قال ولا يبعد أن يكون لبعض الكلمات مع بعضها حال فيكون لولا الداخلة على الضمير المذكور حرف جر مع أنها مع غيره غير عاملة بل هي حرف يبتدأ بعدها نحو لولا زيد ولولا أنت ومثل ذلك بلد فإنها تجر ما بعدها بالإضافة إلا إذا وليتها غدوة فإنها تنصبها كما يجي وفي قوله نظر وذلك أن الجار إذا لم يكن زائدا كما في بحسبك فلا بد له من متعلق ولا متعلق في نحو لولاك لم أفعل ظاهرا ولا يصح تقديره وقال أبو سعيد السرافي الجار والمجرور أي لولاك في موضع الرفع بالابتداء كما في بحسبك درهم وفيه نظر لأن ذلك إنما يكون بتقدير زيادة الجار وإذا لن يكن زائدا فلا بد له من متعلق فيكون مفعولا لذلك المتعلق لا مبتدأ وعند الأخفش والفراء أن الضمير بعدها ضمير مجرور ناب عن المرفوع كما ناب المرفوع عن المجرور في نحو ما أنا كأنت وإن رجح مذهب سيبويه بأن التغيير عنده تغيير واحد وهو تغيير لولا وجعلها حرف جر بخلاف مذهب الأخفش فإنه يلزمه تغيير 12 ضميرا يرجح مذهب الأخفش بأن تغيير الضمائر بقيام بعضها مقام بعض ثابت في غير هذا الباب بخلاف تغيير لولا بجعلها حرف جر وارتكاب خلاف الأصل وإن كثر إذا كان مستعملا أهون من ارتكاب خلاف الأصل غير المستعمل وإن قل وكذلك الأولى أن يجيء بعد عسى ضمير مرفوع متصل نحو عسيت وعسين إلى عسين لأنه فعل وما بعده فاعله وقد جاء بعد عسى الضمير المنصوب المتصل نحو عساكا وفيه ثلاثة مذاهب قال سيبويه عسى نحمول على لعل لتقاربهما معنا لأن معناهما الطمع والإشفاق تقول عساكا أن تفعل كذا تحمله على لعل في اسمه فتنصبه به وتبقي خبره مقترنا بأن كما كان مقتباه في الأصل أعني في نحو عسى زيد أن يخرج فيكون الخبر من وجه محمولا على خبر لعل وهو كونه في محل الرفع ومن وجه مبقا على أصله وهو اقترانه بأن لأن خبر لعل في الأصل خبر المبتدأ ولا يقال أنت أن تفعل واقتران المضارع بأن في نحو عساكا أن تفعل لا يناسب خبر لعل وقد يقال عساكا تفعل من غير أن واستعماله أكثر من استعمال عسى زيد يخرج وذلك لحملهم عسى على لعل في اسمه فأجروا خبره أيضا في طرح أن مجرى خبره لكن لا يخرج بالكلية عن أصله فلا يقال عساكا خارج كما يقال لعلك خارج وربما يجيء خبر لعل مضارعا بأن حملا لها على عسا في الخبر وحده كما حمل عسا في عساكا أن تفعل على لعل في اسمه وحده قال لعلك يوما أن تلئم ملمة وقال بعضهم الخبر محذوف أي لعلك تهلك أن تلئم ملمة أي لأن تلئم وهذا الاستعمال في لعل كثير في الشعر قليل في النثر فعلى مذهب سيبويه عسى مغير عن أصله والضمائر جارية على القياس تبعا لتغير عسى كما قال في لولاك وحمل عسى على لعل في نصب الاسم ورفع الخبر مخصوص بكون اسمه ضميرا كما كان جر لولا عنده مختصا بالضمير فلا يقال عسى زيدا أن يخرج اتفاقا منهم وسبل على كون الضمير منصوبا بلحق نون الوقاية في عساني قال ولي نفس أقول لها إذا ما تنازعني لعلي أو عساني لأن هذه النون لم تلحق الياء بعد الفعل إلا إذا كانت منصوبة وقال الأخفش عسى باقية على أصلها والضمائر المنصوبة بعدها قائمة المقام المرفوع اسما لعسى وقولك أن تفعل منصوب المحل خبرا لها كما كان في عسيت أن تفعل وعسيت تفعل ونقل عن المبرد وجهان في نحو يا أبتا علك أو عساك أحدهما أن الضمير البارز منصوب بعسى والاسم المدمر فيها مرفوع فيكون كقولهم عسى الغوير أب أسى وهو ضعيف من وجوه أحدها أن مجيء خبر عسى اسما صريحا شاذ والثاني أن ذلك لا يستمر إذا جاء بعد الضمير المنصوب الفعل المضارع مع أن أو مجردا نحو عساك أن تفعل أو تفعل إلا أن تجعل أن تفعل بدلا من الكاف بدل الاجتمال أي عسى الأمر إياك فعلك ويكون تفعل في عساك تفعل حالا من الكاف ويضمر اسم عسى على حسب مدلول الكلام كما تقول في قولك عساك تظفر بالمراد عسى الواصل إياك ظافرا أو يكون المضارع بتقدير أن كما في قولهم تسمع بالمعيدي فيكون تفعل بدلا من الكاف كما في عساك أن تفعل وكل هذا تكلف وأيضا ليس لذلك المضمر مفسر ظاهر وثاني الوجهين المنقولين عنه أن الضمير المنصوب خبر قدم إلى جانب الفعل فاتصل به كما في ضربك زيت واسم إما محذوف كما في قوله يا أبتا علك أو عساك على حسب دلالة الكلام عليه كما حذر في قولهم جاءني زيد ليس إلا أي ليس الجاء إلا زيدا وإما مذكور كما في قولك عساك أن تفعل وكذا في عساك تفعل بتقدير أن أقول إن أراد بحذف الفاعل إضماره كما هو الظاهر في ليس فهو الوجه الأول والظاهر أنه قصد الحذف الصريح فيكون ذهب مذهب الكسائي في جواز حذف الفاعل كما مر في باب التنازع ويكون موضع الفاعل المحذوف بعد الضمير المنصوب ويكون عساك أن تفعل عنده بمنزلة قاربك الفعل كما كان عسيت أن تخرج عند النحات بمنزلة قاربت قاربت الخروج ولا يكون الاسم والخبر مبتدأ وخبرا لأن أحدهما جثة والآخر حدث إلا أن يقدر في أحدهما مضاف أي عسى حاله أن تفعل أو عساك صاحب أن تفعل كما يجيء في أفعال المقاربة عنوان نون الوقاية الغرض منها ومواضع دخولها قوله ونون الوقاية مع الياء لازمة في الماضي ومع المضارع عريا عن نون الإعراب وأنت مع النون ولد وإن وأخواتها مخير ويختار في ليتا ومن وعن وقد وقط وأكسها لعل إعلم أن نون الوقاية إنما تدخل الفعل لتقيه من الكسر لأنما قبل ياء المتكلم يجب كسره كما مر في باب الإضافة ولما منعوا الفعل الجر كانت الكسرة هي أصل علامات الجر والفتح والياء فرعاه كما تبين في أول الكتاب كره أن يوجد فيه ما يكون في بعض الأحوال علامة الجر مبالغة في تبعيده من الجر ودخورها في نحو أعطاني ويعطيني إما طردا للباب أو لكون الكسر مقدرا على الألف ولياء لولا النون كما في عصايا وقاضي ودخورها مع نون الإعراب نحو يضربونني ونون التأكيد نحو أضربني ومع ضمير المرفوع المتصل نحو ضربتني ويضربنني إنما جاز لكون نوني الإعراب والتأكيد والضمائر المذكورة كجزء الفعل ولم يحفظ الفعل من الكسر الذي للساكنين في نحو قل ادعو الله واضرب لأن الكسرة العارضة للياء ألزم من العارضة للساكنين في نحو قل ادعو إذ الياء لكونها ضميرا متصلا كجزء الكلمة وثانية الكلمتين في نحو قل ادعو مستقلة فنقول تلزم هذه النون جميع أمثلة الماضي وتلزم من المضارع ما ليس فيه نون الإعراب والذي فيه نون الإعراب من المضارع الأمثلة الخمسة يفعلاني وتفعلاني ويفعلون وتفعلون وتفعلين فيلزم النون غير هذه الأمثلة سواء كان فيه نون الضمير الأولى نحو يضرب نني أو نون التوكيد الخفيفة والثقيلة أو لا وقوله هل تبلغني دارها شبنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي الأولى فيه خفيفة والثانية نون الوقاية وإنما جاز قيام نون الإعراب مقام نون الوقاية دون نون الضمير ونون التأكيد وإن كان اجتماع المثلين في الكل حاصلا لأن نون الإعراب لا معنى له كنون الوقاية إذ إعراب الفعل ليس لمعنى كما هو مذهب البصريين على ما يأتي في قسم الأفعال فكلاهما لأمر اللفظي بخلاف نون الضمير ونون التوكيد هذا على مذهب من قال المحذوف نون الوقاية كالجزولي لأن الثقل جاء منها لا من نون الإعراب أما على قول سيبويه وهو أن المحذوف نون الإعراب لأنها المعرضة للحذف بالجزم والنصب ولا معنى لها فالعلة في عدم حذف نون الضمير ونون التأكيد ظاهرة لأنها ليست معرضة للحذف ولها معنى وقد جاء حذف نون الوقاية مع نون الضمير لبرورة قال تراه كالثغامي يعل مسكا يسوء الغاليات إذا فليني ولا يجوز أن يكون المحذوف نون الضمير إذ الفاعل لا يحدث وقد يدغم نون الإعراب في نون الوقاية فعلى هذا يجوز مع نون الإعراب ثلاثة أوجه حذف إحداهما وإدغام نون الإعراب في نون الوقاية وإثباتها بلا إدغام وقلئ قوله تعالى أتحاجونني على الثلاثة قوله ولد حذف نون الوقاية من لد لا يجوز عند سيبويه والزجاج إلا للضرورة وعند غيرهما الثبوت راجح وليس المحذوف للضرورة لثبوته في السبع وعلى كل حال كان حق لد أن يذكره المصنف إما ما عليت ومن وعن لكنه تبع الجزولي تبع الجزولي فإنه قال في لد أنت مخير والقراءة حملتها على ما قال وإلحاق نون الوقاية في لد وإن لم يكن فعلا للمحافظة على سكون النون اللازم وإنما لم يأتوا بها في علي وإلي ولدي وإن كان آخرها أيضا ساكنا سكونا لازما لأمنهم من انكسار ذلك الساكن لكونه حرف علة وذلك أنما قبل ياء متكلم إذا كان ألفا أو واوا أو ياء تحركت الياء بالفتح ويبقى ما قبلها على سكونه كما تبين في باب الإضافة فلذلك لم يجلبون الوقاية في نحو فتايا ورحايا وعصاي وقاضي في قاضي ومسلمي في مسلمين وعشري ومسلمي في عشرون ومسلمون أو عشرين ومسلمين فإن قلت فكان يجب أن لا تجلب أيضا في نحو يدعوني وضربوني وضربوني ورماني وضرباني وضرباني وضربيني وأن يقولوا يدعي وضربي وضربي ورمايا وضربايا وضرباي قلت ذلك إجراء لباب الفعل مجرا واحدا وحملا للفرع على الأصل لأن الأصل الفعل هو الصحيح اللام الخالي من الضمائر المرفوعة المتصلة ولو لم تجلب له نون الوقاية لدخله الكسر فحمل عليه ما لن يكن ليدخله الكسر مع عدم النون أيضا وهو المعتل اللام والمتصل به الضمائر المذكورة قوله وإن وأخواتها يعني بأخواتها أنا وكأن ولكن وأما ليت ولعل فسيجيء حكمهما بعد وإنما جاز إلحاق من الوقاية بإن وأخواتها لمشابهتها الفعل على ما يجيء في الحروف وأما جواز حذفها فلأن الإلحاق للمشابهة لا بالأصالة والاجتماع الأمثال في إن وكأن ولكن إن ألحقت مع كثرة استعمالها قوله ويختار في ليت المشهور في ليت أن حذف نون الوقاية لا يجوز فيه إلا لضروة الشعر لا في الساعة كذا قال سيبويه وغيره قال كمنيت جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد نصف مالي قوله من وعن وقد وقط كذا قال الجزولي إن الإثبات فيها هو الأشهر وعند سيبويه الحذف في هذه الكلم ضرورة لا تجوز إلا في الشعر قال أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني وقال قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحد وإنما ألحق النون في هذه الكلم لما قلنا في لدن أي المحافظة على السكون اللازم وإنما حوفظ على السكون اللازم ولم يحافظ على الفتح والضم اللازمين قال سيبويه يقال في لد لدي ولو أضفت الكاف الجارة إلى الياء لقوت ما أنت كي لأن الاسم والحرف المبنيين على السكون يشابهان الفعل نحو خذ وزن ويبعدان من الأسماء المتمكنة بلزومهم السكون الذي لا يدخلها فأجري مجر الفعل في إلحاق النون قوله وعكسها لعل أي حذفها معه أولى لاجتماع اللامات فيه وهي مشابهة للنون قريبة منهما في المخرج وليس بين الأولى والأخيرتين إلا حرف واحد أعني العين ولأن من لغاتها لعن وكذا الحذف في بجل أولى من الإثبات وإن كان ساكن الآخر مثل قد وقب لكراهة لا من ساكنه قبل النون وتعسر النطق بها ولفظ ليس كليت أي أن الإثبات معها أولى كما قال عليه رجلا ليسني وجاء ليسي قال إذ ذهب القوم الكرام ليسي حملا على غيري وجاء عسايا حملا على لعلي والأكثر عساني ويجوز إلحاقها في أسماء الأفعال لأدائها معنى الفعل ويجوز تركها أيضا لأنها ليست أفعالا في الأصل حكى يونس عليكني وحكى الفراء مكانكني وقوله وليس حاملني وليس حاملني إلا ابن حمالي شاذ سواء جعلت النون للوقاية أو تنوينا كما ذكرنا في باب الإضافة وقد ذكر الكوفيون في فعي التعجب إسقاط النون نحو ما أقربي منك وما أحسني وما أجملي قال السرافي لست أدري عن العرب حكوا هذه أمقاسوه على مذهبهم في أفعل زيدا لأنه اسم عندهم في الأصل عنوان ضمير الفصل مواضعه وإعرابه قوله واتوسط بين المبتدأ والخبر قبل العوامل وبعدها صيغة مرفوع من فصل مطابق للمبتدأ يسمى فصلا ليفصل بين كون لنعة وخبرا وشرطه أن يكون الخبر معرفة أو أفعل من كذا نحو كان زيد هو أفضل من عمر ولا نوضع له عند الخليل وبعض العرب يجعله مبتدأ ما بعده خبره قوله قبل العوامل نحو قبل العوامل نحو زيد هو المنطلق قوله وبعدها أي بعد دخول عوامل المبتدأ والخبر وهو باب ظن نحو ظننته هو الكريم وباب إن نحو إنه هو الغفور الرحيم وما الحجازية نحو ما زيد هو القائم وباب كان نحو كنت أنت الرقيب قوله صيغة مرفوع لم يقل ضمير مرفوع لأنه اخترر فيه كما يجي هل هو ضمير أو لا ولا يمكن باختلاف في أنه صيغة ضمير مرفوع قوله مطابق للمبتدأ أي في الإفراد وفرعيه والتذكير وفرعه والغيبة والتكلم والخطاب نحو إني أنا الله وإنه هو الغفور وإنك أنت العزيز ربما وقع بلفظ الغيبة بعد حاضر لقيامه مقام مضاف غائب كقوله وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصاب يراني لو أصبت هو المصاب أن يرى مصابي هو المصاب قوله يسمى فصلا هذا في اصطلاح البصريين قال المتأخرون إننا سمي فصلا لأنه فصل به بين كون ما بعده نعتا وكونه خبرا لأنك إذا قلت زيد القائم جاز أن يتوهم السامع كون القائم صفه فينتظر الخبر فجئت بالفصل ليعين كونه خبرا لا صفه وقال الخليل وسيبويه سمي فصلا لفصله الاسم الذي قبله وعما بعده بدلالته على أنه ليس من تمامه بل هو خبره ومآل المعنيين إلى شيء واحد إلا أن تقديرهما أحسن من تقديرهم والكوفيون يسمونه عماد لكونه حافظا لنا بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط فالغرض من الفصل في الأصل فصل الخبر عن النعت فكان القياس أن لا يجيع إلا بعد مبتدأ بلا ناسخ أو منصوب بفعل قلب بشرط كونه معرفة غير ضمير وكون خبره ذا لا متعريف صالحا لوصف المبتدأ به وذلك لأنه إذا دخل على المبتدأ ناسخ يتميز به الخبر عن النعت بسبب تخالف إعرابيهما نحو كان أو إنا أو ما الحجازية لم يحتج إلى الفصل وإذا كان المبتدأ نكرة لم يؤتد الفصل لأنه يفيد التأكيد ولا تؤكد النكرة إلا بما سبق استثناء في باب التأكيد وإنما قلنا إن الفصل يفيد التأكيد لأن معنى زيد هو القائم زيد نفسه القائم لكنه ليس تأكيد لأنه يجيء بعد الظاهر والضمير لا يؤكد به الظاهر فلا يقال مررت بزيد هو نفسه وأيضا يدخل عليه اللام نحو إنك لأنت الحليم ولا يقال إن زيد لنفسه قائما وقد يجمع بين النفس والتأكيد بالضمير لاختلاف لخضيهما فيقال ضربته هو نفسه وضربته إياه فيكون مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون ولا يقال ولا يقال عند سيبويه ضربته هو هو ولا ضربته هو إياه ووافق سيبويه في منع المتفقين ولن يجوز سيبويه بناء على ذلك غننته هو إياه القائم وإن جعلت أولهما فصلا والثاني تأكيدا لأن الفصل كالتأكيد من حيث المعنى كما مر قال فإن فصلت بين الفصل والتأكيد نحو أظنه هو لقائم إياه جاز لعدم الاجتماع وإنما قلنا كان حق المبتدأ الذي يليه الفصل ألا يكون ضميرا لأنه إن كان ضميرا أمي من التباس الخبر بالصفة لأن الضمير لا يوصف وقلنا كان حق الخبر الذي بعد الفصل أن يكون معرفا باللام لأنه إذا كان كذا أفاد الحصر المفيد للتأكيد فناسب ذلك تأكيد المبتدأ بالفصل فالمبتدأ المخبر عنه بذل اللام إن كان معرفا بلام الجنس فهو مقصور على الخبر كقوله عليه السلام الكرم التقوى والحسب المال والدين النصيحة أي لا كرم إلا التقوى ولا حسب إلا المال ولا دين إلا النصيحة لأن المعنى كل الكرم التقوى وإن لم يكن في المبتدأ لام الجنس فالخبر المعرف باللام مقصور على المبتدأ سواء كان اللام في الخبر للجنس نحو أنت العزيز الحكيم أي لا عزيز إلا أنت فهو للمبالغة كقولك أنت الرجل كل الرجل أو للعهد نحو رأيت الكريم وأنت الكريم أي أنت ذلك الكريم لا غيرك وسواء كان اللام موصولا نحو أنت القائم أو زائدا داخلا في الموصول نحو أنت الذي قال كذا ثم إنه اتسع في الفصل فأدخل حيث لا لبس بدونه أيضا وذلك عند تخالف المبتدأ والخبر في الإعراب نحو كان زيد هو القائم وما زيد هو القائم وإن زيد هو القائم وعند كون المبتدأ ضميرا نحو أني أنا الغفور الرحيم وعند كون الخبر ذالام لا يصلح لوصفية المبتدأ كقولك الدين هو النصيحة وعند كون الخبر أفعل التفضيل لمشابهته ذاللام ووجه المشابهة له كون مخصصه حرفا يقتضيها أفعل التفضيل معنا أعني من فهي ملتبسة به ومتحدة معه كما أن مخصر اللام حرف متحية معه أي اللام ومن ثمة جازا وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذا ولكون من التفضيلية كاللام معنا لا يجتمعان فلا تقول الأفضل من زيد كما يجيء في بابه وجوز أهل المدينة مجيء الفصل بعد النكرة في نحو ما أظن أحدا هو خير منك قال الخليل والله إنه لعظيم في المعرفة تصيرهم إياه لغوى يعني إذا كان مستبعدا في المعرفة مع أنه قياسه كما مر فما ظنك بالنكرة انتهى الشريط الثاني من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية وللكتاب بقية على الشريط الثالث الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثالث من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت عنوان ضمير الفصل مواضعه وإعرابه وأجاز الرجولي وقوعه بين أفعالي تفطيل نحو خير من زيد هو أفضل من عمر ولست أعرف به شاهدا قاطعا وجوز بعضهم وقوعه قبل مثلك وغيرك نحو رأيت زيدا هو مثلك وهو غير وكذا جوز نحو رأيت مثلك هو مثل زيد لكون نحو مثلك وغيرك في صورة المعرفة وامتناع دخول اللام عليها وكذا جوز بعضهم وقوعه قبل المضاف إلى المعرفة كقوله تعالى إِنِّي أَنَا أَخُوكَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ به ونحو قوله ونحو قوله تعالى إِنِّي أَنَا أَخُوكَ لَيْسَ بِنَصٍ إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَنَا أَبْتَدَأْ مَا بَعْدَهُ خَبَرُهُ وَالْجُلَّةُ خَبَرُ إِنَّا بلى لو ثبت في كلام يصحه السيدلال به نحو ما أظن أحدا هو خيرا منك وكان خيرا من زيد هو أفضل من عمر ورأيت زيدا هو مثلك أو غير وكان مثلك هو مثل زيد وكنت أنا أخاك وظننتك أنت زيدا بنصبنا بعد صيغة الضمير المذكور في ذلك لحكمنا بكونها فصلا ولا يثبت ذلك بمجرد القياس وإلغاء الضمير ليس بأمر هين فينبغي أن يقتصر على موضع السماع ولم يثبت إلا بين معرفتين ثانيتهما ذات اللام أو بين معرفة ونكرة هي أفعل التفطيل كما ذكر سيبوي وأجاز المازلي وقوعه قبل المضارع لمشابهته للإسم وامتناع دخول اللام عليه مشابه بالاسم المعرفة قال تعالى ومكر أولئك هو يبور قال ولا يجوز زيد هو قال لأن الماضي لا يشابه الأسماء حتى يقال فيه كأنه اسم امتنع دخول اللام عليه وهذا الذي قاله دعوا أيضا بلا حجه وقوله تعالى ومكر أولئك هو يبور ليس بنص في كونه فصلا لجواز كونه مبتدأ ما بعده خبره وقوله لا يجوز زيد هو قال ليس بشيء كقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وروي عن محمد بن مروان وهو أحد قراء المدينة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم بالنصب وكذا روي عن سعيد بن جبير قال أبو عمر بن العلاء احتبى ابن مروان في لحمه يعني بإيقاع الفصل بين الحال وصاحبها وقد أجاز الفصل بين الخبرين إذا كان للمبتدأ خبران معرفان باللام نحو هذا الخل هو الحامض حتى لا يلتبس الخبر الثاني بنعة الأول وأن لا أعرف به شاهد قطعية ولا يتقدم الفصل مع الخبر المتقدم نحو هو القائم زيد لأمنه من التباس الخبر بالصفة إذ الصفة لا تتقدم على الموصوف وجوزه الكسائي كما جاز نحو قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم مع الأمن من اللبس هذا وإنما جيء بصيغة ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ ليكون في صورة مبتدأ ثاني ما بعده خبره والجلة خبر المبتدأ الأول فيتميز بهذا السبب ذلان عن النعت لأن الضمير لا يوصف وليس بمبتدأ حقيقة إذ لو كان كذلك لن ينتصد ما بعده في نحو ظننت زيدا هو القائم وكنت أنت القائم ثم لما كان الغرض المهم من الإتيان بالفصل ما ذكرنا أي دفع التباس الخبر الذي بعده بالوصف وهذا هو معنى الحرف أعني إفادة المعنى في غيره صار حرفا وانخلع عنه لباس الاسمية فلزم صيغة معينة أي صيغة الضمير المرفوع وإن تغير ما بعده عن الرفع إلى النصب كما ذكرنا لأن الحرف عدومة التصرف لكنه بقي فيه تصرف واحد كان في حالة الاسمية أعني كونه مفردا ومثنى ومجموعا ومذكرا ومؤنثا ومتكلما ومخاطبا وغائبا لعدم عراقته في الحرفية وبثله كاف الخطاب في هذا التصرف لما تجرد من الاسمية ودخله معنى الحرفية أي إفادته في غيره وتلك الفائدة كون اسم الإشارة الذي قبله مخاطبا به واحد أو مثنى أو مجموع مذكر أو مؤنث فإنه صار حرفا مع بقاء التصرف المذكور فيه فإن قلت قل مع أسماء كثيرة مفيدة للمعنى في غيرها كالأسماء الاستفهانية والشرق مع بقائها على الاسمية فهل لا كان الفصل وكاف الخطاب كذلك قلت بينهما فرق وذلك أن أسماء الاستفهان والشرق دالة على معنى في أنفسها ودالة على معنى في غيرها والفصل وكاف الخطاب الحرفية لا يدلان إلا على معنى في غيرهما وقد تقدم في حد الاسم أن الحد الصحيح للحرف أي يقال هو الذي لا يدل إلا على معنى غيره ولا يقال هو ما دل على معنى في غيره اعلم أنه إنما يتعين فصلية الصيرة المذكورة إذا كان بعد اسم ظاهر وكان ما بعدها منصوبا نحو كان زيد هو المنطلق أو إذا دخلها لامر اتداء وانتصب ما بعدها وإن كانت أيضا بعد مضمر نحو إن كنت لأنت الكريم وذلك لأنها إذا كانت بعد مضمر بلا لا مبتداء جاز كونه تأكيدا لذلك الضمير نحو إنه هو الغفور فإنه قد يؤكد المتصل بالمنفصل المرفوع كما مر في داب الابتداء وأن إذا كانت بعد ظاهر وانتصب ما بعدها فإنها لا تكون تأكيدا لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر ولا تكون مبتدأه لانتصاب ما بعدها وكذا إذا دخلها لامر ابتداء مع انتصاب ما بعدها فإنه لا يدخل لامر ابتداء على التأكيد ولا يكون مبتدأا مع نصب ما بعدها وقوله إنك لأنت الحليم يحتمل أن يكون مبتدأا وفصلا ولا يجوز كونه التأكيدا لأجل اللام كما ذكرنا قوله ولا موضع له عند الخليم الأظهر عند البصريين أنه اسم ملغى لا نحل له بمنزلة ما إذا ألغيت في نحو إنما ولهذا قال الخليل والله إنه لعظيم لأن إلغاء الاسم ليس بسهل كإلغاء الحرف وقال بعض البصريين إنه حرف استنكارا لخلو الاسم عن الإعراب لفظا ومحلا ولما ذكرنا قبل من طرآن معنى الحرفية عليه والكوفيون يجعلون له محلا من الإعراب ويقولون هو تأكيد لما قبله فإن ضمير المرفوع قد يؤكد به المنصوب والمجرور كما مر في باب التأكيد نحو ضربتك أنت ومرت بك أنت ويرد عليهم أن المضمرة لا يؤكد به المظهر فلا يقال جاءني زيد هو على أن الضمير لزيد ونحن نقول إن زيدا هو القائم ويرد عليهم أيضا أن اللام الداخرة في خبر إن لا تدخل في تأكيد الاسم فلا يقال إن زيدا لنفسه كريم وبعض النحات يقول حكمه في الإعراب حكم ما بعده لأنه يقع مع ما بعده كالشيء الواحد وإذا يدخل عليه لام الابتداء في نحو إنك لأنت الحليم وهو أضعف من قول الكوفية لأن لم نرس من يتبع ما بعده في الإعراب فكان كذلك قوله وبعض العرب يجعله مبتدأ ما بعده خبره فلا ينصب ما بعده في باب كان وباب علمت وما الحجازية وعليه ما نطل في غير السبعة ولكن كانوا هم الظالمون وإن تعني أنا أقل بالرفع وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان وهودانه أو نصرانه فيه ثلاثة أوجه أحدها أن فيه يكون ضمير الشأن والثاني أن فيه ضمير المولود وقوله أبواه هم اللذان جملة خبر كان في الوجهين والثالث أن يكون أبواه اسم كان وقوله هم اللذان جملة خبر كان ورؤيهما اللذان فأبواه اسم كان والذان خبره وهما فصل عنوان ضمير الشأن والقصة قوله ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير الشأن يفسر بالجملة بعده ويكون منفصلا ومتصلا مستثرا وبارزا على حسب العوامل نحو هو زيد قائم وكان زيد قائم وإنه زيد قائم وحذفه منصوبا ضعيف إلا مع إنا إذا خففت فإنه لازم قوله ضمير الغائب إن ما لزم كونه غائبا دون الفصل فإنه يكون غائبا وحاضرا كما تقدم لأن المراد بالفصل هو المبتدأ فيتبعه في الغيبة والحضور والمراد بهذا الضمير الشأن والقصة فيلزمه الإفراد والغيبة كالمعود عليه إنا مذكرا وهو الأغلب أو مؤنثا كما يجي وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى المسؤول عنه بسؤال مقدر تقول مثلا هو الأمير مقبل كأنه سمع بوضاء وجلبه فاسترهم الأمر فيسأل ما الشأن والقصة فقلت هو الأمير مقبل أي الشأن هذا فلما كان المعود عليه الذي تضمنه السؤال غير ظاهر قبل اكتفي في التفسير بخبر هذا الضمير الذي يتعقبه بلا فصل لأنه معين للمسؤول عنه قم بينا له فبان لك بهذا أن الجملة بعد الضمير لم يؤتدها لمجرد التفسير بل هي كسائر أخبار المبتداءات لكن سميت تفسيرا لما بيّنته والقصد بهذا الإبهام ثم التفسير تعظيم الأمر وتفخيم الشأن فعلى هذا لا بد أن يكون مضمون جملة المفسرة شيئا عظيما يعتنى به فلا يقال مثلا هو الذباب يطير وقد يخبر عن ضمير الأمر المستفهم عنه تقديرا بالنفرد تقول هو الذهر حتى لا يبقى على صرفه باقية قال أبو الطيب هو البين حتى ما تأمر حزائقه كأنه قيل أي شيء وقع من المصائب فقال هو البين وقوله حتى ما تأمر مبني على ما يفهم من استعظام أمر المستفاد من إبهام الضمير أي ارتقى أمر البين في الصعوبة حتى لا يتأمى جماعات الإبل أيضا وأجاز الفراو أن يفسر ضمير الشأن أن يفسره مفرد مؤور بالجملة نحو كان قائما زيد وكان قائما الزيدان أو الزيدون على أن قائما في جميعها خبر عن ذلك الضمير وما بعده مرتفع به وكذا أجاز نحو ظننته قائما زيد أو الزيدان أو الزيدون وكذا ليس بقائم الأخواك وما هو بذاهب الزيدان والبصريون يمنعون جميع ذلك ولا يجوزون إلا نحو ليس بقائمين أخواك وما هو بذاهبين الزيدان على أن يكون أخواك اسم ليس وبقائمين خبره مقدما أو يكون اسم ليس ضمير الشأن والجملة الابتدائية المقدمة الخبر خبرها ولكر السيرفي إذ جوز ما أجازه الفراء من نحو ما هو بذاهب الزيدان وجه ذلك أن الصفة مع فاعلها في نحو ما ضارب الزيدان جملة لأنها مبتدأ مستغن عن الخبر فيكون ضمير الشأن مفسرا بجملة وفيما ذكر نظر على نذهب البصريين لأن الصفة عندهم إنما تكون مع فاعلها جملة إذا اعتميت على نفسنا لا على المبتدأ بعدها فخبر ما في نحو ما زيد بدارب أخوه مفت وبعض البصريين يمنع من نحو ليس بذاهبين أخواك وما هو بذاهب زيد على أن في ليس ضمير الشأن على أن في ليس ضمير الشأن قال لأن الشأن تفسيره جملة ولا يكون مباء في خبرها ما وليس إلا إذا كان مفردا وأما قوله تعالى وما هو لم زحزحه من العذاب أن يعمر فيجوز أن يكون هو ضمير التعمير الذي ضمنه قوله قبل لو عمر وأن يعمر بدل من هو أو يكون هو راجعا إلى أحدهما وأي عمر فاعل دل مزحزحه نحو ما زيد بنافعه فضله والبصريون يجبون التصريح بجزء الجملة المفسرة لضمير الشأن لأنها مفسرة فالأولى استغناء جزئيها عن مفسر وأجاز الكوفيون عدم التصريح بأحد جزئيها نحو إنه ضربت وإنه قامت وليس لهم به شاهد وهذا الضمير يسميه الكوفيون ضمير المجهول لأن ذلك الشأن مجهول لكونه مقدرا إلى أن يفسر ولا يعود إليه ضميرا من الجملة التي هي خبره لما مر في باب المبتدأ ولا يبدل منه ولا يقدم الخبر عليه لأن لا يزول الإبهام المقصول منه ولا يؤكد لأنه أشد إبهاما من المنكر ولا تؤكد المنكرات ويختار تأنيث الضمير لرجوعه إلى المؤنث أي القصة إذا كان في الجملة المفسرة مؤنث لقصد المطابقة لا لأن مفسره ذلك المؤنث كقوله تعالى فإنها لا تعم الأبصار وقوله على أنها تعفو الكلوم وإنما يؤكل بالأدنى وإن جل ما يمضي والشرط أن لا يكون المؤنث في الجملة فضلة فلا يختار أنها بنية غرفة وأن لا يكون كالفضلة أيضا فلا يختار أنها كانت القرآن معجزة لأن المؤنث منصوب نصب الفضلات وذلك لأن الضمير مقصود مهم فلا يراعى مطابقته للفضلات وتأنيثه وإن لم يتضمن الجملة المفسرة مؤنثا قياس لأن ذلك باعتبار القصة لكنه لم يسمع وإذا لم يدخله نواسخ المرتبأ فلا بد أن يكون مفسره جملة اسمية وإذا دخلته جاز كونها فعلية أيضا كما في قوله تعالى فإنها لا تعم الأبصار وتقول ما هو قائم زيد قوله ويكون منفصلا وذلك إذا كان ممتبأا أو اسمنا ويكون متصلا منصوبا بارزا في بابي إنا وغنى ومتصلا مرفوعا مستترا في بابي كان وكادا قوله وحذفه منصوبا ضعيف ولا يجوز حذف هذا الضمير لعدم الدول عليه إذ الخبر مستقل ليس فيه ضمير رابط ولا يحذف الممتبأ ولا غيره إلا مع القرية الدالة عليه ومجوز حذفه منصوبا مع ضعفه صيرورته بالنصب في صورة الفضلات مع دلالة الكلام عليه نحو قوله إنما يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وضباءا وقوله إنما اللان في بني بنت حسان أبنه وأعصيه في الخطوب وذلك الضليل أن نواسخ الممتبأ لا تدخل على كلم المجازاة كما مر في باب الممتبأ قوله إلا مع إن إذا خففت فإنه لازم إذا خففت المفتوحة جاز إعمالها في الاسم الظاهر وإهمالها كالمكسورة على ما قال الجزولي قال المجعفر لكن ترك إعمالها في الظاهر أكثر وقال المصنف كما يجي في باب الحروف إعمالها في البارز شاذ كقوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني والأكثر مع الإلغاء ظاهرا لأنها تعمل في ضمير شأن مقدر بخلاف المكسورة الملغاة فإنها إذا ألغيت ظاهرا ألغيت مطلقا ولم تعمل تقديرا وإنما أعملت المفتوحة الملغاة ظاهرا في ضمير شأن مقدر ليحصل بينها وبين الجلة التي تليها ربط مقدر من حيث النفذ بسبب هذا الاسم لأنه يكون لها باسمه ارتباط ولسمها بالخبر ارتباط فيحصل بينها وبين الجملة التي هي خبر اسمه ارتباط وإنما طلب الارتباط اللفذي بينهما ارتباط بينهما معنوي تام وذلك أنها حرف موصول وهي مع جملتها في تقدير المفد أي المصدر إن هي حرف مصدري فكأن أن وحدها بعض حروف ذلك المفد بخلاف إن المكسورة فإنها مع جملتها ليست بتقدير المفد هذا هو المشهور من مذهب القوم أعني إعمال المفتوحة تقديرا في حال إلغائها لفظا وقد أجزسي بيه إلغاءها لفظا وتقديرا كالمكسورة فتكون كما المصدرية هي مع جملتها في تقدير المفرد مع أنه لا ربط بينهما لفظا ولا يبر ذلك وهذا المذهب ليس لبعيد وأعلم أن أعلم مدمرات اختصاصا ضمير المتكلم ثم المخاضب ثم الغائب ويغلب الأخص في الاجتماع نحو أنا وأنت أو هو قلنا وأنت وهو قلتما عنوان اسم الإشارة الفاظه المستعملة قوله اسم الإشارة ما وضع لمشاري إليه وهي خمسة ذا للمذكر وللمثناه ذاني وذيني وللمؤنث تا وتي وته وذه وذي وللمثناه تان وتين ولجمعهما أولئي مدا وقصرا ويلحقها حرف التنبيه ويتصل بها حرف الخطاب وهي خمسة في خمسة فيكون خمسة وعشرين وهي ذاك إلى ذاكنا إلى ذانكنا وكذلك البواقي ويقال ذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط وتلك وذانك وتانك مشدثين وأولاك مثل ذلك وأما ثم بل ثم وهما وهما فللمكان خاصة اعلم أن أسماء الإشارة بنيت عند الأكثرين مثلا منها معنى الحرف وهو الإشارة لأنها معنى من المعاني كالاستفحام فكان حقها أن يوضع لها حرف يدل عليها وذلك أن عادتهم جارية في الأغلب في كل معنى يدخل الكلام أو الكلمة أو يوضع له حرف يدل عليه كالاستفحام في أزيد ضارب والنفي في مع ضرب عمر والتمنى والترجي والابتداء والانتهاء والتنبيه والتشبيه وغيرها الموضوع لها حروف نفي وليت ولعل ومن وإلى وها وكاف الجر أو يوضع لها ما يجري مجرى الحرف في عدم الاستقلال كالإعراض الدال على المعاني المختلفة وكتغير الصيغة في الجمع والمصغر والمنسوب وفي الكلمات المشتقة من أصل كضرب ويضرب وبارب ومضرود من الضرب وكذا المعنى العارض في المضاث إنما هو بسواب حرف الذر المقدر بعده وقولنا غير المشتقة احتراز عن نحو ضرب وضارب ونحوها وفي أسماء الإشارة معنى ولم يوضع لهذا المعنى حرف فكان حقها أن تكون كأسماء الشرط والاستفهام على ما ذكرنا في حد الاسم حرف حرف الشرط والاستفهام قبلها وضمنت معناهما فتكون أسماء الإشارة كالمتضمنة لمعنى الحرف وقيل إنما بنيت لاحتياجها إلى القرينة الرافعة لإبهامها وهي إما الإشارة الحسية أو الوصف نحو هذا الرجل كاحتياج الحرف إلى غيره فإن قلت المضمرات وجميع المظهرات وخاصة ما فيه لام العهد داخلتم في هذا الحد لأن المضمر يشار به إلى المعود إليه والمظهرات إن كانت نكرة يشار بها إلى واحد من الجنس غير معين وإن كانت معرفة فإلى واحد معين فالجواب أن المراد بقول لمشار إليه ما أشير إليه إشارة حسية أي بالجوارح والأعضاء لا عقلية والأسماء المذكورة ليست كذلك فإنها لمشار إليه إشارة عقلية ذهنية فلم يحتج في الحد إلى أن يقول لمشار إليه إشارة حسية لأن مطلق الإشارة حقيقة في الحسية دون الذهنية فالأصل على هذا أن لا يشار بأسماء إلا إلى مشاهد محسوس قريب أو بعيد فإن أشير بها إلى محسوس غير مشاهد نحو تلك الجنة فلتصميره كالمشاهد وكذلك إن أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه ومشاهاته نحو ذلكم الله وذلكما مما علمني ربي قال المصنف ما معناه إنه ليس حده لأسماء الإشارة بقوله ما وضع لمشار إليه مما يلزم منه الدور كما لزم من قولهم العلم ما أوجد لمحله كونه عالما لأن المحدود هو ما يقال له في استلاح النحاة أسماء الإشارة وقوله لمشار إليه أراد به الإشارة اللغوية لا لاستلاحية ومفهوم الإشارة اللغوية غير محتاج إلى الاكتساب ولا يتوقف معرفته على معرفة المحدود أي أسماء الإشارة الإصطلاحية كتوقف معرفة العالم على معرفة المحدود الذي هو العلم حتى يلزم الدورها هنا كما لزم هناك قلت هذا السؤال غير وارد والإشارة في قوله أسماء الإشارة اللغوية إذ معناه الأسماء التي تكون بها الإشارة اللغوية كما أن قوله مشار إليه لغوي وإنما لم يرد السؤال لأن الإشارة جزء المحدود ولا يلزم من توقف المحدود على الحد وعلى كل جزء منه توقف جزء المحدود أيضا عليهما إذ ربما كان معرفة ذلك الجزء ضرورية أو مكتسبة بغير ذلك الحد قوله ذا للمذكر قال الأخفش هو من مضاعف اليا لأن سيبليه حكى فيه الإمالة وليس في كلامهم تركيب نحو نحيوت فلامه أيضا يا وأصله لي بلا تنين لبنائه محرك العين بدليل قلبها ألفا وإنما خذفت الله اعتباطا أولا كما في يد ودم ثم قلبت العين ألفا لأن المحذوف اعتباطا كالعدم ولو لم يكن كذا لم تقلب العين ألا ترى إلى نحو مرتون فإن طيل فعله ساكن العين وهي المحذوفة بسكونها والمقلوب هو اللام المتحركة قلت قول ذلك لكن الأولى حذف اللام لكيومها في موضع التغيير ومن ثم قل المحذوف العين اعتباطا كسه وكثر المحذوف اللام كذن ويد وغد ونخوها وقيل أصله غوي لأن باب طويت أكثر من باب حويت ثم إما أن نقول حذفت اللام فقدبت العين ألفا والإمالة تنمعه وإما أن نقول حذفت العين وحذفها قليل كما مر فلا جرم كان جعله من باب حويت أو لا وقال الكفهون الاسم الذال وحدها والألف زائدة لأن تثنيته ذاني بحذفها والذي حمل البصريين على جعله من الثلاثية لا من الثنائية غللة أحكام الأسماء المتمكنة عليه كوصفه والوصف به وتثنيته وجمعه وتحقوره ويدعث لذلك قول الكوفيين والجواب عن حذف الألف في التثنية أنه لاجتماع الألفين ولم يرد إلى أصله فرقا بين المتمكن وغيره نحو فتيان وغيره كما حذف اليا في البذان قال ابن يعيش لا بأس بأن نقول هو ثنائي كما وذلك أنك إذا سميت به قلت ذا فتزيد ألفا أخرى ثم تقلبها همزة كما تقول لا إذا سميت بلا وهذا حكم الأسناء التي لا ثالث لها وضعا إذا كان ثانيه حرفلين وسمي بها ولو كان أصله ثلاثة قلت ذا ردا له إلى أصله ومثناه ذاني بحذف الألف للساكنين كما ذكرنا قال الأكثرين إن المثنى مبني لقيام علة البناء فيه كما في المفرد والجمع وذاني صيغة مرتدلة غير ممنية على واحده لو بنيت عليه لقيام ذياني فذاني صيغة للرفع وذاني صيغة أخرى للنسب والجر انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان اسم الإشارة الفاضه المستعملة قال بعضهم بل هو معرض لاختلاف آخره باختلاف العوامل والدعاء أن كل واحدة منهما صيغة مستأنفة خلاف الظاهر فقال الزجاج لن يبن شيء من المثنى لأنهم قصدوا أن يجري أصناف المثنى على نهج واحد إذا كانت التثنية لا يختلف فيها مذكر ولا مؤنث ولا عاقل ولا غيره فوجب أن لا يختلف المثنيات إعرابا وبناء بخلاف الجمع فإنه أخالف بعضه بعضا والبحث في اللذاني واللذيني كما في ذاني وذيني وقد جاء ذاني وتاني واللذاني واللتاني في الأحوال الثلاث وعليهم حمل بعضهم قوله تعالى إن هاذاني وللمؤنث تاء وذي بقلب ذال ذا تاء حتى صار تاء أو قلب ألفه ياء حتى صار ذي وذلك لأن التاء والياء قد تكونان للتأنيث كباربة وتبردون فتاء من ذا كالتي من الذي وذي من ذا كهي من هو وتي بالجمع بين التاء والياء ولا تقول إن التاء والياء هاهنا علامة التأنيث بل تقول تخصيص إبدالها بالمؤنث دون المذكر لأنهما يكونان في بعض المواضع علامتي التأنيث كما في أخت وبنت وكلتا فإن تاءها ليست علامة التأنيث وذه بقلب ذي هاء وأصل ذلك أن يقلب هاء في الوقف لبيان اليا كما يجيء في باب الوقف ثم يجري الوصل مجرى الوقف فيقال ذهي في الأصل أيضا وتهي بقلب الذال تاء وقد يكسر الها باختلاس أي من غير صلة نحو ذهي وتهي في الوصل خاصة وهو قليل والأكثر ذهي وتهي بياء ساكنة وفي الوقف تسكن الها وتحدث اليا كما يجيء في بابه وقد يقال في المؤنث ذات ولمثناه تاني وتيني على الخلاف المذكور في ذاني وذيني ولجمع هؤلاء عاقلا كان أو غيره قال ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام وقد ينون مكسورا ويكون التنوين للتنكير كما في صح وإن كان أولئي معرفة فيكون فائدتها البعد حتى يصير المشار إليهم كالمنكورين فيكون أولئي كأولئك وقد يقصر فيكتب بلياء لأن أرفه مجهور الأصل فحمل على الياء باستثقاب اكتناف ثقيرين للكلمة وهم الضمة في الأول والواو في الأخير ولهذا يكتب أهل الكوفة أرفاء نحو القوى والضحى بلياء مع أن أصلها واو ومن ثم يثمي بعض العربي مضموم الأول من هذا الجنس كله بالياء وإن كان أرفه عنواي أيضا وقد تدر الهمزة الأولى من أولئها فيقال هلائي وقد تضم الهمزة الأخيرة نحو أولاء وربما تشبع الضمة قبل اللام نحو أولاء على وزة المار وأما قولهم هؤلاء على وزن توراب قال تجلد لا يقل هؤلاء هذا بكى لما بكى أسفا وغيظا فليس بلغة بل هو تخفيف هؤلاء بحذف ألفها وقلب همزة أولاء واوا قوله ويلحق بها حرف التنبيه لعني ها إنما يلحق من جملة المفردات أسماء الإشارات كثيرة لأن تعريف أسماء الإشارة في أصل الوضع بما يقترن إليها من إشارة المتكلم الحسية فجيء في أوائلها بحروف ينبه بها المتكلم المخاطبة حتى يلتفت إليه وينظر إلى أي شيء يشير من الأشياء الحاضرة فلا جرم لم يؤت بها إلا فيما يمكن مشاهدته وإبصاره من الحاضر والمتوسط لا في البعيد الغائب وكان مجيئها في الحاضر أكثر منه في المتوسط فهذا أكثر استعمالا من هذاك لأن تنبيه المخاطب لإبصار الحاضر الذي يسهل إبصاره أولى من تنبيهه لإبصار المتوسط الذي ربما يحول بينه وبينه حائل ولم يدخل في البعيد الذي لا يمكن إبصاره إذ لا ينبه العاقل أحدا ليرى ما ليس في مرأة فلذلك قالوا لا يجتمعها مع اللام قوله ويتصل بها حرف الخطاب قد دللنا عند ذكر الفصل على كون هذه الكاف حرفا لسما ويؤيد ذلك من حيث اللفظ امتناع وقوع الظاهر موقعها ولو كان اسما فلم يمتنع ذلك كما في كاف بربتك ولنذكرها هم العلة تخصيص المتوسط والغائد البعيد بها دون القريب فإن فائوتها قد ذكرناها عند ذكر الفصل فنقول إن وضع أسماء الإشارة بالحضور والقرب على ما قلنا إنه للمشار إليه حسا ولا يشار بالإشارة الحسية في الأغلب إلا إلى الحاضر القريب الذي يصلح أن يقع مخاطبا فلما اتصلت كاف الخطاب به وكان متمحبا بالوضع الحرور بحيث صلح لكونه مخاطبا أخرجته من هذه الصلاحية إذ لا يخاطب اثنان في كلام واحد إلا أن يجمع في كلمة الخطاب نحو يا زيدان فعلتما أو أنتما فعلتما أو بعطف أحدهما على الآخر نحو أنت وأنت فعلتما مع أن خطاب المعطوف لا يكون إلا بعد الإضراب عن خطاب المعطوف عليه فصار ذاك مثل غلامك أعني أخرجته الكاف عن أن يقع مخاطبا كما أخرجت نحو غلامك فلا تقول يا هذاك كما لا تقول يا غلامك ولا غلامك قلت كذا فالكاف توجب كون ما وليته غالبا في التعبير عنه نحو غلامك قال كذا وإن لم يمتنع حضوره إذ ربما قلت هذا مع حضور غلام مخاطب فلما أوردت الكاف فلما أوردت الكاف في اسم إشارة معنى الغيبة وقد كان كالموضوع للحضور من حيث كونه موضوعا للمشار إليه القريب صار مع الكاف بين الحضور والغيبة وهذا هو حال المتوسط فإذا أردت التنصيص على البعد جئت بعلامته وهي اللام فقلت ذلك ثم نقول لفظ ذلك يصح أن يشار به إلى كل غائب عين كان أو معنى يحكى عنه أو لا ثم يؤتى باسم الإشارة تقول في العين جاءني رجل فقلت لذلك الرجل وفي المعنى تباربوا ضربا بليغا فهالمي ذلك الضرب وإنما يورد اسم الإشارة بلفظ البعيد لأن المحكي عنه غائب ويجوز في هذه الصورة على قلة أن يذكر اسم الإشارة بلفظ الحاضر القريب نحو قلت لهذا الرجل وهالمي هذا الضرب أي هذا المذكور عن قريب لأن المحكي عنه وإن كان غائبا إلا أن ذكره جرى عن قريب فكأنه حاضر وكذا وجوز لك في القول المسموع عن قريب ذكر اسم إشارته بلفظ الغيبة والبعد كما تقول بالله الطالب الغالب وذلك قسم عظيم لأفعلنا قال تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم مشيرا بذلك إلى ضرب المثل الحاضر المتقدم وهو قوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأما الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم الآية وإنما جز ذلك لأن ذلك اللفظ زال سماعه فصار في حكم غائب البعيد والأغلب في مثله الإشارة إلى المعنى بلفظ الحضور فنقول وهذا قسم عظيم وكذلك يجوز الإتيان بلفظ البعيد مع أن المشار إليه شخص قريب نظرا إلى عظمة المشير أو المشار أو المشار إليه وذلك لأنه يجعل بعد المنزلة بعد المنزلة بينهما كبعد المسافة كقول السلطان لبعض الحاضرين ذلك قال كذا وكقول بعضهم ذلك السلطان يتقدم بكذا ومنه قوله تعالى فذلكم الذي لم تمني فيه ويجوز أن يكون قوله تعالى ذلك الكتاب من باب عظمة المشار إليه أو المشير وقوله وقوت له والرنح يأطر متنه تأمل خفافا إني أنا ذلك من باب عظمة المشار إليه ويجوز ذكر البعيد بلفظ القريب تقريبا لحصوله وحضوره نحو هذه القيامة قد قامت ونحو ذلك فنقول اسم الإشارة لما كان موضوعا للمشار إليه إشارة حسية فاستعماله فيما لا يدركه الإشارة كالشخص البعيد والمعاني مجاز وذلك بجعل الإشارة العقلية كالحسية مجازا لما بينهما من المناسبة فلفظ اسم الإشارة الموضوع البعيد إذن أعني ذلك ونحوه كضمير الغائب يحتاج إلى المذكور قبله أو محسوس حتى يشار إليه به فيكون كضمير راجع إلى ما قبله وقد يلحق كاف الخطاب الحرفية وأبصر وانظر وكبا وليس ونعمة وبئسة وحسبت وكذا رويدا والنجاء وحيهل وأريت بمعنى أخبرني قوله ويقال ذا للقريب إلى آخره لما رأى المصنف كثرة استعماله أذي القرب من أسماء الإشارة في موضع ذي البعيد منها وبالعكس لضرب من التأويل كما ذكرنا خالجه الشك في اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد فلم يأخذه مذهبا ولم يقطع به بل أحاله إلى غيره فقال ويقال ذا للقريب يعني لم يتحقق ذا لك عدي وأقول أنا لا أرى بينهم خلافا في اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد فإذا أردت معرفة ذلك فأعلم أن لهم مذهبين فمذهب بعضهم أنه لا واسطة بين البعيد والقريب كما في حروف نداء على ما يجي فيقولون أسماء الإشارة المجردة عن اللام والكاف للقريب والمقترمة بهما أو الكاف وحدها للبعيد وظنهورهم على أن بين البعيد والقريب واسطة فقالوا ذا ثم ذاك ثم ذلك وبعضهم يقولوا ذلك ورلم أنّث تي وتا وذي وته وذه بسكون الهائين وبكسرهما أيضا إما مع اختلاس أو مع إشباع كما تقدم وذات ثم تيكا وهي كثيرة لاستعمال وتاك وهي دونها وعما ذيكا فقد أوردها الزمخشري وابن مالك وفي الصحاح لا تقل ذيكا فإنه خطأ ثم تلك وهي كثيرة وتلك بفتح التاء وتيلك وتلك ثلاثتها قليلة وإنما حركت اللام بالكسر في ذلك وسكنت في تلك لأن الألف خفيفة فلم يقصدوا حذفها فحركت اللام بالكسر للساكنين وكذا في تلك لأن الياء التي بعد الفتحة قريبة من الأله في الخفة وعما تلك فأدخلت اللام التي في علا تي ولم تحرك اللام بالكسر لاجتماع الكسرين والياء بل بقيت على سكونها فحذفت الياء للساكنين وأما تلك بحذف ألف تاء فنغة قليلة وللمثنى ذاني وذين وتاني وتين وأما تشديد النون فقال المبرد هو في المثنين بدل من اللام في ذلك وتالك كأنه أدخل اللام مكسورة بعد نون التثنية لأن اللام تدخل بعد تمام الكلمة في ذلك وأولالك فاجتمع المثلان فقلبت اللام نون والقياس في الإضغام قلب أول المثلين إلى الثاني لأنه المراد تغييره عن حاله بالإضغام في الثاني فتغييره بالقلب أولى وإنما قلبت ها هنا الثانية إلى الأولى لتبقى نون الدالة على التثنية ويجوز أن يدخل اللام قبل النون فيصير ذالك فتقلب اللام نونا وتدعمه فيه كما هو في القياس والأول وعولى ليكون اللام بعد تمام الكلمة وأيضا إضغام اللام في النون ليس بقوي كإضغام النون في اللام كما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى وقال غير المبرد إن التشديد عيض من الألف المحذوفة في الواحد وهذا أولى لأنهم أيضا في تثنية اللذي والتي اللذان واللتان مشدور تهمون عيضا عن الواء المحذوفة وأيضا لو كان التشديد عيضا من اللام لم يقل هذان بالتشديد معها كما لا يقال هذلك وقال الأندلسي لا فرق عند اللغويين بين المشدد والمخفف في القرب والبعد والمحاة فرقوا بينهما وذلك بناء على مذهب المبرد فالبعيد والمتوسط عند غير المبرد وأتباعه في المثنيين بلفظ واحد وفي جمعهما أولاء وأولى ثم أولئك وأولاك ثم أولالك وأولئي بالتنوين كما ذكرنا أن التنوين كلام في إفاية البعد وعلى رأي آخر أولى ثم أولاك ثم أولئك وأولالك وزعم الفراء أن ترك اللام في الكل لغة تنوين فيكونين قد اكتفوا للبعيد والمتوسط بالكاف وحدها وقد يستعمل ذلك موضع ذلكم كقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وقوله ذلك أدنى ألا تعودوا كما قد يشار البنار الواحد إلى الاثنين كقوله تعالى عوان بين ذلك وإلى الجمع كقوله تعالى كل ذلك كان سيئه بتأويل المثنى والمجموع بالمذكور وربما استغني عن الميم في ذلكم بإشباع ضمة الكاث ويفصل هاء التنبيه عن اسم الإشارة المجرد عن اللام والكاف تعويلا على العلم باتصالها به لكثرة استعمالها معه وذلك بأن وأخواته كثيرا نحو ها أنا ذا وها أنتم أولئي وها هو ذا كما يجيء في حروف التنبيه وبغيرها قليل وذلك إنا قسم كقوله تعلم هال عمر الله ذا قسم وقولهم لا هالله ذا ما فعلت كما يجيء في باب القسم أو غير قسم كقوله ها أنت عذرة إن لم تكن نفعت وقوله ونحن اقتسمنا المال مصفين بيننا فقلت لهم هذا لها ها وذا لي أي هذا لها وهذا لي ففصل بينها وذا بحرف العطف قوله تلك ذانك وتانك مشدتين وأولالك مثل ذلك تعرض لبيان ما هو مثل ذلك الذي لي بعيد لأن الذي للقريب واضح لأنه مجرد عن الكاف واللام وكذا الذي للمتوسط إذ هو المقترم بالكاف وحدها وأن هذه الكلمات ففيها بعض الإشكال لسقوط الواء في تلك وانقلابها مونا في ذانك وتانك وعدم اتصالها بأولاء المنبود مع أنه أشهر من أولاء المقصورة قوله وثم وهنا وهنا للمكان خاصة يعني أنها هنا ألفاظا مختصة بالإشارة إلى المكان فقط والمذكورة قبل صالحة لكل مشار إليه مكانا كان أو غيره وهنا لازم الظرفية إما منصوبا أو مجرورا بمن وإلى فقط فهنا للقلوب وهناك للمتوسط وهناك للبعيد وَأَمَّا 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 مَا هِيَّةَ وَأَمَّا 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 قال ولو جعل موضع بصدة بجملة لارتفع الإشكال وهذا حق قوله يتم جزءا أن يصير جزء الجملة ونعني بجزء الجملة المتبأ والخبر والفاعل وجميع الموصولات لا يلزم أن تكون أجزاء الجمل بل قد تكون فضله لكنه أراد أن الموصول هو الذي لو أردت أن تجعله جزء الجملة لن يكن إلا بصلة وعائد قوله وعائد أي ضمير يعود إليه قاله احتراز عما يجب إضافته إلى الجملة كحيث وإذ فإنه لا يتم إلا بالجملة أيضا وليس موصولا في الاصطلاح وحد الموصول الحرفي ما أول مع ما وليه من الجمل بمصدر كما يجيء في حروف المصدر ولا يحتاج إلى عائد ولا أن تكون صلته خبرية على قول الأكثر نحو أمرتك أن قم وبعضهم يقدر القول فيه حتى تصير خبرية أي أمرتك بأن قلت لك قم ويجيء البحث فيه في نواصب المضارع وإنما بنيت الموصولات لأن منها ما وضع وضع الحروف نحو ماء ومن واللام على ما قيل ثم حملت البواقي عليها طردا للباب أو لاحتياجها في تمامها جزءا إلى صلة معائد كاحتياج الحرف إلى غيره في الجزئية قوله وصرته جملة خبرية والعائد ضمير له إنما وجب كون الصلة جملة لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له إما مستمرا نحو بسم الله الذي يبقى ويثنى كل شيء أو الذي هو باقم أو في أحد الأزمنة نحو الذي ضربني أو أضربه أو الذي هو ضارب أو يكون متعلقه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له مستمرا أو في أحد الأزمنة نحو الله الذي يبقى ملكه أو ملكه باق وزيد الذي ضرب غلامه أو غلامه ضارب أو يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه أو كون سببه حكما على شيء دائما أو في بعض الأزمنة نحو الذي أخوك هو أو الذي أخوك غلامه أو الذي مضروبك هو أو غلامه فهذا يصبح ذليلا على أشياء أحدها أن الموصولات معارف وضعا وذلك لما قلنا إن وضعها على أن يطلقها المتكلم على المعلوم عند المخاطب وهذه الخاصة المعارف ويسقط به اعتراض من اعترب بأن تعريف الموصول إذا كان بصدته وهي جملة فهل لا تعرفت النكرة الموصوفة بها في نحو جاءني رجل ضربته لأن المعرف حاصل فكان ينبغي أن لا يكون في قولك لقيت من ضربته فرق بين كون من موصوله وموصوفه وذلك لأن نقول كما سبق إن تعريف الموصول بوضعه معرفة مشارا به إلى المعهود بين المتكلم والمخاطب بمضمون صدته فمعنى قولك لقيت من ضربته إذا كانت من موصوله لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروبا لك فهي موضوعة على أن تكون معرفة بصدتها وأما إذا جعلتها موصوفة فكأنك قلت لقيت إنسانا مضروبا لك فإنه وإن حصل لقولك إنسانا تخصيص بمضروبية المخاطب لكنه ليس تخصيصا وضعيا لأن إنسانا موضوع لإنسان لا تخصيص فيه بخلاف الذي ومن الموصوله فإن وضعهما على أن يتخصص بمضمون صدتهما والفرق بين المعرفة والنكرة المخصصة أن تخصيص المعرفة وضعي وهو المراد بالتعريف عندهم وليس المراد به مطلق التخصيص ألا ترى أنك قد تخصص النكرة بوصف لا يشاركها فيه شيء آخر مع أنها لا تسمى بذلك معرفة لكونه غير وضعي كما تقول رأيت رجلا سلم عليك اليوم وحده قبل كل أحد وكذا قولك إني أعبد إلها خلق السماوات والأرض ونحو ذلك فإن قيل إن الجمل نكرات فكيف تعرف الموصولات وتخصصها قلت لا نسلم تنكير الجمل كما تقدم في باب الوصف ولو سلمنا أيضا فالمخصص في الحقيقة تقييد الموصول بالصلة كما أن رجل وطويل لا تخصيص في كل واحد منهما على الانفراد وقد حصل التخصيص بتقييد الموصوف بهذا الوصف فالمقصود أن تقييد الشيء بالشيء تخصيص وإن كان المقيد به غير خاص وحده وقال بعضهم إنما كانت السلة معرفة لأجل ضميرها الذي هو معرفة وفيه نظر فإن قصدوا بذلك أنها صارت معرفة بسعود الضمير فعرفت الموصول لم يجز لأن الجملة التي فيها ضمير عندهم نكرة أيضا وإن قصدوا أنه لولا الضمير لم تكن السلة مخصصة للموصول لأنها لم يكن لها به إذن نحو بالذي ضرب عمر فصحيح وثانيها أن الصلة ينبغي أن تكون معلومة للسامع في اعتقاد المتكلم قبل ذكر الموصول على ما تقدم أن الحكم الذي ضمعته الصلة ينبغي أن يعتقد المتكلم في المخاطب أنه يعلم حصوله للموصول فلا يقال أنا الذي دوخ البلاد إلا لمن يعلم أن شخصا دوخها وقال بعضهم لا يجب أن يكون الموصول معلوم الصلة إلا إذا كان مخبرا عنه فقط قال لأن المخبر عنه يجب تعريفه وليس بشيء أن أولا فلأن وضع الموصول كما ذكرنا أن يكون مضمون صلته معلوما للمخاطب في اعتقاد المتكلم وهذا مطيض في المخبر عنه وغيره وأما ثانيا فلأن المخبر عنه قد لا يكون معرفة ولا مختصا بوجه كما مر في باب المبتدى وثالثها أن الصلة ينبغي أن تكون جملة لأن الحكم على شيء بشيء من مضمونات الجمل أو ما أشبهها من الصفات مع فاعلها والمصدر مع فاعله ولما كان اقتباء الموصول للحكم وابعية لم يستعمل من جميع ما يتضمن الحكم إلا ما يكون تضمنه له أصلا لا بالشبه وهو الجملة ويضمي عنها غرف أوجار ومجرور من وي معه فعل وفاعل هو العائد انتهى الشريط الثالث من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية وللكتاب البطية على الشريط الرابع الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لراضي الدين الاستراباذي نواصل الكراءة في موضوع شروط صلة الموصول ورابعها أنه يجب أن تكون الصلة جملة خبرية لما ذكرنا أنه يجب أن يكون مضمون الصلة حكما معلوم الوقوع للمخاطب قبل الخطاب والجمل الإنشائية والطلبية كما ذكرنا في داب الوصف لا يعرف مضمونها إلا بعد إيراد صيغها وأن قول الشاعر وإني براني نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها فمثل قوله جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط أي التي أقول لعلي أزورها وقد تقع القسمية صلة قال الله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن أي لمن والله ليبطئن ومنعه بعضهم ولا أرى منه مانعا وقد أجاز ابن خروف وقوع التعجبية صلة من دون إدمار القول نحو جاءني الذي ما أحسنه ومنعه ابن باب شاذ وسائر المتأخرين وهو الوجه لكونه إنشائية وخامسها أنه لا بد في الصلة من ضمير عائد وذلك لما قلنا أننا تضمنته الصلة من الحكم متعلق بالموصول لأنه إما محكوم عليه هو أو سببه أو محكوم به هو أو سببه فلا بد من ذكر مائد الموصول في الصلة ليتعلق الحكم بالموصول بسبب تعلقه بنائبه وذلك النائب هو الضمير العائد إليه ولولا نذكر الموصول في الصلة لبقي الحكم أجنبيا عنه لأن الجمل مستقلة بأنفسها لولا الرابط الذي فيها وقد يغني الظاهر عن العائد على قلة نحو ما جاءني زيد الذي ضرب زيد عنوان صلة الألف واللام قوله وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول لما ذكر أن الصلة يجب أن تكون جملة استدرك ذلك فكأنه قال لكن صلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول اعلم أنه مختلف في اللام الداخلة على اسمه الفاعل والمفعول فقال ما زني هي حرف كما في سائر الأسماء الجامدة نحو الرجل والفرس وقال غيره إنها اسم موصول وذهب الزمخشري إلى أنها منقوصة من الذي وأخواته وذلك لأن الموصول مع صلته التي هي جملة بتقدير اسم مفرد فتثاقل ما هو كالكلمة الواحدة بكون أحد جزئيها جملة فخفف الموصول تارة بحذف بعض حروفه قالوا في الذي الذي والذ بسكون الذال ثم اقتصروا منه على الألف واللام وتارة بحذف بعض الصلة إما الضمير أو من المثنى والمجموع نحو الحافظ وعورة العشيرة كما يجي والأولى أن نقول اللام الموصولة غير لام الذي لأن لام الذي زائية بخلاف اللام الموصولة قالوا الدليل على أن هذه اللام موصولة رجوع الضمير إليها في الساعة نحو الممرور به زيت أجاب المازني بأن الضمير راجع إلى الموصوف المقدر فمعنى الضارب غلامه زيد الرجل الضارب غلامه زيد وفيما ارتكبه يلزمه محذوران أحدهما إعمال اسمه الفائل والمفعول غير معتمدين ظاهرا على أحد الأمور الخمسة أي الموصوف وللحال والمبتدأ وحروف النفي وحروف الاستفحام وعملها من غير اعتماد على شيء مذهب الأخفش والكوفيين ومذهبه في هذا غير مذهبهم والثاني رجوع الضمير على موصوف مقدر فإن قال الاعتماد على الموصوف المقدر والضمير راجع إليه كما في قوله تعالى فمنه ظالم لنفسه فإن ظالم عمر فجار والمجرور لاعتماده على الموصوف المقدر والضمير في نفسه راجع إليه قلت الموصوف المقدر بعد نحو منهم وفيهم كالظاهر لقوة الدلالة عليه كما ذكرنا في باب الوصف نحو قوله تعالى ومنا دون ذلك وقوله كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشني وأيضا الجار والمجرور يكفيه رائحة الفعل وأما قول النحا يا ضاربا ظلامه ويا حسنا وجهه بالإعمال ورجوع الضمير إلى مقدر فمثالهم غير مستنج إلى شاهد من كلام موثوق به ولا يقال في الساعة جاءني الحسن وجهه على رجوع الضمير إلى الموصوف المقدر ولا فرق عنده بين اللامين كما لا يقال جاءني حسن وجهه في الاختيار بلى قد يجيء مثله في الشعر نحو قوله بسود نواصيها وحمر أكفها وصفر تراقيها وبيض خدودها ولو جاز عمرس من فاعل أو المفعول ذن لام لاعتماده على الموصوف كما ذهب إليه لم يعمل بمعنى الماضي كما لا يعمل المجرد منها بل كان هو الأولى بترك العمل الفعلي لأنه دخله على مذهبه ما هو من خواص الأسماء أعني لام التعريف فتباعد به عن شبه الفعلي وأيضا لو كانت لام التعريف الحرفية لن تحذف النوم طياسا في نحو الحافظ وعورة العشيرة كما لا تحذف مع المجرد منها فنقول بناء على مذهب الجمهور إن أصل الضارب والمضروب الضرب والضرب فكرهوا دخول اللام الاسمية المشابه للحرفية لفظا ومعنى على صورة الفعل أن لفظا فظاهر وأن معنى فلسيرورة اللام مع ما دخلت عليه معرفة كالحرفية مع ما تدخل عليه فصير الفعل في صورة الاسم الفعل المبني للفاعل في صورة اسم الفاعل والمبني المجهول في صورة اسم المفعول لأن المعنين متقاربان إذ معنى زيد ضارب زيد ضرب أو يضرب وزيد مضرب زيد ضرب أو يضرب ولكون هذه الصلة فعلا في صورة الاسم عملت بمعنى الماضي ولو كانت اسم فائل أو مفعول حقيقة لم تعمل بمعنى الماضي كالمدرد من اللام وكان حق الإعراب أن يكون على الموصول كما نذكره فلما كانت اللام الاسمية في صورة اللام الحرفية نقل إعرابها إلى صلتها عارية كما في إلا الكائن بمعنى غير على ما مر في باب الاستثناء فقلت جاءني الضالب ورأيت الضالب ومررت بالضالبي فإن طيل ما حملكم على هذا التطويل وهلا قلتم إن صلة اللام ليست بجملة بل جعدت صلتها ما تضمن من المفردات الحكم المطلوب في الصلات بالمشابهة الفعل لا على وجه الأصالة وهو اسم الفاعل واسم المفعول قضاء لحق الألف واللام وقلتم إنما عمل اسم الفاعل والمفعول مع اللام لاعتمادهما على الموصول كما يعملان إذا اعتمد على الموصوف حتى لا تحتاج إلى أن تقول إنما عمل بالاعتماد لكونهما في الحقيقة فعلين فالجواب إن عملهما لمعنى المعض مع اللام بل لهم على أنهم في الحقيقة فعلان ألا ترى أن اسم الفاعل والمفعول إذا وقع عقوب حرف الاستفهام وحرف النفي مع أن طلبهما للفعل أقوى من طلب الموصول له لا يعنبان بمعنى الماضي وإنما لم توصل الله باستفة المشبهة مع تضمنها للحكم لنقصان مشابهتها للفعل وكذا لم توصل بالمصدر لأنه لا يقدر بالفعل إما معضمينه أن كما مر في باب الإضافة وهو معها بتقدير المفرد والصلة لا تكون إلا جملة قيل وقد توصل في ضرورة الشعر بالجملة الاسمية وقد دخلت على الاسمية على ما حكى الفراء في غير الشعر قال إن رجلا أقبل فقال له آخر ها هو ذا فقال السامع نعم الها هو ذا وقد وصلت في الشعر بالمضارع في قوله فيستخرج الوربوع من نافقائه ومن جحره بالشيخة ليتقصع يقول الخنى وأبعد العجن ناطقا إلى ربنا صوت الحمار لجدع وقد ذهب أهل الكوفة إلى أنه يجوز أن يكون الاسم جامد المعرف باللان موصولة قالوا في قوله لعمري لنعم البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل إن التقدير لأنت الذي أكرم أهله لكنه موصول غير مبهم كسائر الأسماء الموصولة وعند البصريين اللام غير مقصود قصده والمبارع صفة له كما في قوله ولقد أمر على اللئين يسبني فمضيت ثم تقول لا يعنيني وإنما جاز مررت بالرجل القائم أبواه للقاعدين ولم يجز بالرجل القائم أبواه للذين قعدا للستار ضمير المثنى في القاعدين وظهوره في قعدا وخفاء الموصول في القاعدين وظهوره في اللذين قعدا فكأنك قلت برجل قائم أبواه لا قاعدين وعلم أن حق الإعراب أن يدور على الموصول لأنه هو المقصود بالكلام وإنما جاء بالصلة لتوضيحه والدليل ظهور الإعراب في أي الموصولة نحو جاءني أيهم ضربته ورأيت أيهم ضربته ومررت بأيهم ضربته وكذا في اللذان واللتان في من قال بإعرابهما وأما الصلة فقال بعضهم إنها معربة بإعراب الموصول اعتقادا منه أنها صفة الموصول لتبوينها له كما في الجمل الواقعة صفة للنكرات وليس بشيء لأن الموصولات معارف اتفاقا منهم والجمل لا تقع صفة للمعارف كما مر في الوصف والجمهور على أنه لا محل للصلة من الإعراب إذ لم يصح وقوع الاسم المفرد مقامها كالوصف وخبر المبتدأ والحال والمضاف إليه ولا يقدر للجمل إعراب إلا إذا صح وقوع الاسم المفرد مقامها وذلك في الأربعة المواضع المذكورة فقط وذلك لأن الإعراب للاسم في الأصل أو للسم والفعل على قول وكل واحد منهما مفرد والصلة ذلة لا غير الأسماء الموصولة لغاتها قوله وهي الذي والتي والذان والتان بالألف والياء والأولى والذين واللات واللائ واللوات وما ومن وأي وأيه وذو الطائية وذاء بعدما الاستفهانية والألف واللام هذا حصر لجميع الأسماء الموصولة والذي عند البصريين على وزن عمن وشجن أرادوا الوصف بها من بين الأسماء الموصولة لكونها على وزن استفات بخلاف ما ومن فأدخلوا عليه اللام الزائدة تحسين لللفظ حتى لا يكون موصوفها كمعرفة وصفت بالنكرة وإنما قلنا بزيادة اللام لما مر من أن الموصولات معارف وضعا بدلول كون من وما معرفتين بالألام وإنما أهزموه اللام الزائدة لأنها لو نزعت تارة وأدخلت أخرى لأوهما كونها للتعريف كما في الرجل ورجل وإنما وصف بذو الطائية وإن لم تكن على ودن صفات إذ هي على لفظ ذو الذي يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس وقال الكوفيون أصل الذي أذال الساكمة ثم لما أرادوا إدخال اللام عليها زادوا قبلها لاما متحركة لأن لا يجمع بين الذال الساكمة ولام التعريف الساكنة ثم حركوا الذال بالكسر وأشبعوا الكسرة فتولدت يا كما حركت ذال ذا بالفتح وأشبع فتولدت ألف وكل ذا قريب من دعوى علم الغيب وتعريف وتقول في الواحد المؤنث التي بقلب الذال تاء كما قلنا في ذا وتاء وقد تشدد يا آهما نحو الذي والتي فإذا شدعت أعربت الكلمتان عند الجزولي بأنواع الإعراب كما في أي ولا وجه لإعراب مشدد إذ ليس التشديد يوجب الإعراب وعند بعضهم يبنى المشدد على الكسر إذ هو الأصل في التقاء الساكنين قال وليس المال فاعلمه بمال وإن أغناك إلا الذي ينال به العلاء ويصطفيه لأقرب أقربيه وللقصي وحكى الزمخشري أنه يبنى على الضم كقبل وبعد قال الأندلسي لعب الجزولي سمعه بضم الياء كما هو المنقول عن الزمخشري ثم رآه في الشعر المذكور مكسورا فحكم بإعرابه وقد تحدث الياءان في الذي والتي مكسورا ما قبلهما أو ساكن قال الشاعر في الكسر والذي لو شاء لكنت سخرا أو جبلا أشم مش مخرا وقال الآخر في التسكين كلا اتزب زبية فاستيدا وقال فقل للا تلومك إن نفسي أراها لا تعوذ بالتميم قال الأندلسي الوجوه الثلاثة فيهما أي تشديد الياء وحذفها ساكما ما قبلها أو مكسورا يجوز أن تكون لضرورة الشعر لا أنها لغات إذ المخفف يشدد ضرورة وكذا يكتفى لها بالكسر عن الياء وتحذف الحركة بعد الاكتفاء قال إلا أن ينقلوها في حال الساعة لا في الشعر فسمعا إذا وطاعة وتثنية اللذو واللذان واللتان بحذف الياء وجاز تشديد النومين إدبالا من الياء المحذوفة وهل هما معرضان أو مبنيان على الخلاف الذي مر في ذان وتان وقد جاء اللذان واللتان في الأحوال الثلاثة في غير الأفصح والأولى القول بإعرابهما عند الاختلاف كما مر وأما مثل الضمير نحو هما وكما وقوتما فلما غير عن وضع واحده ولم يزد فيه النوم بعد الألف لم يعرب لأنه صار صيغة مستأنفة وخرج عن نسق المثنيات وقد تحذف النونان في اللذان واللتان لاستطارة الموصول بسلته قال أبن كليب إن عمي لذا قتل الملوك وفكك الأغلال وقال هما لتا لو ولد التميم لقيل فخر لهم صميم وجمع الذي في ذوي العلم الذين في الأحوال الثلاثة على الأكثر والذين في الرفع لغة هدنية قال جار الله إعراب الجمع لغة من شدد الياء في الواحد وهذا كما قال الجزولي إن الذي مشدد الياء معرب فكأن أصله اللذيون فحذفت إحدى الياء ثم عمل به ما عمر بقادون وحكى بعضهم الذيون رفعا والذيون نصبا وجرا وهي لغة من شدد الياء فجمعه بلا حذف شيء منه وقد تحذف من الذين تخفيفا قال قوم الذي بعكاب طير طير شرر من روس قوم كبر بالمصاقيل ومن الذين أيضا قال وإن الذي حانت بفرج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي ويدوز في هذا أن يكون مفردا وصف به مقدر مفرد من مفرد اللفظ مجموع المعنى أي وإن الجمع الذي أو إن الجيش الذي كقوله تعالى كمثل الذي استوقد نارا فحمل على اللفظ أي الجمع الذي استوقد نارا ثم قال بنورهم فحمل على المعنى ولو كان في الآية مخففا من الذين لم يجز إفراد الضمير العائد إليه وكذا قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وهذا كثير أعني ذكر الذي مفردا موصوفا به مقدر مفرد اللفظ مجموع المعنى أن حرف المون من الذين نحو جاء الرجال الذي قالوا كذا فهو قليل كقلة لذا في المثنى وقد يقالوا الذي ولذان ولتي ولتان ولات ببالان وجمع الذي من غير ذفظه الأولى بوزن العلا واللائين رفعا ونصبا وجرا ويحدث النون فيقال اللاء بهمزة بعدها ياء ساكنة نحو القاضي وهو قليل في المذكر قرأ الأخفش للاء يؤمون من نسائهم ويقال اللاء بحذف الياء وغجاء اللاء رفعا واللائين نسبا وجرا وجمع التي اللات على وزن فاعل من التي وهي اسم جمع كالجامل والباقر واللاء بالهمزة مكان التاء وهو كثير في جمع التي دون جمع الذي واللوات واللوائي كأنها جمع الجمع وقد تحذف الياءات من الأربعة فيقال اللات واللاء واللوات واللوائي وقد تسحر الهمزة من اللاء بين الهمزة والياء لكونها مكسورة على ما هو قراءة ورش واللاء ياسناء وقد يقال اللاء بياء ساكنة بعد الألف من غير همزة كقراءة أبي عمر والبزي قال أبو عمر هي لغة قريش كأنهم حذفوا الياء بعد الهمزة ثم أدروا الهمزة ياء من غير قياس ثم أسكن الياء إجراء للوصل مجر الوقف وقد يقال اللوى بحذف التاء ولياء معا وقد يقال اللاءات كاللاعات مكسورة التاء أو معربة إعراب المسلمات والأولى جمع التي أيضا لا من نفله فالذي والتي يشتركان في الأولى واللاء إلا أن الأولى في جمع المذكر أكثر واللاء بالعكس وبمعنى الذي وفروعه من المثنى والمجموع والمؤنث من وما وأي مضافا إلى معرفة لتكون موصولة معرفة والإضافة إما ظاهرة نحو اضرب أيهم في الدار أو مقدرة نحو لطيت أي ضربت قال الكسائي يجب أن يكون عانلها مستقبلا وقد نوزع فيه فلم يكن له مستند إلا أنه قال كذا خلقت أي كذا وضعه الوابع فقال له السائل استحيت لك يا شيخ يعني أن هذا أيضا متنازع فيه وقد علل له ابن بادش بأن قال أي موضوع على الإبهام والإبهام لا يتحقق إلا في المستقبل الذي لا يدرى مقطعه ولا نبدأه بخلاف الماضي والحال فإنهما محصوران فلما كان الإبهام في المستقبل أكثر منه في غيره استعملت معه أي الموضوع على الإبهام وليس بشيء لاختلاف الإبهامين ولا تعلق لأحدهما بالآخر وعند الكوفيين يلزم أيضا تقديم عامله عليه وخالفهم البصريون في الموضعين لعدم الدليل على الدعويين وإذا أريد به المؤنث جاز إلحاق التائي به موصولا كان أو استفهاما أو غيرهما نحو لقيت أيتهن وأيتهن لقيت قال الأندلسي التاء فيه شاد كما شد في كلتهن وخيرة الناس وشرة الناس وبعض العرب يثنيها ويجمعها أيضا في الاستفهام وغيره نحو إياهم أخواك وأيهم إخوتك وهما أشدنا التأديث ومجوزهما تصرفهما في باب الإعراب قال وذو أبطائية الأكثر أن ذو أبطائية لا تتصرف نحو جاءني ذو فعل وذو فعل وذو فعل وذو فعلت وذو فعلت وذو فعلت وذو فعلنا قال فإن الماء ماء أدو وجد وبئر ذو حفرت وذو طويت أي التي حفرتها ولا تعرض أيضا قال فقول لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلن فإن المشرفي الفرائب ولم يقل ولم يقل ذو جاء وفي ذو أبطائية أربع لغات أشهرها ما مر أعني عدم تصرفها مع بنائها والثانية حكاها جزولي ذو لمفرد المذكر ومثناه ومجموعه وذات مضمومة تاء لمفرد المؤنث ومثناه ومجموعه والثانية حكاها أيضا وهي كالثانية إلا أنه يقال لجمع المؤنث ذوات مضمومة في الأحوال الثلاث والرابعة حكاها ابن البحام وهي تصريفها تصريف ذو بمعنى صاحب مع إعراب جميع متصرفاتها حملة للموصولة على التي بمعنى صاحب وكل هذه اللغات طائية قوله وذا بعدما الاستفهامية أما الكوفيون فيجوزون كونذا وجميع أسماء الإشارة موصولة بعدما استفهامية كانت أولا استدلالا بقوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وقوله عدس مال عباد عليك إمارة نجوتي وهذا تحملون طريق أي الذي تحملونه وقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى أي من التي بيمينك ولم يجوز البصريون ذلك إلا في ذا بشرط كونه بعدما الاستفهامية إذا لم تكن زائدة ففي نحو ماذا صنعت يحتمل كونها زائدة بمعنى الذي وقولك من الذي صنعت نص في الزيادة ومثله ذا من الاستفهامية نحو من ذا لقيت وقوله تعالى من ذا الذي يقرد الله قرضا حسنا واعتبر البصريون عن المواضع التي استدل بها الكوفيون بأن أسماء الإشارة فيها باقية على أصلها دفعا للاشتراك الذي هو خلاف الأصل وخادف الأخفش وابن السراج النحاتة في كونماء المسترية حرفا وجعلاها اسما فهما يقدران في صدتها ضميرا راجعا إليها وما كناية عن المصدر ففي قوله تعالى بما رحبت أي بالرحب الذي رحبته وليس بوجه إذ لم يعهد هذا الضمير بارزا في موضع والأصل عدم الإدمار وسيجيء الكلام عليها في الحروف المصدرية عنوان حذف العائد قوله والعائد المفعول يجوز حذفه عائد الألف والمام لا يجوز حذفه وإن كان مفعولا لخفاء موصوليتها والضمير أحد دلائر موصوليتها كما مر في الخلاف مع المازني ولا يجوز حذف أحد العائدين إذا اجتمعا في الصلة نحو الذي دربته في داره زيد إذ يستغنى عن ذلك المحذوف بالباقي فلا يقوم عليه بليل ثم الضمير إما أن يكون منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا فالمنصوب يخذف بشرطين أن لا يكون منفصلا بعد إلا نحو جاءن الذي ما ضربت إلا إياه وأما في غيره فلا منع كقولك ضيع الزيدان الذي أعطيتهما أي أعطيتهما إياه وكذا الذي أنا ضارب زيت أي ضارب إياه ويجوز أن يكون المحذوفها هنا مجهورا في محل النصب كما يجي أي الذي أنا ضاربه والشرط الثاني أن يكون مفهولا نحو الذي ضربته زيد لأن الضمير إذن فضلة بخلاف الضمير الذي اتصل بالحرف الناصب فلا يحذف في نحو الذي إنه قائم وأما المجهور فيحذف بشرط أن ينجر بإضافة صفة ناصبة إليه تقديرا نحو الذي أنا ضارب زيت أي ضاربه كما تقدم أو ينجر بحرف جر معين وإنما شرط التعين لأنه لا بد بعد حذف المجرور من حذف الجر أيضا لذ لا يبقى حرف جار بلا مجرور فينبغي أن يتعين حتى لا يلتبس بعد الحذف بغيره كقوله تعالى أنسجد لما تأمرنا أي تأمرنا به انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان حذف العائد لا بد بعد حذف المجرور من حذف الجار أيضا إذ لا يبقى حرف جار بلا مجرور فينبغي أن يتعين حتى لا يلتبس بعد الحذف بغيره كقوله تعالى أنسجد لما تأمرنا أي تأمرنا به وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر أي تؤمر به أي بإظهاره قال فقلت لها لا والذي حج حاتم أخونك أهدا إنني غير خواني أي حج حاتم إليه ويتعين حرف الجر قياسا إذا جر الموصول أو موصوفه بحرف جر مثله في المعنى وتماثل المتعلقان نحو مررت بالذي مررت أي مررت به فالجران متماثلان وكذا ما تعلق بهما ومثال الموصوف مررت بزيد الذي مررت وربما بحذف المجرور بحرف وإن لم يتعين نحو الذي مررت زيد أي الذي مررت به وإن احتمل مررت معه أو له أو نحو ذلك ومذهب الكسائي في مثله التدريج في الحذف وهو أن يحدث حرف الجر أولا حتى يتصل الضمير بالفعل فيصير منصوبا فيصح حذفه ومذهب سيبويه والأخفش حذفهما معا إذ ليس حذف حرف الجر قياسا في كل موضع والمجوز له فهنا استطالة الصلة ومع هذا المجوز فلا بأس بحذفه مع المجرور به وأن الضمير المرفوع فلا يحدث إلا إذا كان مبتدأ إذ غير ذلك إما خبره وكون الضمير خبرا للمبتدأ أقل أقل بقليل فلا يكون في الكلام إذن ضرور على أن خبر المبتدأ هو المحذوف بل يحمل ذلك على أن المحذوف هو المبتدأ لكثرة وقوعه ضميرا وإما فاعل فلا يجوز حذفه أو خبر إما وأخواتها ولم يثبت حذفه إلا قليلا ولا يكون ذلك أيضا في الأغلب إلا إذا كان ظرفا كما يجي وأيضا هو في الأصل خبر المبتدأ وإما اسم ما الحجازية فلا يحدث أصلا لضعف عملها ويشترط في المبتدأ المحذوف أن لا يكون خبره جملة ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا إذ لو كان أحدها لم يعلم بعد الحدف أنه حدث شيء إذ الذملة والظرف يصلحان مع العائد فيهما لكونه ناصلة وإذا حصل المتدأ المشروط فالبصريون قالوا إن كان في صلة أي جاز الحذف بلا شرط آخر نحو قوله تعالى أيهم أشد على الرحمن عتيا وقوله فسلم على أيهم أفضلوا لحصول الاستطالة في نفس الموصول بسواد إضافة وإن لم تطل الصلة وقال الأندلسي لأنها لها من التمكن ما ليس لأخواتها فلهذا تضاف وتعرب فتصرف في صلتها أيضا بحذف بعضها وإن لم يكن في صلة أي لم يحدث إلا بشرط استطالة الصلة كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأما الكوفيون فيجوزون الحلف بلا شبود مطلقة في صلة أي أو في غيرها مع الاستطالة أو بدونها كما قرأ في الشواب على الذي أحسن بالرفع ويروى ما أنا بالذي قائم لك شيئا واعلم أنه إذا كان الموصول أو موصوفه خبرا عن متكلم جاز أن يكون العائد إليه غائبا وهو الأكثر لأن المبهرات كلها غيب نحو أنا الذي قال كذا وجاز أن يكون متكلما حملا على المعنى قال علي أنا الذي سمت من أمي حيذرة قال المازني لو لم أسمعه لم أجوزه وكذا إذا كان الموصول أو موصوفه خبرا عن مخاطب نحو أنت الرجل الذي قال كذا وهو الأكثر أو قلت كذا حملا على المعنى هذا كله إذا لم يكن التشبيه أما معه فليس إلا الغيبة كقولك أنا حاتم الذي وهب المئين أي مثل حاتم وإن كان دميريني جزلك في غير التشبيه حمل أحدهما على اللفظ والآخر على المعنى نحو أنا الذي قلت كذا وضرب زيدا وأنت الرجل الذي قال كذا وضربت زيدا وإن كان المنصور أو منصوفه خبرا ومخبرا عنه ذو المتكلم أو المخاطب لم يجز الحمل على المعنى فلا يجز الذي ضربت أنا والذي ضربت أنت إذ لا فائدة في الإخبار لأنك إذا قلت الذي ضربت فقد علم المخاطب أن الضارب هو المتكلم فيبقى الإخبار بأنا لغوا وكذا قولك الذي قلت أنت فظهر بهذا أن قوله أنا أنت القاتل أنت أنا ليس بوجه والوجه أن يقال القاتله أنت أنا واعلم أن حذف الضمير في المعطوفة على الصلة أحسن من حذفه من المعطوف عليها نحو هذا الذي ضربته وقتلته فلهذا حسن حذف الضمير في المعطوفة على الجنة التي هي خبر المبتدأ نحو زيد ضربته وقتلته وإن قبح حذفه من المعطوف عليها عنوان الإخبار بالذي وبالألف واللام قوله وإذا أخبرت بالذي صدرتها وجعلت موضع المخبر عنه ضميرا لها وأخرته خبرا فإذا أخبرت عن زيد من ضربته زيدا قلت الذي ضربته زيد وكذلك الألف واللام في الجلة الفعلية خاصة ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول فإن تعذر أمر منها تعذر الإخبار ومن ثم امتنع في ضمير الشأن والموصوف والصفة والمصدر العامل والحاري والضمير المستحق لغيره والاسم المشتغل والمجتمل عليه هذا باب تسميه المحات باب الإخبار بالذي أو بالألف واللام ومقصودهم من وضع هذا الباب تمرين المتعلم فيما تعلمه في بعض أبواب النحو من المسائل وتذكيره إياها كما يتذكر مثلا بمعرفة أن الحال والمتميز لا يخبر عنهما أنه يجب تنكيرهما وبمعرفة أن المجرور بحتى وكيف التشبيه لا يخبر عنهما أنهما لا يقع الضميرين وبمعرفة أن ضمير الشأن لا يخبر عنه أنه يجب تصديره بغرض الإبهان قبل التفسير فنقول معنى قولهم أخبر عن ألف الذي في دن الجلة الفرانية بداء الموصول أي صغ من هذه الجلة جلة أخرى اسمية وأخبر في الثانية لألف أي عن ذات متصفة لما اتصف به ألف في الأصل معدرا عن تلك الذات بداء الموصول ولا تغير الأولى عوابعها إلا بقدر ما يفيد هذا الإخبار المذكور فلابد إذن أن تجعل في الثانية باء مبتدأ مصدرا لأن المسؤول منك أن تخبر عن تلك الذوات أي باء والمخبر عنه في الجملة الاسمية المبتدأ والمبتدأ مرتبته المصدر ولابد أن تجعل مكان ألف ضميرا راجعا إلى باء لأن المسؤول أن تصف باء بالوصف الذي كان لألف بلا تغير شيء من الجملة الأولى ولم يمكن أن يكون باء مكان ألف لتصبر باء فإن باء مبتدأ فلابد أن يكون نائبه وهو الضمير العائد إليه مكان ألف ولابد أن تؤخر ألف في الجملة الثانية خبرا لأن المسؤول أن تخبر عن باء ألف ورتبة الخبر عن الموصول بعد تمام الموصول بصلته فعلى هذا لم تخبر عن ألف بباء الموصول بل أخبرت عن باء الموصول بألف إلا أنك لما أخبرت عن باء بألف والمتدأ في المعنى هو الخبر أن يطلق على ما يطلق على الخبر فإذا أخبرت عن باء فقد أخبرت عن ما يطلق عليه ألف فكأنك أخبرت عن ألف وإنما ذكرت المخبر عنه باسم ألف دون باء لأن ألف هو المذكور في الجملة الأولى التي هي المصوظة المفروغ منها المعلوم أجزاؤها دون باء فألف هو المشهور قبل صوغي الثانية وأن قولك في السؤال بباء الموصول فليس معناه اجعل باء مخبرا به بل الباء فيه للاستعانة كما في قولك قتبت بالقلم إذ المعنى أخبر الإخبار المذكور بأن تجعل باء الموصول مبتبأ ومثال ذلك أن يقول العالم للمتعلم ليدربه أو لجربه أخبر عن زيدا من قولك ضربت زيدا بالذي فالمعنى اجعل الذي مبتدأ خبره زيد واجعل تلك الجملة الأولى وهي ضربت زيدا صلة للذي بلا تغيير شيء منها إلا أن تجعل مكان زيدا ضميرا عائدا إلى الذي وتؤخر زيدا خبرا عن الذي فتقول الذي ضربته زيد فالفرق بين الجملة الأولى والثانية أنك إذا قلت ضربت زيدا فربما تخاطب به من لا يعرف أن لك مضروبا في الدنيا وربما تخاطب به من يعرف شخصا بمضروبيتك لكنه لا يعرف أنه زيد وأما قولك الذي ضربته زيد فلا تخاطب به إلا على الوجه الثاني أي تخاطب به من يعرف أن لك مضروبا لأن مضمون الصلة يجب أن يكون معلوما للمخاطب كما ذكرنا ولكن لا يعرف أنه زيد إذ لو عرف ذلك لوقع الإخبار عنه بأن ه زيد ضائعا فالجلة في المحتمل الثاني للجملة الأولى قوله صدرتها أي جعلت الذي في الصدر مبتبأا قوله وأخرته خبرا مصب على الحال أو ضمن أخرته معنى جعلته أي جعلته خبرا متأخرا قوله وكذلك الألف واللام في الجملة الفعلية لا تخبر بالألف واللام إلا عن اسم في الجملة الفعلية خاصة قوله ليصح بناء اسم الفاعل أو المفعول منها قد ذكرنا أن صلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول وذلك لأنه يمكن أن يسبك من الجملة الفعلية اسم فاعل مع فاعله إذا كان الفعل مبنيا للفاعل إذ معنى اسم الفاعل مناسب للمعنى فعل ويفعل نحو زيد ضارب أي ضرب ويضرب أو اسم المفعول مع مرفوعه إذا كان الفعل مبنيا للمفعول إذ معنى اسم المفعول مناسب لمعنى فعل ويفعل نحو زيد مضروب أي ضرب أو وضرب وليس شيء من اسم الفاعل والمفعول مع مرفوعهما بمعنى الجملة الاسمية حتى يسبك منها أحدهما مع المرفوع بلى هما مع مرفوعهما جملتان اسميتان في نحو أضارب الزيدان وما مضروب البكران لكن في أولهما حرفان يمنعان من وقوعهما سلة للام كما سيجيء بعيد ويجب أن يكون الفعل الذي يسبك منه سلة الألف واللام متصرفا إذ غير المتصرف نحو معنى وبئس وحبذ وعس وليس لا يجيء منه اسم فاعل ولا مفعول فلا يخبر باللام عن زيد في نحو ليس زيد منطلق ويجب أن لا يكون في أول ذلك الفعل حرف لا يستفاد من اسم الفاعل والمفعول معناه كالسين وسوف وحرف المفي والاستفهام قوله فإن تعذر أمر منها أي أمر من الأمور الثلاثة وهي تصدير الموصول ووضع عائد إليه مقام ذلك الاسم وتأخير ذلك الاسم خبرا فبالشرط الأول وهو تصدير الموصول يتعذر الإخدار عن كل اسم في الجملة الإنشائية والطلبية لأن الصلة كما تقدم لا تكون إلا خبرية ويتعذر أيضا عند الكوفيين الإخدار بالذي عن اسم في جملة مصدرة بالذي لأنهم يأبون دخول الموصول على الموصول إذا اتفق لفظا أما قوله من النفر اللاء الذين إذا يهاب اللئام حلقة الباب قعقع فيروونه من النفر الشم الذين والأولى تجويز الرواية الأولى لأنها من باب التكرير اللفظي كأنه قال من النفر اللائي اللائي فإن تغير نحو الذي من فعل كان أسهل عندهم قال ابن السراج دخول الموصول على الموصول لم يجئ في كلامهم وإننا وضعه المحاة لياوة من المتعلمين وتدريبا لهم نحو الذي الذي في داره عمر زيد فقولك في داره صلة الذي الأخير وعائده مستسر في الظرف وعمر خبر الذي الأخير والذي الأخير مع صلته وخبره صلة وعائد الأول ألهاء المجلور في داره وزيد خبر الذي الأول كأنك قلت الذي ساكن في داره عمر زيد وتقول الذي التي اللذان أبواهما قاعدان لديهما كريمان عزيزة عنده حسن تبتدئ بالموصور الأخير فتوفيه حقه من الصلة والعائد والخبر لاستعمائه ما في حيزه عما قبله واحتياج كل ما قبله إليه لكونه من صلته فتقول أبواهما قاعدان صلة اللذان وعائده الضمير المجلور في أبواهما وخبره كريمان وهذه الجولة أعني اللذان مع صلته وخبره صلة التي والعائد إلى التي من صلته الضمير المجلور في لديها فالتي مبتدأ مع صلته المذكورة وعزيزة عنده خبره والجولة أعني التي مع صلته وخبره صلة الذي والعائد من الصلة إليه الهاء المجلورة في عنده والذي مع صلته المذكورة مبتدأ خبره حسن وهكذا العمل إن زاية الموصولات ولا تقف عند حد فاحذر الغلط وأعطي كل موصول حقه وبالشرط الثاني وهو وضع الضمير العائد إلى الموصول مقام المخبر عنه يخرج الفعل والجملة والجار والمجرور والظرف إذ لا تغمر هذه الأشياء ويخرج كل اسم لازم للتنكير كالمجرور بكم واسم لا التبرئة وخبرها والحال والتمييز المنصوب وكنكرة تفيد ما لا يستفاد من المعارف كالتفخيم في زود أيما رجل والاستغراق في نحو كل رجل وأفضل رجل وما من رجل وكذا كل اسم يلزمه النفي نحو لا أحد ولا عريبة ولا كتيعة ويخرج أيضا كل اسم جاء تعريفه لكن يلزم إظهاره كثاعد حدد والمعارف السادة مسد الحال كالعراك ووحده وجهده وسائر ما ذكرنا في باب الحال لأنها لأنها بلفظها تدل على لفظ الحال والإدمار يزيده وكالمصدر العامل إذ لا يزيد مرور بزيد حسن وهو بعمر قبيح لأن لفظ المصدر مراعا في العمل إذ هو من جهة التركيب اللفظي يشابه الفعل فيعمل والإدمار يزيد اللفظ وكذا كل صفة عاملة كاسم فاعل والمفعول والصفة المشبهة العاملة في الظاهر وأن الإخبار عن قائم في زود في زود قائم إنه فإنما يجوز إذا لم تعمله في الضمير المستكم نظرا إلى كونه في الأصل اسما مستغنيا عن الفاعل وعند المازني يجوز الإخبار عن المصدر المحذوف عامله نحو إنما أنت سيرا وعند ابن السراج لا يجوز لأن الفعل إنما حدف لدلالة لفظ المصدر عليه وأجاز النازلي على قبح الإخبار عن ضرب بمعنى ضربت ضرب ومنعه غيره إذ صورته صورة المفرد فلا يصلح لكونه صلح ويقبح الإخبار عن المصدر الذي بالتأكيد لعري الإخبار عن فائية متبرة وكالمفعول له إذ اشترت فيه لفظ المصدر وكالمجرور بالكافي وغوي القسم وتائه وحتى ومنذ وكذا المرفوع بعدها إذ شرطه لفظ الزمان وكثميز الأعداد المجرور فإن المحققين استكبحوا الإخبار عنه لوجود كون المفسر صريحا في تعيين الجنس والإدمار يخل بذلك وبعضهم جوزه نحو الذي هذا مئته الدرهم وكالمقادير المبهمة المفسرة بما بعدها نحو راقود خملا وعشرون درهمة فإن ألفاظها معتبرة وكالمضاف بين المضاف إليه إذ المضمر لا يضاف وكالموصوث بدون الصفة وكالصفة بدونه بدونه وكالموصول بدون صفته وكالصفة لا بدون الموصول إذ لفظها شرط وأن البدل والمبدل منه فبعضهم لا يجيز الإخبار عن أحدهما وحده بل عنهما معا كالصفة والموصوف قال لأن البدل مبين كالصفة فلا يفرد من المبدل منه وأيضا تخل الصلة من العائد في نحو جاءني زيد أبوك إن أخبر عن البدل عندما يجعل بدل في حكم تكلير العامل وبعضهم أجاز الإخبار عن كل واحد منهما فالأول تقول في مررت برجل زيد مخبرا عنهما الذي مخبرا عنهما الذي مررت به رجل زيد والثاني تقول مخبرا عن المقدر منه الذي مررت به زيد رجل ومخبرا عن البدل الذي مررت برجل به زيد بإعادة الجار لأن المجرور لا منفصل له ويجوز أن تقول برجل هو وابع المرفوع مقام المجرور والمجرور من اختلف في ببر البعض والاجتمال فأجازه الأخفش إذ الضمير نفسنا بعده ومنعه الزيابي إذ الضمير لا يدل على البعض والاجتمال قبل أن يذكر خبر الموصول وكخبر عسى وأخواتها وكألفاب التأكيد في الأشهر إذ تلك الألفاب معتبرة في إفاة التأكيد وأيضا يبقى خبر الموصول تأكيدا بلا مؤكد وكعطف البيان دون المعطوف وكالمضاف إليه من الكنى والأعلام للأناسي وغيرها كأب القاسم وامرء القيس وابن آوى وابن عرس وابن قطرة وابن مقرض وأم حبين وسان أبرس إذ المضاف إليه في مثلها صار بالعالمية كبعض حروف الكلمة وكذا قزح في قوس قزح وككل جزء من جزء المركب نحو بيت بيت وخمسة عشر ودعل بك وكمنذ ومذ فإنهما لا يبمراني وكذا كل ظاهر قام قام الدمير في نحو الحاقة الحاقة وقوله لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقير مما إظهاره في التفقين ومنع بعضهم الإخبار عن خبر كان والأصل جوازه لأنه كخبر المبتدأ ويخد أيضا ما جاز إضماره لكن الدمير لا يعود إلى ما تقدم من الموصول كالمجذور برب وفاعل نعمى ودئس واخواتهما فإن هذه الضمائر لا تجيء إلا مبهمة مميزة بما بعدها وكذا كل دمير مستحق لغيره أي استحقه غير الموصول كالدمير في زيد ضربته وفي زيد ضرب وفي زيد قائم إذ المبتدأ استحق الضمير من هذه الأخبار فلو قلت الذي زيد ضربته هو فإن دقي الضمير كما كان راجعا إلى زيد لم يجز لأنه قلنا يجب أن يقوم ما قام المخبر عنه ضمير عائد إلى الموصول وأيضا تبقى الصلة خالية من عائد إلى الموصول وقيمك هو في الأخير ليس في الصلة بل هو خبر الموصول وإن جعلناه عائدا إلى الذي بقي خبر الممتبأ وهو جملة خاليا من عائد إلى الممتبأ وقيل كهوة الأخير ليس في حيز الخبر زيت وقيله ورسم المجتمل عليه أي رسم الذي أحد جزئيه ضمير مستحق لغير الموصول كغلامه في زيد ضربت غلامه فإن المضاف مع المضاف إليه أعني رفض غلامه مجتمل على الهاء التي استحقها الممتبأ قوله عليه أي على الضمير المستحق لغيره قيل إن استغني بضمير جاز الإخبار عن ضمير آخر وإن رجع إلى ذلك الممتبأ وذلك كما في زيد ضاربه أخوه جاز لك الإخبار عن أي ضمير شئت منهما وقال الأندلسي لا يجوز ذلك لا لعدم رجوع عائد من الصلة إلى الموصول بل لعدم فائية في الخبر لم يفدها المبتبأ لأن في قولك زيد ضاربه أخوه كوى نفض هو يرجع إلى زيد لأنه ضميره وقد أخرى وزيد مذكور في الصدر فلا يكون في ذكر ضميره ثائدة وليس ما قال بشيء لأن ذكر زيد في الصدر لا يجعل الممتبأ الذي هو الموصول نصا في زيد حتى يخلو الإخبار بزيد عنه من الفائدة بيان زادك أنك إن أخبرت عنها ضاربه يكون المعنى الذي ضاربه أخو زيد زيد فقد عرفنا بالمتبأ بل عرفنا بالمتبأ أن هنا شخصا هو مضروب أخي زيد فيجوز أن يكون ذلك الشخص زيدا وغيره فقولك إذن في الخبر زيد في هفائية مجددة وهي أن زيدا مضروب أخيه دون عمل وغيره وكذا إن أخبرت عن هائي أخوه يكون المعنى الذي ضارب زيد أخوه زيد فمضمون الصلة الذي يجب أن يكون معلوما للمخاطب أنها هنا شخصا أخوه ضارب زيد فيستفيد من الخبر أن ذلك الشخص نفس زيد وقال صاحب المغني لا يجوز الإخبار عن أحد الضميرين لأن عودهما على الممتدأ سادق على استحقاق الموصول لهما ويتوقف الممتدأ على ارتباطهما به كارتباط الضمير الواحد وليس أيضا بشيء إذ لا يلزم بقاء ما عاد إليه الضمير المخضر عنه بعد الإخبار على حالة قبله بدريد صحة الإخبار عن تائي ضربته ونحوه ولا يتوقف الممتدأ على ارتباط الضمير به بل يكتفي بأحدهما فنقول الأولى جواز الإخبار عن كل واحد من الضميرين إذ لا مانع وكذا يجوز الإخبار عن ضمير عائد إلى ما تقدم إن استغنى ذلك المتقدم عن ذلك الضمير بأن يكون الضمير في جملة ثانية بعد ذكر المفسر في جملة أولى لا تعلق لها بالثانية كما تقول زيب أخوك ثم تقول قد ضربته فيصح الإخبار عنها ضربته وبالشرط الثالث وهو تأخير مخبر عنه خبرا يخرج كل ما لا يصح تأخيره كضمير الشأن إذ لو أخرته لم يحصل الإبهام قبل التفسير وهو الغرض من الإثيان به كما مر وكذا كل مبهام مفسر بما بعده كضمير مئمة وبئسة وربا ويخرج أيضا كل اسم فيه معنى الشرط والاستفهام كمن وما وأيه وكذا كمن خبرية وكأي يتصبرهنا لما فيهنا من معنى الإنشاء ويخفض أيضا كل ما لوجوز رفعه كالظروف غير المتمكنة نحو عند وسيوى وذات مرة وبعيدات بينه وكذا سحر وعشاء وعتمة معينات وكذا المصادر اللازم نصبها كسبحان ولبيك ونحوهما قالوا وإن أخبرت عن ضرف متمكن جئت في ضميره بفيه كما إذا أخبرت عن يوم الجمعة في قولك سرت يوم الجمعة فتقول الذي سرت فيه يوم الجمعة إلا أن يكون الضرف متوسع فيه وهذا القول منهم مبني على أن الضمير لا يكون ضرفا وقد قدلنا ما عليه في باب المفهول فيه ولا يمتنع على ما قالوا الإخبار عن المفعول له له الذي ضربت له تأذيب والضمير القائم مقام المخبر عنه إن كان المخبر عنه مجلورا فهو بارز متصل وإن كان مرفوعا فضميره إنا مستثر كما إذا أخبرت عن زيد من جاء زيد وإنا بارز متصل كما إذا أخبرت عن الزيدان في ضرب الزيدان وإنا منفصل كما إذا أخبرت عن زيد في ما جاءني إلا زيد انتهى الشرية الرابع من كتاب شرح كافية بن الحاجب لرضوه الدين الاستراباذي في قسمه الثاني وللكتاب البقية على الشرية الخامس الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشرية الخامس من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضوه الدين الاستراباذي ونواسل القراءة في موضوع الإخبار بالذي والألف واللام ينفصل المرفوع المتصل إذا كان في جملة وكان قبل الإخبار متصلا وذلك إذا أخبرت بالألف واللام وجرت سلته على غير من هي له كما إذا أخبرت عن زيدا في ضربت زيدا باللام فإنك تقول الضاربه أنا زيد هذا عند النحاة وقد تقدم في باب المدمرات أن المنفصل في مثلي تأكيد للمستمر لا فاعل له وقد عرفت مواضع كل واحد من هذه الثلاثة في باب المدمر أعني المستتر والبارز المتصل والبارز المنفصل فارجع إليه وإن كان منصوبا فضميره إن بارز المتصل كما إذا أخبرت عن زيدا في ضربت زيدا أو المنفصل كما إذا أخبرت عن زيدا في ما ضربت إلا زيدا لما عرفت من مواقع المتصل والمنفصل وإذا أخبرت عن أي ضمير كان فلابد من تأخيره مرفوعا منفصل لأنه خبر المبتدأ ثم أعلم أنك إذا أخبرت عن ضمير المتكلم والمخاطب فلابد أن يكون الضمير القائم مقامه غائبا لرجوعه إلى الموصول وهو غائب كما إذا أخبرت عن أحد ضميري ضربتك ولا يجوز الحمل على المعنى كما في أنا الذي سمت لأمي حيضرة بعدم الفائدة فلا تقول في الإخبار عن تا ضربتك الذي ضربتك أنا ولا في الإخبار عن الكاف الذي ضربتك أنت فليس إذن كقوله أنا أنت القاتل أنت أنا بصحيح الإخبار عن اللام على ما تقدمت الإشارة إليه وإن نختار الإخبار بالذي دون من وما وأي وسائل الموصولات لأنها أم الباب وهو أكثر استعمالا ولا يكون إلا موصولا وأما الإخبار بالألف واللام فاختاروه أيضا لكثرة التغيير معه بسبك الفعل اسم فاعل أو مفعول وإبراز الضمير كما في أضاربه أنا زيد في ضربت زيدا حتى تحصل الدربة فيه أكثر ولنذكر حكم الإخبار في التنازع فإن فيه بعض الإشكال فنقول الأولى في باب التنازع أن لا يغير الترتيب ويراعى ترتيب المتنازعين على حالهما ما أمكن لما مر في بيان حقيقة الإخبار من أنك لا تغير جملة المتضمنة بالمخبر عنه إلا إذا اضطرلت إليه فإذا وجه العاملان من جهة الفاعلية وأعمل الثاني نحو ضرب وأكرم زيد قلت مخبرا بالذي عن المتنازع فيه الذي ضرب وأكرم زيد قال قام زيد ضمير فاستتر فيه أكرم والضمير فيه ضرب أيضا يرجع إلى الذي وقد كان قبل راجعا إلى زيد إذ لم يكن ها هنا تنازع فيه لين في الضمير القائم مقام المخبر عنه كما كان في المخبر عنه لما ذكرنا في باب التنازع أنه لا تنازع في الضمير المتصل وتقول بالألف واللام عند الرماني وابن السراج وجماعة زيد عطفت الفعل الصريح وهو أكرم على ضارب لأنه أيضا فعل لكن في صورة الاسم على ما قدمنا والأخفش يدخل اللام في مثله على الفعلين ويأتي للمخبر عنه في الأخير خبرا عن الموصولين فيقول الضارب والمكرم زيد كما يقول العاقل والكريم زيد وكأنه في الأصل من باب عطف الصفة على الصفة لأن العاقل منصوفه مقدر فهو مثل قوله إلى الملك القرن وابن الهمان وليث الكتيبة في المزدحم وعز الرماني إلى المازني وليس في كتابه أنه يجعل الكلام جملتين اسميتين كما كان في الأصل فعليتين لأن المتبع والخبر نظير الفعل والفاعل فنقول في مسألتنا عند إعمال الثاني الضارب هو والمكرم زيد وأول مذاهب أولى لأنه أقل تغييرا ثم الثاني أولى من الثالث لمثل ذلك وما ذكر من قصد التشاكل بالإتيان بالاسميتين في الفرع مكان الفعليتين في الأصل فإن لا يرجح به على المذهب الأول إذا إذا عطف الفعلية على الفعلية فيه باق في الحقيقة مع قلة التغيير وأن أبو الحسن فله أن يقول الجملة في الأصل صارتا كالواحدة من حيث كون المتنازع فيه كجزء كل واحدة منهما فهو الرابط بينهما وإن أعملت الأول في مسألة ما قلت أيضا في الإخبار بالذي الذي ضرب وأكرم زيد جعلت مقام زيد ضميرا فاستتر في ضرب لأن الغرض أنه فاعله وكذا في الإخبار بالألف واللام نحو الضارب وأكرم زيد وعند الأخفش الضارب والمكرم زيد وقياس قول المازمين الضارب والمكرم هو زيد لتكون الإسمية معطوفة على اسمية بين جزئي المعطوف عليها كما كان في الأصل الفعلية معطوفة على الفعلية بين جزئيها وإذا وجه العاملان من جهة المفعولية وأعمل الثاني نحو ضربت وأكرمت زيد قلت مخبرا عن التاء الأولى بالذي الذي ضرب وأكرم زيد أنا وإنما جعلت تاء أكرمت أيضا ضمير غائب وإن كان المخبر عنه هو التاء في الجنبة الأولى فقط لأن الثانية عطف على الأولى فلا بد فيها أيضا من ضمير راجع إلى الموصول وقد تقدم أن الموصول إذا كان مبتدأ وهو متكلم أو مخاطب من حيث المعنى لم يجز حمل الضمير على المعنى فلو قال الذي ذهبت أنا لعدم فائدة الإخبار والتنازع ههنا باطن على حاله لجواز امتصاب زيدا بضربة وقولك أكرم وإنفصل بين بعض الصلة وبعض إلا أنه ليس بأجندي كما يجيء في هذا الباب وتقول مخبرا باللام الضارب وأكرم زيدا أنا وعند الأخفش الضارب والمكرم زيدا أنا والتنازع غير باطن لأن زيدا لا يجوز انتصابه بضارب إذ لا يغطف على الموصول مع بقاء بعض الصلة وقياس قول مازني الضارب أنا والمكرم زيدا أنا وكذا تخبر عن تاء أكرمت بالذي وبالألف واللام سواء على المذاهب الثلاثة وتقول في الإخبار عن زيد بالذي الذي ضربت وأكرمته زيد وبالألف واللام الضاربه أنا وأكرمته زيد أبرزت ضمير المفعول في الضاربه وإن كانوا نحذوهم في الأصل لأن ضمير الألف واللام لا يحذف كما ذكرنا وأبرزت أنا بجري الصفة على غير من هي له وبعض المتقدمين يحذف ضمير اللام في مثله نظرا إلى الأصل وتقول على مذهب الأخفش الضارب هو أنا والمكرم هو أنا زيد وعند المازني الضارب أنا على أنه مبتدأ وخبر والمكرم هو أنا زيد جملة معطوفة على جملة أخرى وتقول في هذه المسألة إذا أعمل الأول نحو ضربت وأكرمته زيدا بإبراز الحاء في أكرمته على المختار كما مر في باب التنازع مخبرا عن التاء الأولى بالذي الذي ضرب وأكرمه زيدا أنا وبالألف واللام الضارب وأكرمه زيدا أنا والتنازع باق في الموضعين وعند الأخفش الضارب زيدا والمكرم هو أنا قدمت زيدا إلى جنب عامله إذ لا يؤطف على الموصول مع بقاء بعض صدته وعند المازلي الضارب زيدا أنا والمكرم هو أنا والإخبار عن تاء أكرمت كالإخبار عن تاء ضربت سواء عند كلهم وعن الإخبار عن زيدا بالذي فتقول فيه الذي ضربته وأكرمته زيد تصل الضمير القائم مقام زيد بعامله لعدم ما يوجب انفصاله لعدم ما يوجب انفصاله وكذا بالألف واللام الضاربه أنا وأكرمته زيد الحاء في الضاربه هو الضمير القائم مقام زيد وأبرز أنا لجري الصفة على غير صاحبها وعند الأخفش الضاربه أنا والمكرمه أنا زيد وعند المازلي الضاربه أنا والمكرمه أنا هو زيد وزيد خبر للضاربه لأنه كان في الأصل مفعول ضربت والجلة المعطوفة أعني المكرمه متوسطة بين جزئ المعطوف عليها وتقول في ضربني وضربت زيدا عند إعمال الثاني مخبرا عن اليا أو التاء بالذي الذي ضربه وضرب زيدا أنا ولا تقول ضربني ولا ضربت لما مر والتنازع باق على حاله وتقول في التثنية على مذهل البصريون الذي ضرباه وضرب الزيبين أنا وعند الكسائي الذي ضربه وضرب الزيبين أنا بحذف الفاعل وتقول بالألف واللان الضاربه هو وضرب زيدا أنا أبرز هو لجري الصفة على غير صاحبها والتنازع باق وعلى مذهب الأخفش الضاربه هو والضارب زيد أنا والأولى أن يقال الضاربه زيد لأن الإدمار قبل الذكر وإنما جاز في الأصل لكونه من داب التنازع مع مخالفة الكسائي فيه أيضا وليس بقياس في جميع المواضع وعند المازمي في الإخبار عن الواء الضاربه هو أنا والضارب لما ذكرنا وفي الإخبار عن التاء الضارب هو مبتدأ وخبر والضارب زيد أنا والأولى الضارب زيد لما مر وإن أخبرت عن زيد بالذي قلت الذي ضربني وضربته زيد لا يمكن بقاء التنازع إذ لا تنازع في ضمير متصل كما مر وبالألف واللام الضارب وضربته زيد وعند الأخفش الضارب والضارب هو أنا زيد بإبراز أنا لجري ضاربه على غير من هو له وعند المازلين الضارب هو والأولى الضارب زيد والضارب هو أنا زيد وإن عملت الأول والمختار ضربتني وضربتها هند بإظهار ضمير المفعول كما مر في باب التنازع قلت في الإخبار عن رياء أو التاء بالذي الذي ضربته وضربها هند أنا والتنازع باق وبالألف واللام الضاربته وضربها هند أنا فاعل ضاربته وعند الأخفش الضاربته هند والضاربها أنا قدمت هند إلى جنب آمله لألا يفصل بين بعض الصلة وبعض بالأجنبي وعند المازني الضاربته هند أنا والضاربها أنا وفي الإخبار عن هند التي ضربتني وضربتها هند وبالألف واللام الضاربتي والضاربها أنا هند وتقول مخبرا عن التاء أولياء في ضربتني وضربت هند عند يهماب الثاني الذي ضرب وضربته هند أنا ولا يجوز ضربتني لما تقدم وبالألف واللام الضارب وضربته هند أنا وعند الأخفش الضارب والضاربته هند أنا ويقول المازني مخبرا عن التاء الضارب والضاربة هند أنا والضارب مبتدأ وأنا خبره وإن أخبرت عن هند قلت التي ضربت وضربتني هند والضاربها أنا وضربتني هند أظهرت المفعول في ضاربها لأن عائد الموصول لا يحدث وبعض المتقدمين يحدثه مراعاة للأصل وأبرزت أنا لجري الصفة على غير صاحبها وعند الأخفش الضاربها أنا والضاربة هند وعند المازني الضارب أنا على أنه مبتدأ وخبر والضاربة هند وإن أعملت الأول قلت مخبرا بالذي عن التاء أولياء الذي ضرب وضربته هند أنا وبالألف واللام الضارب وضربته هند أنا والتنازع باط فيهما وعند الأخفش الضارب هندا والضاربته هي أنا بتقطيم هندا إلى جنب آمله كنامر ويقول النازني مخبرا عن التاء الضارب هندا والضاربة هي أنا وأنا خبر الضارب وعند رياء الضارب هندا أنا والضاربته هي أنا وتقول مخبرا عن هندا بالتي التي ضربتها وضربتني هند وباللام الضارب ها أنا وضربتني هند وعند الأخفش الضارب ها أنا والضاربة هند وعند المازني الضارب ها أنا والضاربة هي هند وهند خبر الضاربها وتقول في أعطيت وأعطاني زيد درحم مخبرا عن التاء أو دياء بالذي الذي أعطى وأعطاه زيد درحم أنا وباللام المعطي وأعطاه زيد درحم أنا والتنازع باطن في الصورتين وعند الأخفش المعطي والمعطيه زيد درحم أنا وأني مازني فإنه يرد في مثله كل ما حدف منه فيرد مفعولي الأول نحو المعطي زيدا درحم والمعطيه هو إياه أنا وليس بوجه لمخالفته الأصدف الفعل الأول برد مفعوليه وفي الثاني بإقامة الضميرين مقام معموليه الظاهرين بلا ضرورة ولو سلك في هذا الباب سبيله في المتعد إلى واحد أعني جعل الكلام جملتين لقال المعطي زيدا درحم أنا والمعطيه هو إياه أنا وإن أخبرت عن زيد قلت الذي أعطيت وأعطاني درحم زيد والمعطيه أنا وأعطاني درحم زيد بإبراز عائد اللام وبعض المتقدمون يجوز حذفه لمطابقة الأصل كما مر وبإبراز أنا بجري الصفة على غير صاحبها وعند الأخفش المعطيه أنا والمعطي بالإضافة أو المعطي إياه كما تبين في المدمرات درحم زيد ويجوز المعطي أنا مراعاة للأصل والمازمي يقول من أظهر الضمير في المعطيه أظهر المفعول الثاني وليس بوجه لأن إبراز الضمير لأجل اللام فإنه لا يحذف عائده كما مر وليس أعطي من أفعال القلوب حتى يلزم ذكر الثاني بذكر الأول فإن رددنا مفعولي الأول كما هو مذهب المازمي قلنا المعطيه أنا درحم والمعطيه أو المعطي إياه زيد كما ذكرنا في المدمرات في نحو ضربي إياك وضربيك ولو قلت المعطيه أنا إياه والمعطي درحم زيد على أن يكون إياه عائدا إلى درحم لأضمرت المفعول قبل الذكر في غير باب التنازع وهذا لا يجوز في باب التنازع كما مر وإن أخبرت عن الدرحم قلت الذي أعطيت وأعطانيه زيد درحم وصلت الضمير إذ لا موجب للفصل وباللام المعطيه أنا وأعطانيه زيد درحم وعند الأخفش المعطيه أنا أو المعطي أنا بحذف الضمير والمعطيه أو المعطي إياه زيد درحم كضربيك وضربي إياك والمازني يرب المحذوف نحو المعطيه أنا زيد والمعطيه أو المعطي إياه هو درحم وتقول في ظننت وظنني زيد أخاك مخبرا عن التال أولياء بالذي الذي ظن وظنه زيد أخاك أنا وباللام الظن وظنه زيد أخاك أنا بحذف المفعول الأول كما كان في الأصل وعند الأخفش الظن والظنه زيد أخاك أنا والمازني لو جعله جملتين ورد المحذوف قال الظن زيد أخاك أنا والظنه هو إياه أنا فالمتصر ضمير اللام والمنفصر ضمير أخاك وهو ضمير زيد أبرزته لجري الصفة على غير صاحبها وإن وإن أخبرت عن زيد قلت الذي ظننت وظنني أخاك زيد والظنه أنا أخاك وظنني إياه أو ظنني زيد نحو خلتكه وخلتك إياه على ما مضى في المجمرات أظهرت ضمير المفعول في الظنه لكونه ضمير اللام فلا يحذف وبعضهم يحذفه مراعاة للأصل وأظهرت ثاني مفعولي الظنه لأن أفعال القلوب يجب في الأغلب بذكر أحد مفعوليها ذكر الآخر وأبرزت أنا لجري الصفة على غير صاحبها وعند الأخفش الظنه أنا أخاك والظنه أو الظنه إياه زيد وإن أخبرت عن أخاك قلت الذي ظننت وظننيه زيد أو ظنني زيد إياه أخوك والظن أنا زيد إياه وظننيه أو ظنني إياه أخوك وأجاز بعضهم الظنه أنا زيد والأولى أنه لا يجب ذلك لما ذكرنا في داب الضمائر أن ثاني المفعولين يجد انفصاله عند الالتباس بأولهما وعند الأخفش الظن أنا زيد إياه والظن هو إياه أخوك أو الظن هو أخوك كامرة في خلتكه وضربيك وإبراز الضمير في الظن هو والظن إياه لكون الصفة لله لألف واللام التي هي الأخ والضمير لزيد وزيد وإن كان الأخ من حيث المعنى لكن المعاملة مع ظاهر اللفظ في هذا الباب وتقول أعلمت وأعلمني زيد عمرا منطلقا مخبرا عن التاي أولياء بالذي الذي أعلم وأعلمه زيد عمرا منطلقا أنا وبالله والمعلم którą المعلم والمعلمه زيد عمرا منطلقا أنا وإن أخبرت عن زيد بالذي قلت الذي أعلمت وأعلمني عمرا منطلقا زيد وبالله المعلمه أنا وأعلمني عمرا منطلقا زيد هذا عندما يجيز الاقتصار على المفعول الأول وعند سيبويه المعلمه أنا عمرا منطلقا وأعلمنيه إياه زيد وعند الأخفش المعلمه أنا والمعلمي عمرا منطلقا زيد إذا اقتصر على أول المفاعل وإن لم يقتصر فالمعلمه أنا عمرا منطلقا والمعلمي إياه إياه زيد فإياه الأول لعمر والثاني لمنطلقا ويجوز المعلميه إياه زيد نحو ضربيك وضربي إياك وإن أخبرت عن عمر بالذي قلت الذي أعلمت وأعلمنيه زيد منطلقا عمر وباللام المعلم أنا زيد إياه منطلقا وأعلمنيه إياه زيد عمر أبرزت أنا لجري الصفة على غير صاحبها وإياه ضمير اللام لم يجز حذفه لأن عائد اللام لا يحذف على الأصح وجعلته منفصلا إذ لو قدمته ووصلته بالمعلم فقلت المعلمه أنا للتبس بالمفعول الأول كامر في مفعول ما لم يسم فاعله وإنما ذكرتم منطلقا لأن ذكر الثاني في هذا الباب يوجب ذكر الثالث قيل ووجب هنا ذكر المفعول الأول أعني زيدا لألا يلتبس الثاني بالأول ولقائد أن يقول إذا ذكرت في هذا الباب مفعولين فقط لم يجز أن يكون أحده من أول والثاني أحد الباقيين لأن ذكر أحد الباقيين يوجب ذكر الثاني فيتعين أن المفعولين هما الثاني والثالث بلى يمكن أن يقال وجب ها هنا ذكر الأول ليتبين من أول الأمر أن الضمير ليس المفعول الأول وتقول على مذهب الأخفش المعلم أنا زيدا إياه منطلقا والمعلمي هو إياه إياه عمر فإياه الذي بعد هو ضمير اللام وهو القائم مقام عمر المخبر عنه والثاني ضمير منطلقا وإن أخبرت عن منطلقا بالذي قلت الذي أعلمت وأعلمني زيد إياه منطلق والمعلم أنا زيدا عمرا إياه وأعلمني إياه منطلق أبرزت أنا لجري الصفة على غير صاحبها وفصلت الضمير العائدة إلى اللام أعني إياه الذي بعد عمرا لألا يلتبس لو اتصل بالمفعول الأول وذكرت الثاني أعني عمرا لذكرك الثالث أعني ضمير اللام وأما ذكر الأول أعني زيدا ففيه النظر المذكور ويجوز أعلمنيه إياه وعند الأخفش المعلم أنا زيدا عمرا إياه والمعلمي هو إياه منطلق أو المعلمي إياه هو وإنما أبرزت هو يجري الصفة على غير صاحبها وهذا القدر من التمرين كاف لمن له بصيرة عنوان استعمالات ما الاسمية قوله وما الاسمية موصولة واستفهامية وشرطية وموصوفة وتعمة بمعنى شيء وصفة لما كان في المبنيات ما يوافق لفظه لفظ الموصول لم يجعل له باب برأسه بل بين في ضمن الموصولات بل بين ما وافق اسم الفعل في اللفظ للمبنيات في أسماء الأفعال كباب فجاري وباب فساقي وباب قطاني الموافقة لباب نزالي ولولا قصد الاختصار ورعاية المناسبة اللفظية لكان القياس يقتدي أن تجعل أبوابا برأسها فمنها ما قوله وما الاسمية اعلم أن ما تكون حرفية أيضا وهي حينئذ على أقسام أيضا ولما كان هو في قسم الأسماء تعرض لأقسام مال اسمية وترك أقسام الحرفية إلى قسم الحروف قوله موصولة كما ذكرنا والاستفهامية نحو ما صناعتك وما صنعت ويدخلها معنى التحقير كقوله ما أنت ويد أبيك والفخر ومعنى التعظيم كقوله يا سيدا ما أنت من سيد والحاقة ما الحاقة ومعنى الإنكار نحو فيما أنت من ذكراها أي لا تذكرها على أحد التأويلات وقد تحدث ألف مالاستفهامية في الأغلب عند انجرارها بحرف جر أو مضاف وذلك لأن لها صدر الكلام لكونه استفهاما ولم يمكن تأخير الجار عنها فقدم عليها وركب معها حتى يصير المجموع ككلمة واحية موضوعة للاستفهام فلا يسقط الاستفهام عن الصدر وجعل حذف الألف دليل التركيب ولم يحدث آخر من وكم الاستفهاميتين مجرورتين لكونه حرفا صحيحا ولا آخر أي لجريه مجرى الصحيح في تحمل الحركات وقد جاء الألف ثابتا قال على ما قام يشتمني لئيم كخزير تمرغ في رمادي وإذا جاء ذا بعدنا الاستفهامية لم تحذف ألفها نحو بماذا تشتغل وذلك لأن ذا لما لم تثبت زيادته ولا كونه موصولا إلا مع ما صار ما مع ذا ككلمة واحدة فصار الألف كأنه في وسط الكلمة والحذف قليل في الوسط لتحصنه من الحوادث ولذا لم يحدث الألف من ما الشرطية المجرورة وإن شارقت الاستفهامية في التصدر في نحو ما تصنع أصنع والنكرة الموصوفة إن بالنفرد نحو مررت بما معجب لك وإما بجملة كقوله ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال وجاز أن تكون ماها هنا كافة كما في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا قال المسنف إلا أن النحا تختاروا كونها موصوفة لأن لا يلزم حذف الموصوف وإقامة الجار والمجرور وهو من الأمر مقامة وذلك قدير إلا بالشرط المذكور في باب الصفة هذا قوله ولا يمكنه أن تكون من من متعلقة بيتكره وهي للتبئيض كما في أخذت من الدراهم أي من الدراهم شيئا فكذا هنا معناه تكره من الأمر شيئا وقوله له فرجة صفة للأمر لأن اللامة غير مقصود قصده ويجوز أيضا تدمين تكره معنى تشمئز وتنقض ويعني بالتامة نكره غير موصوفة وذلك نحو ما التعجبية عند سيبويه لعمى هي أو نعمى شيئا هي عند الزمخشري وأبي علي وتكون أيضا ما معرفة تامة أي غير موصوفة ولا موصولة عند سيبويه بمعنى الشيء قال فيه فلعمى هي أي نعمى الشيء هي وكذا فيه دققته دقا نعمى أي نعمى الشيء ونعمى الدق وما المصدرية حرف عند سيبويه اسم موصول عند الأخفش والرماني والمبرد كما مر قبله وأما الذي المصدرية فلا خلاف اسميتها للام فيها نحو قول عليم رضي الله عنه في النهج نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء أي نزولا كالنزول الذي نزلته في الرخاء قوله وصفه اختلها في ماء التي تنم نكرة لإفاة الإبهام والتنكير فقال بعضهم اسم فمعنى قوله تعالى مثلا ما أي مثل وقال بعضهم زائلة فتكون حرفا لأن زيادة الحروف أولى من زيادة الأسماء لاستبدادها بالجزئية ولهذا استعظم الخريب وتعجب من الفصل لكونه اسما زيد لفائرة الفصل وأيضا ثبتت زيادتها نحو فبنا رحمة من الله وصفيتها لم تثبت فالحمل على ما ثبت في موضع الالتباس أولى انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في موضوع استعمالات ماء الاسمية وفائدة ماء هذه إما التحقير نحو هل أعطيت إلا عطاء ماء أو للتعظيم نحو لأمر ماء جدع قصير أمثه أو لأمر ما يسود سود من يسود أو التنميع نحو أضربه ضربا ما أي نوعا من أنواع الضرب أي نوع كان وتجتمع هذه المعاني كلها في الإبهام وتأكيد التنكير أي عطية لا تعرف من حقارتها وأمر مجهول لعظمته وضرب مجهول غير معين قوله ومن كذلك إلا في التمام والصفة أما من الموصولة فنحو لقيت من جاءك والشرطية نحو من تضرب أضرب والاستفهامية نحو من غلامك ومن ضربت والنكرة الموصوفة للمفرد كقوله وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا وبالظملة كقوله ربما أنضبت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع ولا تجيء تامة أي غير محتاجة إلى الصفة إلا عند أبي علي فإنه جوز كونها نكرة غير منصوفة وتجيء عند الكوفيين حرفا زائدا وأنشدوا آر الزبير سنام المجد قد علمت ذاك القبائل والأثرون من عادا وهي عند البصريين منصوفة أي الأثرون إنسانا معدودا وأنشدوا أيضا يا شاتو من قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي والمشهور يا شاتو ما قنص وعلة بناء ما ومن الشرطيتين والاستفهاميتين والموصولتين ظاهرة وأما الموصوفتان فإما لاحتياجهما إلى الصفة وجوبا وإما لمشابهتهما لهما موصولتين رفضا وكذا ما التامة ومن في وجوهها للعلم ولا تفرد لما لا يعلم خلافا لقطب وتقع على ما لا يعلم تغليبا كقوله تعالى ومن لست له برازقين وتقول اشتري من في الدار غلاما كان أو جارية أو فراشا ومنه قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع وذلك لأنه قال تعالى ومنهم والضمير عائد إلى كل دابه فغلب العلماء في الضمير ثم بنى على هذا التغليب فقال من يمشي على بطنه ومن يمشي على أربع وما في الغالب لما لا يعلم وقد جاء في العالم قليلا حكى أبو زيد سبحان ما ثخركم لنا وسبحان ما سبح الرعد بحمده وقال تعالى أو ما ملكت أيمانكم وتستعمل أيضا في الغالب في صفات العالم نحو زيد ما هو وما هذا الرجل فهو سؤال عن صفته والجواب عالم أو غير ذلك وتستعمل أيضا استفهاما كانت أو غيره في المجهول ماهيته وحقيقته ولهذا يقال لحقيقة الشيء ماهيته وهي منسوبة إلى ما والماهية مقلوبة الهمزة هاء والأصل المائية أو نقول إنه منسوب إلى ما هو على تقدير جعل الكلمتين ككلمة كقوله كنتي تقول ما هذا أفرس أم بقر أم إنسان فإذا عرفت أنه إنسان مثلا وشككت أنه زيد أو عمر لم تقل ما هو وقلت من هو وقول فرعون وما رب العالمين يجوز أن يكون سؤالا عن الوصف ولهذا قال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض ويجوز أن يكون سؤالا عن الماهية ويكون موسى عليه السلام أجابه ببيان الأوصاف دون بيان الماهية تنبيها لفرعون إلى أنه تعالى لا يعرف إلا بالصفات وماهيته غير معلومة للبشر وقولهم سبحان ما سخركم لما وسبحان ما سبح الرعد بحمده يجوز أن يكون لكونه تعالى مجهول الماهية ومن وما في اللفظ مفردان صالحان للمثنى والمجموع والمؤنث فإن عني بهما أحد هذه الأشياء فمراعاة اللفظ فيما يعبر به عنهما من الضمير والإشارة ونحوهما أكثر وأغلب وإنما كان كذلك لأن اللفظ أقرب إلى تلك العبارة المحمولة عليهما من المعنى إذ هو يصلة إلى المعنى وكذا في غير من وما تقول ذلك الشخص لقيته وإن كان مؤنثا قال تعالى خلقكم من نفس واحدة والمراد آدم عليه السلام وتقول ثلاث أنفس من الرجال وثلاث أشخاص من النساء فهذا أولى من العكس كما يجيء في بال العدد وإن تقدم على المحمول على من وما وشبههما من المحتملات ما يعضل المعنى اختير مراعاة المعنى في ذلك المحمول كقولك منهما من أحبها فهو أولى من قوله أحبه لتقدم لفظة منهما فلهذا لم يختلف القراء في تذكير ومن يقنت منكم ومن يأتي بفاحشة بخلاف قوله تعالى وتعمل صالحا لأنه جاء بعد قوله من كما وهو عابد للمعنى فلذا قال نؤتها أجرها وإن حصل بمراعاة اللفظ لبس وجب مراعاة المعنى فلا تقول لقيت من أحبه وأنت تريد من المسوان إلا أن يكون هناك قليلة ويجب أيضا مراعاة المعنى فيما وجب مطابقته للمحمول على المعنى نحو من هي محسنة أمك ولا يجوز محسن لأنه خبر لهي المحمولة على معنى من الذي بمعنى التي والخبر المشتق يجب مطابقته للمبتدأ تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا وجاز بن السراج من هي محسن نظرا إلى أن هي مراد به من الذي يجوز اعتبار لفظه ومعناه فإن حرف هي التي هي خدر الصلة كما في قولهم ما أنا بالذي قائل لك شيئا وقيل من محسن أمك سهل التذكير لأن المقدر لم يعين كونه بلفظ المذكر أو المؤنث والأصل الحمل على اللفظ كما مر فيقدر مذكرا ولكون مراعاة اللفظ أكثر وأولى من مراعاة المعنى كان إذا اجتمع المراعاتان تقديم مراعاة اللفظ أكثر من العكس قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار حملا على اللفظ ثم قال خالدين حملا على المعنى ولكونها أولى أيضا رجع سبحانه بعد قوله خالدين إلى الحمل على اللفظ فقال خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا وأما تقديم مراعاة المعنى على مراعاة اللفظ من أول الأمر فنقل أبو سعيد عن بعض الكوفيين منعه والأولى الجواز على ضعف إلا في اللام الموصولة فإنه يمتمع ذلك فيها فلا يقال الضاربه جاء لخفاء موصوليتها ثم إنك إن أتيت لها بصاحب من الموصوف أو الممتدأ نحو جاء الزيدان الضارب غلامهما وهم مؤدب خدامهم لم يجز فيما يعبوا عنها من الضمير واسم الإشارة مراعاة لفظها وإن كانت صالحة كمن وما للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد وذلك لخفاء موصوليتها وكونها كلام التعريف في نحو هما الحسن غلامهما فكأن الضمير راجع إلى صاحبها لا إليها وإن لم تجئ بصاحبها جاز مراعاة لفظها كقوله أو تصبح في الضاعم المولي أي في الضاعمين المولين ويجوز أن يكون إفراده بكونه صفة مقدر مفرد اللفظ أي في الجمع الضاعم عنوان أي وأية قوله وأي وأية كمن وهي معربة وحدها إلا إذا حذف صدر سلتها قد ذكرنا حكم أي في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فأي الموصولة نحو اضرب أيهم لقيت والاستفهلمية نحو أيهم أخوك وأيهم لقيت والشرطية نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى والموصوفة نحو يا أيها الرجل ولا أعرف كونها معرفة موصوفة إلا في النداء وأجاز الأخفش كونها نكرة موصوفة كما في نحو مررت بأي معجب لك قيل وجاء الذي نكرة موصوفة نحو بالذي محسن إليك وأي تقع صفة أيضا بالاتفاق لا كما فإن فيها خلافة كما مر فلا أدري لما لم يذكره المصنف ها هنا بل جعلها كمن التي لا تقع صفة ولعله رأى أن الصفة في الأصل استفهامية لأن معنى برجل أي رجل أي برجل عظيم يسأل عن حاله لأنه لا يعرفه كل أحد حتى يسأل عنه ثم نقلت عن الاستفهامية إلى الصفة فاعتور عليها إعراض الموصوف وأي معربة من بين أخواتها الموصولات على اختلاف في اللذان واللتان وذو الطائية ومن بين أخواتها المتضمنة لمعنى الاستفهام والشرط وإنما ذلك لإلزامهم لها الإضافية المرجحة لجانب رسمية وليس كل مضاف بمعرب بل ما هو لازم الإضافة ألا ترى إلى عدم إعراب خمسة عشرك وكم رجل لعدم لزومهم الإضافة وكذا يضاف لدن إلى الفعل أيضا كما يضاف إلى الاسم والإضافة إليه كلا إضافة كما يجيء في الظروف المبنية وإنما ألزموها الإضافة لأن وضعها لتفيذ بعضا من كل كما مر في باب الوصف فإذا حذف المضاف إليه فإن لم يكن مقدرا لم تعرب كما في اللداء وإن كان مقدرا بقيت على إعرابها كما في قوله تعالى أي ما تدعو إلا فيك أي فإنه مقطوع عن الإضافة مع إعرابه وذلك لأنه يسير كالمبني على ما يجيء في الكنايات قوله إلا إذا حذف صدر سلتها سلتها إما إسمية أو فعلية والفعلية لا يحذف منها شيء فلا تبنى أي معها والإسمية قد يحذف صدرها أعني المبتدأ بشرط أن يكون ضميرا راجعا إلى أي فلا يحذف المبتدأ في نحو اضرب أيهم غلامه قائم وأيهم زود غلامه إنما يحذف كثيرا مع أي دون سائر الموصولات لكونه مستقلا بنفسه مع صلته بنزوم الإضافة وإنما لن يحذف أحد جزئي الفعلية لأن التساق الجزئين فيها أشد وإنما حذف المبتدأ إذا كان ضمير الموصول لأنه بالنظر إلى الموصول كاسم المكرر على الولاء بمعنى فإذا حذف المبتدأ صار مبنيا كأخواته الموصولة وذلك أن شيئا إذا فارق أخواته لعارب فهو شبيد المزوع إليها فبأدم سبب يرجع إليها وبني على الضم تشبيها بقبل وبعد لأنه حذف منه بعض ما يوضحه ويبينه أعن الصلة لأنها المبنية للموصول كما مر كما حذف من قبل وبعد المضاف إليه المبين للمضاف هذا هو مذهب سيبويه وهو الأكثر أعني كونه مبنيا على الضم عند حذف المبتدأ قال سيبويه والإعراب مع حذف الصدر لغة جيدة وجاء في الشواذ أيهم أشد على الرحمن عتيا بنصب أيهم وذلك لأنه لم تحذف الصلة بكمالها بل حذف أحد جزئيها وقد بقي ما هو معتمد الفائدة أي الخبر قال الجرمي خرجت من خندق الكوفة حتى أتيت مكة فلم أسمع أحد يقول في نحو ادرب أيهم أفضل إلا منصوبا والخريب ويونس يقولان ادرب أي أفضل مرفوعة إما على الحكاية أو التعليق كما يجيء في مذهبيهما قال سيبويه لا يرفع نحو ادرب أي أفضل ولا يبنى أي على الضمن قياسا على ادرب أيهم أفضل لأن ذلك مخالف للقياس ولم يسمع من العرب إلا أي أفضل منصوبا ولو قالوا لقلنا أي لو رفعوا أو ضموا لاتبعناهم قال جزولي إعرابه مع حذف المضاف إليه دليل على أنه كان مع المضاف إليه أيضا معربا لأن حذف المضاف إليه يرجح جانب الحرفية كما في قبل وبعد وذهب الكوفيون والخليل إلى أن نحو أيهم في مثل هذا الموضع معربة مرفوعة على أن ما بعدها خبر وهي استفحامية لا موصولة قالوا وهي في الآية مبتبأ خبره أشد ومن كل شيعة معمول من ننزعنا كما تقول أكلت من كل طعام قال تعالى وأوتيت من كل شيء فتكون من للتبعيد والكلام المحكي أعني أن أيهم أشد صفت شيعة على إضمار القول أي كل شيعة مقول فيهم أيهم أشد كقوله جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط قال الخليل وأيهم على هذا استفهامية نحو قولهم اضرب أيهم أفضل أيضرب الذي يقار له أيهم أفضل كما قال الأخطل ولقد أبيت من الفتاة بالمنزل فأبيت لا حرج ولا محروم أي أبيت مقولا فيها لا حرج ولا محروم أي هو لا حرج ولا محروم قال سيبويه لو جاز اضرب أيهم أفضل على الحكاية لجاز اضرب الفاسق الخبيث أي اضرب الذي يقار له الفاسق الخبيث بلى مثل ذلك يجيء في ضرورة الشعر لا في ساعة الكلام ومذهب يونس في مثله أن الفعل الذي قبل أي معلق عن العمل ويجيز التعليق في غير أفعال القلوب أيضا نحو اضرب أو اقتل أيهم أفضل كما يجيء في باب أفعال القلوب وليس بشيء لأن المعلق يجب كونه في صدر الجملة والمنصوب بنحو اضرب واقتل لا يكون جملة والمعلق إن استفهام أو نفي أو لان الابتداء أو أي بعد اضرب واقتل وهي لا تكون استفهامية إذ لا معنى لها إلا على وجه الحكاية كما قال الخلون بل هي موصولة بعده وقال الأخفش في الآية من فيها زائدة كما هو نذهبه من زيارة من في الموجب وكل شيعة مفعور لمنزعنا وأيهم أشد جملة مستأنفة لا تعلق لها بالفعل وقال المبرد أيهم فاعل شيعة أي لمنزعنا من كل فريق يشيع أيهم هو أشد وأي بمعنى الذي وعند أبي عمر أية إذا حذف منها ما تضاف إليه منعت الصرف نحو اضرب أي تلقيتها قال لتعرفها بالصلة والتأنيث فزاد على مذهبه للتعريف المانع من الصرف تعريف الموصولات واعتب بتاء التأنيث بلا عالمية وغيره يسرفها وهو القياس عنوان ماذا إعرابها وأوجه استعمالها قوله وفي ماذا صنعت وجهاني أحدهما من الذي وجوابه رفع والآخر أي شيء وجوابه نصب اعلم أن ذا لا تجيء موصوله ولا زائده إلا مع ما ومن الاستفهاميتين والأولى في ماذا هو قولك من ذا خير منك الزيادة ويدوز على بعد أن تكون بمعنى الذي أي من الذي هو خير منك على حد في المبتدى نحو ما أنا بالذي قائل وأما قولك من ذا قائن فذا فيه اسم الإشارة لا غير ويحتمل في من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا وما ذا الذي أن تكون زائدة وأن تكون اسم إشارة كما في قوله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم وهاء التنبيه تدخل على اسم الإشارة فيقال ما هذا الذي تقول وقد جاءت ذا زائدة بعد ما الموصولة قال دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمغي بنبئيني ولقائن أن ينع مجيء ذا موصولة مطلقا ويحكم في نحو ماذا صنعت بزيادتها وأن رفع الجواب في نحو قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ورفع البدل في قوله ألا ألا تسألاني ألا تسألاني المرأة ماذا يحاول أنحب فيقضى أم دلال وباطل فلأن ما مبتدأ والفعل بعد ذا المزيد خبره على تقدير حذف الضمير من الجملة التي هي خبر ما والذي حملهم على الدعاء كون ذا ها هنا موصولة رفع الجواب والبدل في الفصيح المشهور ولو جاز أن يدعى في الجواب أنه غير مطابق للسؤال وأن ذلك يجوز وإن لم يكن كثيرا لم يجوز دعوى عدم التطابق بين البدل والمبدل منه فوجب أن يكون ماذا يحاول جملة اسمية خبر المبتدأ فيها جملة فعلية وعما ما ذكر من حذف الضمير في خبر المبتدأ فقليل نادر كما تقدم في ذلك المبتدأ وتدرب الجملة الخبرية في نحو ماذا يحاول كثير غالب فعرفنا أن الجملة صلة لذا لا خبر لماء لأن حذف الضمير من الصلة كثير وهو أكثر من حذفه من الصفة وحذفه من الصفة أكثر من حذفه من الخبر كما مر في المبتدأ وإنما قل إظهار الضمير المنصوب في الجملة التي بعد ذا من بين المنصولات لنزومها لماء الاستفهامية أو من لأن ذا لا تكون موصولة إلا وقبلها إحداهما فكانت تثاقل الحاصل باتصال الصلة بالموصول أكثر فكانت تخفيفه بحذف الضمير الذي هو فضلة أولى وهذا كما جاز حذف المبتدأ في صلة أيهم في الساعة دون صلة غيرها وذلك لتثاقله بالمضاف إليه كما ذكرنا وإنما كان الجواب أو البدل مرفوع إذا كان ذا موصولة لأن ماذا إذن جملة الابتدائية ذا مبتدأ وخبره ما مقدم عليه لكونه نكرة وعند سبويه ما مبتدأ مع تنكيره وذا خبره على ما مر في باد المبتدأ والأولى في الجواب مطابقة السؤال فرفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف وذلك المبتدأ ضمير راجع إلى ذا الموصولة فقوله تعالى أساطير الأولين ليس بجواب لقوله للكفار ماذا أنزل ربكم إذ لو كان جوابا له لكان المعنى هو أساطير الأولين أي الذي أنزله ربنا أساطير الأولين والكفار لا يقرون بالإنزال فهو إذن كلام مستأنف أي ليس ما تدعون إنزاله منزلا بل هو أساطير الأولين وإذا كانت ذا مزيدة فما منصوبة المحل مفعولا للفعل المتأخر فالسؤال إذن جملة فعلية فكون الجواب جملة فعلية أو لا بالتطابق فينصب الاسم على إضمار مثل الفعل الذي انتصب به ما في السؤال فحلث ليلالة السؤال عليه فقاله تعالى ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أي أنزل خيرا وإنما لزمها هنا النصب ليكون مخالفا لجواب الكفار لأن النصب تصريح بكون أنزل مقدرا والرفع يحتمل استئناف الكلام كما ذكرنا في ويحتمل تقدير الموصور المذكور في السؤال ممتدأ كما في قوله تعالى قل العفو وإن اشتغل الفعل بعد ماذا بدمير منصوب نحو ماذا تفعله أو بمتعلقه نحو ماذا تقبي حقه فكون ما ممتدأ أو لا وإن جعلت ذا زائده أيضا لأن الرفع في زيد في زيد لقيته أولى من النصب كما مر في المنصوب على شريطة التفسير فرفق الجواب إذن أولى كانت ذا موصولة أو زائدة وأن في نحو ماذا وماذا عرض وقوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا وماذا أحل لهم مما ليس فيه بعد بل مما ليس فيه بعد ذا فعل ناصب لما قبله ولا مشتغل عنه بضميره أو متعلقه فالجملة ابتدائية جعلت ذا زائده أو موصوله فرفق البدل إذن واجب ورفع جواب مختار على كل حال وقول الشاعر وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق فقيل ذا فيه زائية لا موصولة إذ الصلة لا تكون إلا خبرية وعسى ليس بخبر وهذا يلزمهم في خبر المبتدأ أيضا فإن قيل خبر المبتدأ قد جاء طلبية كقوله تعالى بل أنتم لا مرحبا بكم وزيد نضربه قيل السلة أيضا جاءت لعل مع جزئيها كقوله وإني لراج نظرة قبل التي لعل وإن شطت نواها أزورها وعسى ولعل متقاربان فإن قدر القول هاهنا جازل المنازع أن يقدره أيضا في خبر المبتدأ ولا يجوز أن يكون ماذا مفعولا أن يتحدثوا لكون أن موصولة فالتقدير أن يتحدثوا به ولا بأسا نذكر بعض ما أهمله المصنف من إحكام الموصول وأحكام من وما وأي في الاستفهام وما يناسبها فنقول الموصول والسلة كجزء يسم وقد ثبت للموصول التقدم لكون السلة مبنية له فيجب للسلة التأخر فلا تتقدم السلة ولا جزء منها على الموصول ولا تعمل السلة ولا ما يتعلق بها فيما قبل الموصول لأن ذلك المعمول إذن جزءها وقد تقرر أن جزءا منها لا يتقدم على الموصول ولا تتعلق السلة بما قبل الموصول بأن تكون مصدرة ببل أو لكن أو علامة جواب القسم ونحو ذلك مما له تعلق بما قبل الموصول لأن ذلك المتعلق به المتقدم إذن جزء السلة ولا يفصل بين الموصول والصلة ولا بين بعض السلة وبعض بتابع للموصول كالوصف والبدل والعطفين والتأكيد ولا بخبر عن الموصول ولا باستثناء منه إذ هذه الأشياء لا تدير إلا بعد تمام الكلمة وقد وقد جاء في الشعر موصول معطوف على آخر قبل السلة وما بعدهما إما سلة لهما معا أو سلة للأخير وسلة الأول محذوفة مدمور عليها بالظاهرة كما يجيء بعد من جواز حذف السلة عند قيام الدليل وذلك نحو قوله من اللواتي والتي واللاتي زعم أني كبرت لذاتي وقد يفصل بين الموصول والسلة والسلة لمعمور السلة نحو الذي إياه ضربت لأن الفصل ليس بأجنبي منهما ولا يجيز مثله إذا كان الموصول حرفا فلا يقال أعجبني أن زيدا ضربت لأن الحروف الموصولة حروف مصدرية هي والجملة بعدها بتأويد المصدر فيطلب قربها من متضمن المصدر وكذا في الألف واللام الموصولة إذ لا تدخل إلا على فعل في صورة اسم الفاعل أو المفعول كما مر فيكون هو وما دخل عليه كاللام الحرفية مع ما دخلت عليه ولا يفصل بينهما وكذا يجوز الفصل بين بعض الصلة وبعض بالعطف على الجلة التي هي صلة كما تقول في باب التنازع معمنا للأول الذي ضربت وضربوني غلمانه زيد إذ ليس الفصل بأجنبيه من الصلة وكذا يتقدم بعض الصلة على بعض كما تقول جاءني الذي قائم أبوه والذي ضرب زيدا أخوه والذي زيدا ضرب أبوه إذ لا مانع منه فإن فإن أليس كما أن الموصول والصلة كجزء يسمن بعض الصلة والبعض الآخر كجزئين فكان ينبغي أن لا يتقدم بعضها على بعض كما لك تقدم الصلة على الموصول قلت بلى هنا أيضا كجزئين إلا أنهما كجزئين لا وجب ترتيب أحدهما على الآخر بل كجزئين يجب تعقب كل من هما للآخر بخلاف الصلة والموصول فإن تعقب الجزء الذي هو الصلة واجب لكونها مبنية للموصول كما مر فتبين بهذا فساد قول من قال إن خبر ما دام لا يتقدم على اسمه انتهى الشريط الخامس من القسم الثاني من كتاب شرح كافية ابن الحاجب وللكتاب بقية على الشريط السادس ترجمة نانسي قنقر